عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لدعى رجال أموال قوم ودماؤهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين أصل هذا الحديث خرجاه في الصحيحين من حديث ابن جري عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لدعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه وخرجاه أيضا من رواية نافع ابن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على المدعى المدعى عليه واللفظ الذي ساقه به الشيخ ساقه ابن الصلاح قبله في الأحاديث الكليات وقال رواه البيهقي بإسناد حسن وخرجه الإسماعيلي في صحيحه من رواية الوليد ابن مسلم حدثنا ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لدعى رجال دماء رجال وأموالهم ولكن البينة على الطالب واليمين على المطلوب وروا الشافعي أخبرنا مسلم ابن خالد عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيينة على المدعي قال الشافعي وأحسبه ولا أثبته أنه قال واليمين على المدعى عليه وروا محمد بن عمر ابن لبابة الفقيه الأندلسي عن عثمان بن أيوب الأندلسي ووصفه بالفضل عن غازي بن قيس عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر هذا الحديث وقال لكن البين على من ادعى واليمين على من أنكر وغازي بن قيس الأندلسي كبير صالح سمع من مالك وابن جريج وطبقتهما وسقط من هذا الإسناد ابن جريج والله أعلم وقد استدل الإمام أحمد وأبو عبيد بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي واليمين على من أنكر وهذا يدل على أن اللفظة عندهما صحيح محتج به وفي المعنى أحاديث كثيرة ففي الصحيحين عن الأشعة بن قيس قال كان بيني وبين رجل خصومة في بئر فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمينك قلت إذن يحلف ولا يبالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين يستحق بها مالا هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان فأنزل الله تصديق ذلك ثم اخترأ هذه الآية إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا الآية وفي رواية لمسلم بعد قوله إذن يحلف قال ليس لك إلا ذلك وخرجه أيضا مسلم بمعناه من حديث وائل بن حجر عن النبي صلى الله عليه وسلم وخرج الترمذي من حديث العرزمي عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته البينة على المدعي واليمين على المدعي عليه وقال في إسناده مقال والعرزمي يضعف في الحديث من قبل حفظه وخرج الدار قطني من رواية مسلم بن خالد الزنجي وفيه ضعف عن ابن جري عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي واليمين على من أنكر إلا في القسامة ورواه الحفاظ عن ابن جريج عن عمر مرسلا وخرجه أيضا من رواية مجاهد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في خطبته يوم الفتح المدعى عليه أولى باليمين إلا أن تقوم بينه وخرجه الطبراني وعنده عن عبد الله بن عمر بن العاص وفي إسناده كلام وخرج الدار قطني هذا المعنى من وجوه متعددة ضعيفة وروا حجاج الصواف عن حميد بن هلال عن زيد بن ثابت قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل طلب عند رجل طلبه فإن المطلوب هو أولى باليمين خرجه أبو عبيد والبيهقي وإسناده ثقات إلا أن حميد بن هلال ما أظنه لقي زيد بن ثابت وخرجه الدار قطني وزاد فيه بغير شهداء وخرج نسائي من حديث ابن عباس قال جاء خصمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فادعى أحدهما على الآخر حقا فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمدعي أقم بينتك فقال يا رسول الله ما لي بينه فقال للآخر احلف بالله الذي لا إله إلا هو ما له عليك أو عندك شيء وقد روي عن عمر أنه كتب إلى أبي موسى إن البينة على المدعي واليمين على من أنكر وقضى بذلك زيد بن ثابت على عمر لأبي بن كعب ولم ينكراه وقال قتاد فصل الخطاب الذي أتيه داود عليه السلام هو أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه قال ومعنى قوله اليمين على المدعى يعني يستحق بها مدعى لأنها واجبة عليه يأخذ بها على كل حال انتهى وقد اختلف الفقهاء من أصحابنا والشافعية في تفسير المدعي والمدعى عليه فمنهم من قال المدعي هو الذي يخلى وسكوته من الخصمين والمدعى عليه من لا يخلى وسكوته منهما ومنهم من قال المدعي من يطلب أمرا خفيا على خلاف الأصل أو الظاهر والمدعى عليها بخلافه وبنوا على ذلك مسألة وهي إذا أسلم الزوجان الكافران قبل الدخول ثم اختلفا فقال الزوج أسلمنا معا فنكاحنا باق وقالت الزوجة بل سبق أحدنا إلى الإسلام فالنكاح منفسخ فإن قلنا المدعي من يخلى وسكوته فالمرأة هي المدعي فيكون القول قول الزوج لأنه مدعى عليه إذ لا يخلى وسكوته وإن قلنا المدعي من يدعي أمرا خفيا فالمدعي هنا هو الزوج إذ التقارن في الإسلام خلاف الظاهر فالقول قول المرأة لأن الظاهر معها وأما الأمين إذا ادعى التلف كالمودعي إذا ادعى تلف الوديعة فقد قيل إنه مدعي لأن الأصل يخالف مدعاه وإنما لم يحتج إلى بينه لأن المودع لأن المودع ائتمنه والائتمان يختضي قبول قوله وقيل إن المدعي الذي يحتاج إلى بينة هو المدعي ليعطى بدعواه ما لقوم أو دماءهم كما ذكر ذلك في الحديث فأما الأمين فلا يدعي ليعطى شيئا وقيل بل هو مدعى عليه لأنه إذا سكت لم يترك بل لا بد له من رد الجواب والمودع مدعي لأنه إذا سكت ترك ولو ادعى الأمين رد الأمانة إلى من ائتمنه فالأكثرون على أن قوله مقبول أيضا كدعوة تلف وقال الأوزاعي لا يقبل قوله لأنه مدعي وقال مالك وأحمد في رواية إن ثبت قبضه للأمانة ببينة لم يقبل قوله في الرد بدون البينة ووجه بعض أصحابنا ذلك بأن الإشهاد على دفع الحقوق الثابتة بالبينة واجب فيكون تركه تفريطا فيجب به الضمان وكذلك قال طائفة منهم في دفع مال اليتيم إليه لا بد له من بينة لأن الله تعالى أمر بالإشهاد عليه فيكون واجبا وقد اختلف الفقهاء في هذا الباب على قولين أحدهما أن البينة على المدعي أبدا واليمين على المدع عليه أبدا وهو قول أبي حنيفة ووافقه طائفة من الفقهاء والمحدثين كالبخاري وطردوا ذلك في كل دعوة حتى في القسامة وقالوا لا يحلف إلا المدعى عليه ورأوا أن لا يقضى بشاهد ويمين لأن اليمين لا تكون على المدعي ورأوا أن اليمين لا ترد على المدعي لأنها لا تكون إلا في جانب المنكر المدعى عليه واستدلوا في مسألة القسامة بما روى سعيد بن عبيد حدثنا بشير بن يسار الأنصاري عن سهل بن أبي حسمة أنه أخبره أن نفرا منهم انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها فوجدوا أحدهم قتيلة فذكر الحديث وفيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم تأتوني بالبينة على من قتله قالوا ما لنا بينة قال فيحلفون قالوا لا نرضى بأيمان اليهود فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطل دمه فوداه مئة من إبل الصدقة خرجه البخاري وخرجه مسلم مختصرا ولم يتم ولكن هذه الرواية تعارض رواية يحيى ابن سعيد الأنصاري عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حسمة فذكر قصة القتيل وقال فيه فذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مقتل عبد الله بن سهل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته وهذه هي الرواية المشهورة الثابتة المخرجة بلفظها بكمالها في الصحيحين وقد ذكر الأئمة الحفاظ أن رواية يحيى ابن سعيد أصح من رواية سعيد ابن عبيد الطائي فإنه أجل وأعلم وأحفظ وهو من أهل المدينة وهو أعلم بحديثهم من الكوفيين وقد ذكر الإمام أحمد مخالفة سعيد ابن عبيد ليحيى ابن سعيد في هذا الحديث فنفض يده وقال ذاك ليس بشيء رواه على ما يقول الكوفيون وقال أذهب إلى حديث المدنيين يحيى ابن سعيد وقال النسائي لا نعلم أحدا تابع سعيد ابن عبيد على روايته عن بشير ابن يسار وقال مسلم في كتاب التمييز لم يحفظه سعيد ابن عبيد على وجهه لأن جميع الأخبار فيها سؤال النبي صلى الله عليه وسلم إياهم قسامة خمسين يمينا وليس في شيء من أخبارهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم البينة وترك سعيد القسامة وتواطئ الأخبار بخلافه يقضي عليه بالغلط وقد خالفه يحيى ابن سعيد وقال ابن عبد البر في رواية سعيد ابن عبيد هذه رواية أهل العراق عن بشير ابن يسار ورواية أهل المدينة عنه أثبتوا وهم به أقعد ونقلهم أصح عند أهل العلم قلت وسعيد ابن عبيد اختصر قصة القسامة وهي محفوظة في الحديث وقد خرج النسائي من حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من ولي القتيل شاهدين على من قتله فقال ومن أين أصيب شاهدين قال فتحلف خمسين قسامة قال كيف أحلف على ما لم أعلم قال فتستحلف منهم خمسين قسامة فهذا الحديث يجمع به بين روايتي سعيد بن عبيد ويحيى بن سعيد ويكون كل منهما ترك بعض القصة فترك سعيد ذكر قسامة المدعين وترك يحيى ذكر البينة قبل طلب القسامة والله أعلم وأما مسألة الشاهد مع اليمين فاستدل من أنكر الحكم بالشاهد واليمين بحديث شاهداك أو يمينه وقوله صلى الله عليه وسلم ليس لك إلا ذلك وقد تكلم القاضي إسماعيل المالكي في هذه اللفظة وقال تفرد بها منصور عن أبي وائل وخالفه سائر الروات وقالوا إنه سأله ألك بينة أم لا والبينة لا تقف على الشاهدين فقط بل تعم سائر ما يبين الحق وقال غيره يحتمل أن يريد بشاهديه كل نوعين يشهدان للمدعي بصحة دعوى يتبين بهم الحق فيدخل في ذلك شهادة الرجلين وشهادة الرجل مع المرأتين وشهادة الواحد مع اليمين وقد أقام الله سبحانه أيمان المدعي مقام الشهود في اللعان وقوله في تمام الحديث ليس لك إلا ذلك لم يرد به النفي العام بل النفي الخاص وهو الذي أراده المدعي وهو أن يكون القول قوله بغير بينة فمنعه من ذلك وأبى ذلك عليه وكذلك قوله في الحديث الآخر ولكن اليمين على المدعى عليه إنما أريد بها اليمين المجردة عن الشهادة وأول الحديث يدل على ذلك وهو قوله لو يعطى الناس بدعواهم لدعى رجال دماء رجال وأموالهم فدل على أن قوله اليمين على المدعى عليه إنما هي اليمين القاطعة للمنازعة مع عدم البينة وأما اليمين المثبتة للحق مع وجود الشهادة فهذا نوع آخر وقد ثبت بسنة أخرى وأما رد اليمين على المدعي فالمشهور عن أحمد موافقة أبي حنيفة وأنها لا ترد واستدل أحمد بحديث اليمين على المدعى عليه وقال في رواية أبي طالب عنه ما هو ببعيد أن يقال له تحلف وتستحق واختار ذلك طائفة من متأخري الأصحاب وهو قول مالك والشافعي وأبي عبيد وروي عن طائفة من الصحابة وقد ورد فيه حديث مرفوع خرجه الدار قطني وفي إسناده نظر قال أبو عبيد ليس هذا إزالة لليمين عن موضعها فإن الإزالة أن لا يخضي باليمين على المطلوب فأما إذا قضي بها عليه فرضي بيمين صاحبه كان هو الحاكم على نفسه بذلك لأنه لو شاء لحلف وبرئ وبطلت عنه الدعوة والقول الثاني في المسألة أنه يرجح جانب أقوى المتدائين وتجعل اليمين في جانبه هذا مذهب مالك وكذا ذكر القاضي أبو يعلى في خلافه أنه مذهب أحمد وعلى هذا تتوجه المسائل التي تقدم ذكرها من الحكم بالقسامة والشاهد واليمين فإن جانب المدعي في القسامة لما قوي باللوث جعلت اليمين في جانبه وحكم له بها وكذلك المدعي إذا أقام شاهدا فإنه قوي جانبه فحلف معه وقضي له وهؤلاء لهم في الجواب عن قوله البينة على المدعي طريقان أحدهما أن هذا خصف من هذا العموم بدليل والثاني أن قوله البينة على المدعي ليس بعام لأن المراد على المدعي المعهود وهو من لا حجة له سوى الدعوة كما في قوله لو يعطى الناس بدعواهم لدعى رجال دماء قوم وأموالهم فأما المدعي الذي معه حجة تقوي دعوة فليس داخلا في هذا الحديث وطريق ثالث وهو أن البينة كل ما بين صحة دعوة المدعي وشهد بصدقه فاللوث مع القسامة بينة والشاهد مع اليمين بينة وطريق رابع سدكه بعضهم وهو الطعن في صحة هذه اللفظة أعني قوله البينة على المدعي وقالوا إنما الثابت هو قوله اليمين على المدعى عليه وقوله لو يعطى الناس بدعواهم لدعى قوم دماء قوم وأموالهم يدل على أن مدعي الدم والمال لا بد له من بينة تدل على ما ادعاه ويدخل في عموم ذلك أن من ادعى على رجل أنه قتل موروثه وليس معه إلا قول المقصر عند موته جرحني فلان أنه لا يختفى بذلك ولا يكون بمجرده لوثا وهذا قول الجمهور خلافا للمالكية وأنهم جعلوه لوثا يقسم معه الأولياء ويستحقون الدم ويدخل في عمومه أيضا من قذف زوجته ولا عنها فإنه لا يباح دمها بمجرد لعانها وهو قول الأفترين خلافا للشافعي واختار قوله الجوز جاني لظاهر قوله عز وجل ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله والأولون منهم من حمل العذاب على الحبس وقالوا إن لم تلاعن حبست حتى تقر أو تلاعن وفيه نظر ولو ادعت امرأة على رجل أنه استكرهها على الزنا فالجمهور أنه لا يثبت بدعواها عليه شيء وقال أشهب من المالكية لها الصداق بيمينها وقال غيره منهم لها الصداق بغير يمين هذا كله إذا كانت ذات قدر وادعت ذلك على متهم تليق به الدعوة وإن كان المرمي بذلك من أهل الصلاح ففي حدها للقذف عن مالك روايتان وقد كان شريح وإياس بن معاوية يحكمان في الأموال المتنازع فيها بمجرد القرائن الدالة على صدق أحد المتداعين وقضى شريح في أولاد هرة تداعاها امرأتان كل منهما تقول هي ولد هرتي قال شريح ألقها مع هذه فإن هي قرت ودرت واسبطرت فهي لها وإن هي فرت وهرت واسبأرت فليس لها قال ابن قتيبة قوله اسبطرت يريد امتدت للإرضاع واسبأرت اقشعرت وتنفشت وكان يقضي بنحو ذلك أبو بكر الشامي من الشافعية ورجح قوله ابن عقيل من أصحابنا وقد روي عن الشافعي وأحمد استحسان قول القافة في سرقة الأموال والأخذ بذلك ونقل ابن منصور عن أحمد إذا قال صاحب الزرع أفسدت غنمك زرعي بالليل ينظر في الأثر فإن لم يكن أثر غنمه في الزرع لابد لصاحب الزرع من أن يجيء بالبينة قال إسحاق بن راهوي كما قال أحمد لأنه مدعي وهذا يدل على اتفاقهما على الاكتفاء برؤية أثر الغنم وأن البينة إنما تطلب عند عدم الأثر وقوله واليمين على المدعى عليه يدل على أن كل من ادعى عليه دعوة فأنكر فإن عليه اليمين وهذا قول أكثر الفقهاء وقال مالك إنما تجب اليمين على المنكر إذا كان بين المتدعين نوع مخالطة خوفا من أن يتبذل السفهاء الرؤساء بطلب أيمانهم وعنده لو ادعى على رجل أنه غصبه أو سرق منه ولم يكن المدعى عليه متهما بذلك لم يستحلف المدعى عليه وحكي أيضا عن القاسم بن محمد وحميد بن عبد الرحمن وحكاه بعضهم عن فقهاء المدينة السبعة فإن كان من أهل الفضل وممن لا يشار إليه بذلك أدب المدعي عند مالك ويستدل بقوله اليمين على المدعى عليه على أن المدعي لا يمين عليه وإنما عليه البينة وهو قول الأكثرين وروي عن علي أنه أحلف المدعي مع بينته أن شهوده شهدوا بحق وفعله أيضا شريح وعبد الله بن عتبة ابن مسعود وابن أبي ليلى وسوار العنبري وعبيد الله بن الحسن ومحمد بن عبد الله الأنصاري وروي عن النخعي أيضا وقال إسحاق إذا استراب الحاكم وجب ذلك وسأل مهن الإمام أحمد عن هذه المسألة فقال أحمد قد فعله علي فقال له أيستقيم هذا فقال قد فعله علي فأثبت القاضي هذا رواية عن أحمد لكنه حملها على الدعوة على الغائب والصبي وهذا لا يصح لأن علي إنما حلف المدعي مع بينته على الحاضر معه وهؤلاء يقولون هذه اليمين لتقوية الدعوة إذا ضعفت باسترابة الشهود كاليمين مع الشاهد الواحد وكان بعض المتقدمين يحلف الشهود إذا استرابهم أيضا ومنهم ثوار العنبري قاضي البصرة وجوز ذلك القاضي أبو يعلى من أصحابنا لوالي المظالم دون القضاء وقد قال ابن عباس في المرأة الشاهدة على الرضاع أنها تستحلف وأخذ به الإمام أحمد وقد دل القرآن على استحلاف الشهود عند الارتياب بشهادتهم في الوصية في السفر في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية إثنان ذواعد منكم أو آخران من غيركم إلى قوله فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهادة الله وهذه الآية لم ينسخ العمل بها عند جمهور السلف وقد عمل بها أبو نوسى وابن مسعود وأفتى بها علي وابن عباس وهو مذهب شريح والنخعي وابن أبي ليلى وسفيان والأوزاعي وأحمد وأبي عبيد وغيرهم قالوا تقبل شهادة الكفار في وصية المسلمين في السفر ويستحلفان مع شهادتهما وهل يمينهما من باب تكمير الشهادة فلا يحكم بشهادتهما بدون يمين أم من باب الاستظهار عند الريبة وهذا محتمل وأصحابنا جعلوها شرطا وهو ظاهر ما روي عن أبي موسى وغيره وقد ذهب طائفة من السلف إلى أن اليمين مع الشاهد الواحد هو من باب الاستظهار فإن رأى الحاكم الافتفاء بالشاهد الواحد لبروز عدالته وظهور صدقه اكتفى بشهادته بدون يمين الطالب وقوله فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما يدل على أنه إذا ظهر خلل في شهادة الكفر حلف أولياء الميت على خيانتهما وكذبهما واستحقوا ما حلفوا عليه وهذا قول مجاهد وغيره من السلف ووجه ذلك أن اليمين في جانب أقوى المتداعين وقد قويتها هنا دعوى الورثة بظهور كذب الشهود الكفار فترد اليمين على المدعين ويحلفون مع اللوث ويستحقون ما ادعوه كما يحلف الأولياء في القسامة مع اللوث ويستحقون بذلك الدية والدم أيضا عند مالك وأحمد وغيرهما وقضى ابن مسعود في رجل مسلم حضره الموت فأوصى إلى رجلين مسلمين معه وسلمهما ما معه من المال وأشهد على وصيته كفارا ثم قدم الوصيان فدفعا بعض المال إلى الورثة وكتما بعضه ثم قدم الكفار فشهدوا عليهم بما كتموه من المال فدعا فدعا الوصيين المسلمين فاستحلف هما ما دفع إليهما أكثر مما دفعا ثم دعا الكفار فشهدوا وحلفوا على شهادتهم ثم أمر أولياء الميت أن يحلفوا أن ما شهدت به اليهود والنصار حق فحلفوا فقضى على الوصيين بما حلفوا عليه وكان ذلك في خلافة عمر وتأول ابن مسعود الآية على ذلك فكأنه قابل بين يمين الأوصياء والشهود الكفار فأسقطهما وبقي مع الورثة شهادة الكفار فحلفوا معها واستحقوا لأن جانبهم ترجح بشهادة الكفار لهم فجعل اليمين مع أقوى المتدائين وقضى بها واختلف الفقهاء هل يستحلف في جميع حقوق الآدميين كقول الشافعي ورواية عن أحمد أو لا يستحلف إلا فيما يقضى فيه بالنكول كرواية عن أحمد أو لا يستحلف إلا فيما يصح بذله كما هو المشهور عن أحمد أو لا يستحلف إلا في كل دعوة لا تحتاج إلى شاهدين كما حكي عن مالك وأما حقوق الله عز وجل فمن العلماء من قال لا يستحلف فيها بحال وهو قول أصحابنا وغيرهم ونص عليه أحمد في الزكاة وبه قال طاووس والثوري والحسن بن صالح وغيرهم وقال وقال أبو حنيف ومالك والليث والشافعي إذا اتهم فإنه يستحلف وكذا حكي عن الشافعي في من تزوج من لا تحل له ثم ادعى الجهل أنه يحلف على دعواه وكذا قال إسحاق في طلاق السكران يحلف أنه ما كان يعقل وفي طلاق الناس يحلف على نسيانه وكذا قال القاسم ابن محمد وسالم ابن عبد الله في رجل قال لامرأته أنت طالق يحلف أنه ما أراد به الثلاثة وترد إليه وخرج الطبراني من رواية أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري قال كان أناس من الأعراب يأتون بلحم فكان في أنفسنا منه شيء فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اجهدوا أيمانهم إنهم ذبحوها ثم اذكروا اسم الله وكلوا وأبو هارون ضعيف جدا وأما المؤتمن في حقوق الآدميين حيث قبل قوله فهل عليه يمين أم لا فيه ثلاثة أقوال للعلماء أحدها لا يمين عليه لأنه صدقه بإتمانه ولا يمين مع التصديق وبالقياس على الحاكم وهذا قول الحارث العكلي والثاني عليه اليمين لأنه منكر فيدخل في عموم قوله واليمين على من أنكر وهو قول شريح وأبي حنيفة والشافعي ومالك في رواية وأكثر أصحابنا والثالث لا يمين عليه إلا أن يتهم وهو نص أحمد وقول مالك في رواية لما تقدم من ائتمانه وأما إذا قامت قرينة تنافي حال الإئتمان فقد اختل معنى الإئتمان وقوله البينة على المدعي واليمين على من أنكر إنما أريد به إذا ادعى على رجل ما يدعيه لنفسه وينكر أنه لما ادعاه عليه ولهذا قال في أول الحديث لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم فأما من ادعى ما ليس له مدعي لنفسه منكر لدعواه فهذا أسهل من الأول ولابد للمدعي هنا من بينة ولكن يكتفى من البينة هنا بما لا يكتفى بها في الدعوة على المدعي لنفسه المنكر ويشهد لذلك مسائل منها اللقطة إذا جاء من وصفها فإنها تدفع إليه بغير بينة بالاتفاق لكن منهم من يقول يجوز الدفع إذا غلب على الظن صدقه ولا يجب كقول الشافعي وأبي حنيفة ومنهم من يقول يجب دفعها بذكر الوصف المطابق كقول مالك وأحمد ومنها الغنيمة إذا جاء من يدعي منها شيئا وأنه كان له واستولى عليه الكفار وأقام على ذلك ما يبين أنه له اكتفي به وسئل عن ذلك أحمد وقيل له فيريد على ذلك بينه قال لابد من بيان يدل على أنه له وإن علم ذلك دفعه إليه الأمير وروى الخلال بإسناده عن الركين بن الربيع عن أبيه قال جشر لأخي فرس بعين التمر فرآه في مربط سعد فقال فرسي فقال سعد ألك بين قال لا ولكن أدعوه فيحمحم فدعاه فحمحم فأعطاه إياه وهذا يحتمل أنه كان لحق بالعدو ثم ظهر عليه المسلمون ويحتمل أنه عرف أنه ضال فوضع بين الدواب الضالة فيكون كاللقطة ومنها الغصوب إذا علم ظلم الولاء وطلب ردها من بيت المال قال أبو الزناد كان عمر بن عبد العزيز يرد المظالم إلى أهلها بغير البينات القاطعة كان يكتفي باليسير إذا عرف وجه مظلمة الرجل ردها عليه ولم يكلفه تحقيق البينا لما يعرف من غشم الولاة قبله على الناس ولقد أنفد بيت مال العراق في رد المظالم حتى حمل إليها من الشام وذكر أصحابنا أن الأموال المغصوبة مع قطاع الطريق واللصوص يكتفى من مدعيها بالصفة كاللقطة ذكره القاضي في خلافه وأنه ظاهر كلام ترجمة نانسي قنقر شكرا 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 ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل وروا سالم المرادي عن عمر بن هرم عن جابر بن زيد عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيصيب أمتي في آخر الزمان بلاء شديد من سلطانهم لا ينجو منه إلا رجل عرف دين الله بلسانه ويده وقلبه فذلك الذي سبقت له السوابق ورجل عرف دين الله فصدق به وللأول عليه سابقة ورجل عرف دين الله فسكت فإن رأى من يعمل بخير أحبه عليه وإن رأى من يعمل بباطل أبغضه عليه فذلك الذي ينجو على إبطائه وهذا غريب وإسناده منقطع وخرج الإسماعيلي من حديث أبي هارون العبدي وهو ضعيف جدا عن مولى لعمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال توشك هذه الأمة أن تهلك إلا ثلاثة نفر رجل أنكر بيده وبلسانه وبقلبه فإن جبنا بيده فبلسانه وقلبه فإن جبنا بلسانه وبيده فبقلبه وخرج أيضا من رواية الأوزاعي عن عمير بن هانئ عن علي سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيكون بعدي فتن لا يستطيع المؤمن فيها أن يغير بيد ولا بلسان قلت يا رسول الله وكيف ذاك قال ينكرونه بقلوبهم قلت يا رسول الله وهل ينقص ذلك إيمانهم شيئا قال لا إلا كما ينقص القطر من الصفا وهذا الإسناد منقطع وخرج الطبراني معناه من حديث عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد ضعيف فذلت هذه الأحاديث كلها على وجوب إنكار المنكر بحسب القدرة عليه وأن إنكاره بالقلب لا بد منه فمن لم ينكر قلبه المنكر دل على ذهاب الإيمان من قلبه وقد روي عن أبي جحيفة قال قال علي إن أول ما تغلبون عليه من الجهاد الجهاد بأيديكم ثم الجهاد بألسنتكم ثم الجهاد بقلوبكم فمن لم يعرف قلبه المعروفة وينكر قلبه المنكر نكس فجعل أعلاه أسفله وسمع ابن مسعود الرجل يقول هلك من لم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر فقال ابن مسعود هلك من لم يعرف بقلبه المعروف والمنكر يشير إلى أن معرفة المعروف والمنكر بالقلب فرض لا يسقط عن أحد فمن لم يعرفه هلك وأما الإنكار باللسان واليد فإنما يجب بحسب الطاقة وقال ابن مسعود يوشك من عاش منكم أن يرى منكرا لا يستطيع له غير أن يعلم الله من قلبه أنه له كارث وفي سنن أبي داود عن العرس ابن عميرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها كمن غاب عنها ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها فمن شهد الخطيئة فكرهها بقلبه كان كمن لم يشهدها إذا عجز عن إنكارها بلسانه ويده ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها وقدر على إنكارها ولم ينكرها لأن الرضا بالخطايا من أقبح المحرمات ويفوت به إنكار الخطيئة بالقلب وهو فرض على كل مسلم لا يسقط عن أحد في حال من الأحوال وخرج ابن أبي الدنيا من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حضر معصية فكرهها فكأنه غاب عنها ومن غاب عنها فأحبها فكأنه حضرها وهذا مثل الذي قبله فتبين بهذا أن الإنكار بالقلب فرض على كل مسلم في كل حال وأما الإنكار باليد واللسان فبحسب القدرة كما في حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم يقدرون على أن يغيروا فلا يغيروا إلا يوشكوا أن يعمهم الله بعقاب فرجه أبو داود بهذا اللفظ وقال قال شعبة فيه ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أكثر ممن يعمله وخرج أيضا من حديث جرير سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون أن يغيروا عليه فلا يغيرون إلا أصابهم الله بعقاب قبل أن يموتوا وخرجه الإمام أحمد ولفظه ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أعز وأكثر ممن يعمله فلم يغيروه إلا عمهم الله بعقاب وخرج أيضا من حديث عدي بن عميرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكرونه فإذا فعلوا ذلك عذب الله الخاصة والعامة وخرج أيضا هو وابن ماجة من حديث أبي سعيد خدري قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ليسأل العبد يوم القيامة حتى يقول ما منعك إذا رأيت المنكر أن تنكره فإذا لقنا الله عبدا حجته قال يا ربي رجوتك وفرقت الناس فأما ما خرجه الترمذي وابن ماجة من حديث أبي سعيد أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في خطبته ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه وبكى أبو سعيد وقال قد والله رأينا أشياء فهبنا وخرجه الإمام أحمد وزاد فيه فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق أن يقال بحق أو يذكر بعظيم وكذلك خرج الإمام أحمد وابن ماجة من حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحقر أحدكم نفسه قالوا يا رسول الله كيف يحقر أحدنا نفسه قال يرى أمر الله عليه فيه مقال ثم لا يقول فيه فيقول الله له يوم القيامة ما منعك أن تقول لفيه كذا وكذا فيقول خشية الناس فيقول الله إياي كنت أحق أن تخشى فهذان الحديثان محمولان على أن يكون المانع له من الإنكار مجرد الهيبة دون الخوف المسقط للإنكار قال سعيد بن جبير قلت لابن عباس آمر السلطان بالمعروف وأنهاه عن المنكر قال إن خفت أن يقتلك فلا ثم عدت فقال لي مثل ذلك ثم عدت فقال لي مثل ذلك وقال إن كنت لابد فاعلا ففيما بينك وبينا وقال طووس أتى رجل بن عباس فقال ألا أقوم إلى هذا السلطان فآمره وأنهاه قال لا تكن له فتنة قال أفرأيت إن أمرني بمعصية الله قال ذلك الذي تريد فكن حينئذ رجلا وقد ذكرنا حديث ابن مسعود الذي فيه يخلف من بعدهم خلوف فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن الحديث وهذا يدل على جهاد الأمراء باليد وقد استنكر الإمام أحمد هذا الحديث في رواية أبي داود وقال هو خلاف الأحاديث التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بالصبر على جور الأئمة وقد يجاب عن ذلك بأن التغيير باليد لا يستلزم القتال وقد نص على ذلك أحمد أيضا في رواية صالح فقال التغيير باليد ليس بالسيف والسلاح وحينئذ فجهاد الأمراء باليد أن يزيل بيده ما فعلوه من المنكرات مثل أن يريق خمورهم أو يكسر آلات الملاهي التي لهم ونحو ذلك أو يبطل بيده ما أمروا به من الظلم إن كان له قدرة على ذلك وكل هذا جائز وليس هو من باب قتالهم ولا من الخروج عليهم الذي ورد النهي عنه فإن هذا أكثر ما يخشى منه أن يقتل الآمر وحده وأما الخروج عليهم بالسيف فيخشى منه الفتن التي تؤدي إلى سفك دماء المسلمين نعم إن خشي في الإقدام على الإنكار على الملوك أن يؤذي أهله أو جيرانه لم ينبغي له التعرض لهم حينئذ لما فيه من تعدي الأذى إلى غيره كذلك قال الفضيل بن عياض وغيره ومع هذا فمتى خاف منهم على نفسه السيف أو الصوت أو الحبس أو القيد أو النفي أو أخذ المال أو نحو ذلك من الأذى سقط أمرهم ونهيهم وقد نص الأئمة على ذلك منهم مالك وأحمد وإسحاق وغيرهم قال أحمد لا يتعرض للسلطان فإن سيفه مسلول وقال ابن شبرمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كالجهاد يجب على الواحد أن يصابر فيه الاثنين ويحرم عليه الفرار منهما ولا يجب عليهم مصابرة أكثر من ذلك فإن خاف السب أو سماع الكلام السيء لم يسقط عنه الانكار بذلك نص عليه الإمام أحمد وإن احتمل الأذى وقوي عليه فهو أفضل نص عليه أحمد أيضا وقيل له أليس قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس للمؤمن أن يذل نفسه أن يعرضها من البلاء لما لا طاقة له به قال ليس هذا من ذلك ويدل على ما قاله ما خرجه أبو داود وابن ماجة والترمذي من حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الجهاد كلمة عد عند سلطان جائر وخرج ابن ماجة معناه من حديث أبي أمامة وفي مسند البزار بإسناد فيه جهالة عن أبي عبيدة بن الجراح قال قلت يا رسول الله أي الشهداء أكرموا على الله قال رجل قام إلى إمام جائر فأمره بمعروف ونهاه عن منكر فقتله وقد روي معناه من وجوه أخر كلها فيها ضعف وأما حديث لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه فإنما يدل على أنه إذا علم أنه لا يطيق الأذى ولا يصبر عليه فإنه لا يتعرض حينئذ للآمر وهذا حق وإنما الكلام في من علم من نفسه الصبر كذلك قاله الأئمة كسفيان وأحمد والفضيل بن عياض وغيرهم وقد روي عن أحمد ما يدل على الاكتفاء بالإنكار بالقلب قال في رواية أبي داود نحن نرجو إن أنكر بقلبه فقد سلم وإن أنكر بيده فهو أفضل وهذا محمول على أنه يخاف كما صرح بذلك في رواية غير واحد وقد حكى القاضي أبو يعلى روايتين عن أحمد في وجوب إنكار المنكر على من يعلم أنه لا يقبل منه وصحح القول بوجوبه وهو قول أكثر العلماء وقد قيل لبعض السلف في هذا فقال يكون لك معذرة وهذا كما أخبر الله عن الذين أنكروا على المعتدين في السبت أنهم قالوا لمن قال لهم لم تعذون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يستقون وقد ورد ما يستدل به على سقوط الأمر والنهي عند عدم القبول والانتفاع به ففي سنن أبي داود وابن ماجة والترمذي عن أبي ثعلبة الخشني أنه قيل له كيف تقول في هذه الآية عليكم أنفسكم فقال أما والله لقد سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل اعتمروا بالمعروف وانتهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعة وهوا متبعة ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك ودع عنك أمر العوام وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمر قال بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذكر الفتنة فقال إذا رأيتم الناس مرجت عهودهم وخفت أماناتهم وكانوا هكذا وشبك بين أصابعه فقمت إليه فقلت كيف أفعل عند ذلك جعلني الله فداك قال إلزم بيتك واملك عليك لسانك وخذ بما تعرف ودع ما تنكر وعليك بأمر خاصة نفسك ودع عنك أمر العام وكذلك وكذلك روي عن طائفة من الصحابة في قوله تعالى عليكم أنفسكم لا يضركم من ظل إذا اهتديتم قالوا لم يأتي تأويلها بعد إنما تأويلها في آخر الزمان وعن ابن مسعود قال إذا اختلفت القلوب والأهواء وألبستم شيعا وذاق بعضكم بأس بعض فيأمر الإنسان حينئذ نفسه حينئذ تأويل هذه الآية وعن ابن عمر قال هذه الآية لأقوام يجيؤون من بعدنا إن قالوا لم يقبل منهم وقال جبير بن نفير عن جماعة من الصحابة قالوا إذا رأيت شحا مطاعا وهوا متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك لا يضرك من ظل إذا اهتديت وعن مكحول قال لم يأتي تأويلها بعد إذا هاب الواعظ وأنكر الموعوض فعليك حينئذ بنفسك لا يضرك من ظل إذا اهتديت وعن الحسن أنه كان إذا تلا هذه الآية قال يا لها من ثقة ما أوثقها ومن سعة ما أوسعها وهذا كله قد يحمل على أن من عجز عن الأمر بالمعروف أو خاف الضرر سقط عنه وكلام ابن عمر يدل على أن من علم أنه لا يقبل منه لم يجب عليه كما حكي رواية عن أحمد وكذا قال الأوزاعي مر من ترى أن يقبل منك وقوله صلى الله عليه وسلم في الذي ينكر بقلبه وذلك أضعف الإيمان يدل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خصال الإيمان ويدل على أن من قدر على خصلة من خصال الإيمان وفعلها كان أفضل ممن تركها عجزا عنها ويدل على ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في حق النساء أما نقصان دينها فإنها تمكث الأيام والليالي لا تصلي يشير إلى أيام الحيض مع أنها ممنوعة من الصلاة حينئذ وقد جعل ذلك نقصا في دينها فدل على أن من قدر على واجب وفعله فهو أفضل ممن عجز عنه وتركه وإن كان معذورا في تركه والله أعلم وقوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا يدل على أن الإنكار متعلق بالرؤية فلو كان مستورا فلم يره ولكن علم به فالمنصوص عن أحمد في أكثر الروايات أنه لا يعرض له وأنه لا يفتش على ما استراب به وعنه رواية أخرى أنه يكشف المغطى إذا تحققه ولو سمع صوت غناء محرم أو آلات الملاهي وعلم المكان التي هي فيه فإنه ينكرها لأنه قد تحقق المنكر وعلم موضعه فهو كما رأى نص عليه أحمد وقال إذا لم يعلم مكانه فلا شيء عليه وأما تسور الجدران على من علم اجتماعهم على منكر فقد أنكره الأئمة مثل سفيان الثوري وغيره وهو داخل في التجسس المنهي عنه وقد قيل لابن مسعود إن فلانا تقطر لحيته خمرا فقال نهان الله عن التجسس وقال القاضي أبو يعلى في كتاب الأحكام السلطانية إن كان في المنكر الذي غلب على ظنه الاستسرار به بإخبار ثقة عنه انتهاك حرمة يفوت استدراكها كالزنا والقتل جاز التجسس والإقدام على الكشف والبحث حذرا من فوات ما لا يستدرك من انتهاك المحارم وإن كان دون ذلك في الرتبة لم يجز التجسس عليه ولا الكشف عنه والمنكر الذي يجب إنكاره ما كان مجمعا عليه فأما المختلف فيه فمن أصحابنا من قال لا يجب إنكاره على من فعله مجتهدا فيه أو مقلدا لمجتهد تقليدا سائغا واستثنى القاضي في الأحكام السلطانية ما ضعف فيه الخلاف وكان ذريعة إلى محظور متفق عليه كرب النقد الخلاف فيه ضعيف وهو ذريعة إلى رب النساء المتفق على تحريمه وكنكاح المتعة فإنه ذريعة إلى الزنا وذكر عن أبي إسحاق ابن شاقلة أنه ذكر أن المتعة هي الزنا صراحا وعن ابن بطة أنه قال لا يفسخ نكاح حكم به خاض إذا كان قد تأول فيه تأويل إلا أن يكون قضى لرجل بعقد متعة أو طلق ثلاثا في لفظ واحد وحكم بالمراجعة من غير زوج فحكمه مردود وعلى فاعله العقوبة والنكال والمنصوص عن أحمد الإنكار على اللاعب بالشطرنج وتأوله القاضي على من لعب بها بغير اجتهاد أو تقليد صائغ وفيه نظر فإن المنصوص عنه أنه يحد شارب النبيذ المختلف فيه وإقامة الحد أبلغ مراتب الإنكار مع أنه لا يفسق بذلك عنده فدل على أنه ينكر كل مختلف فيه ضعف الخلاف فيه لدلالة السنة على تحريمه ولا يخرج فاعله المتأول من العدالة بذلك والله أعلم وكذلك نص أحمد على الإنكار على من لا يتم صلاته ولا يقيم صلبه من الركوع والسجود مع وجود الإختلاف في وجوب ذلك وأعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تارة يحمل عليه رجاء ثوابه وتارة خوف العقاب في تركه وتارة الغضب لله على انتهاك محارمه وتارة النصيحة للمؤمنين والرحمة لهم ورجاء إنقاذهم مما أوقعوا أنفسهم فيه من التعرض لغضب الله وعقوبته في الدنيا والآخرة وتارة يحمل عليه إجلال الله وإعظامه ومحبته وأنه أهل أن يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر وأن يفتدى من انتهاك محارمه بالنفوس والأموال كما قال بعض السلف وددت أن الخلق كلهم أطاع الله وإن لحمي قرض بالمقاريد وكان عبد الملك ابن عمر ابن عبد العزيز رحمهم الله يقول لأبيه وددت أني غلت بي وبك القدور في الله عز وجل ومن لحظ هذا المقام والذي قبله هان عليه كل ما يلقى من الأذى في الله تعالى وربما دعى لمن آذاه كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ضربه قومه فجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون وبكل حال يتعين الرفق في الإنكار قال سفيان الثوري لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا من كان فيه خصال ثلاث رفيق بما يأمر رفيق بما ينهى عدل بما يأمر عدل بما ينهى عالم بما يأمر عالم بما ينهى وقال أحمد الناس محتاجون إلى مدارا ورفق الأمر بالمعروف بلا غلظة إلا رجل معلن بالفسق فلا حرمة له قال وكان أصحاب ابن مسعود إذا مروا بقوم يرون منهم ما يكرهون يقولون مهلا رحمكم الله مهلا رحمكم الله وقال أحمد يأمر بالرفق والخضوع فإن أسمعوه ما يكره لا يغضب فيكون يريد ينتصر لنفسه ترجمة نانسي قنقر کمبوح مهلا ذائه 第二 هناك A اشتركوا في القناة 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 قال اشتركوا في القناة 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 تعالى اشتركوا اشتركوا في القناة 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 يحدث نفسه بذلك اختياراً ويعيده ويبديه في نفسه مستروحاً إلى تمني زوال نعمة أخيه فهذا شبيه بالعزم المصمم على المعصية وفي العقاب على ذلك اختلاف بين العلماء وربما يذكر في موضع آخر إن شاء الله تعالى لكن هذا يبعد أن يسلم من البغي على المحسود ولو بالقول فيأثم بذلك وخسم آخر إذا حسد لم يتمنى زوال نعمة المحسود بل يسعى في اكتساب مثل فضائله ويتمنى أن يكون مثله فإن كانت الفضائل دنيوية فلا خير في ذلك كما قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون وإن كانت فضائل دينية فهو حسن وقد تمنى النبي صلى الله عليه وسلم الشهادة في سبيل الله عز وجل وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا فتنتين رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار وهذا هو الغبطة وسماه حسدا من باب الاستعارة وقسم آخر إذا وجد من نفسه الحسد سعى في إزالته وفي الإحسان إلى المحسود بإزداء الإحسان إليه والدعاء له ونشر فضائله وفي إزالة ما وجد له في نفسه من الحسد حتى يبذله بمحبة أن يكون أخوه المسلم خيرا منه وأفضل وهذا من أعلى درجات الإيمان وصاحبه هو المؤمن الكامل الذي يحب لأخيه ما يحب لنفسه وقد سبق الكلام على هذا في تفسير حديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وقوله صلى الله عليه وسلم ولا تناجشوا فسره كثير من العلماء بالنجش في البيع وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها إما لنفع البائع بزيادة الثمن له أو بإضرار المشتري بتكثير الثمن عليه وفي الصحيحين عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النجش وقال ابن أبي أوفى الناجش آكل ربا خائن ذكره البخاري قال ابن عبد البر أجمعوا أن فاعله عاص لله عز وجل إذا كان بالنهي عالما واختلفوا في البيع فمنهم من قال إنه فاسد وهو رواية عن أحمد اختارها طائفة من أصحابه ومنهم من قال إن كان الناجش هو البائع أو من واطأه البائع على النجش فسد لأن النهي هنا يعود إلى العاقد نفسه وإن لم يكن كذلك لم يفسد لأنه يعود إلى أجنبي وكذا حكي عن الشافعي أنه علل صحة البيع بأن البائع غير الناجش وأكثر الفقهاء على أن البيع صحيح مطلقا وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في رواية عنه إلا أن مالكا وأحمد أثبتا للمشتري الخيار إذا لم يعلم بالحال وغبنا فاحشا يخرج عن العادة وقدره مالك وبعض أصحاب أحمد بثلث الثمن فإن اختار المشتريحين إذن الفسخة فله ذلك وإن أراد الإمساك فإنه يحط ما غبن به من الثمن ذكره أصحابنا ويحتمل أن يفسر التناجش المنهي عنه في هذا الحديث بما هو أعم من ذلك فإن أصلا نجش في اللغة إثارة الشيء بالمكر والحيلة والمخادع ومنه سمي الناجش في البيع ناجشا ويسمى الصائد في اللغة ناجشا لأنه يثير الصيد بحيلته عليه وخداعه له وحينئذ فيكون المعنى لا تتخادعوا ولا يعامل بعضكم بعضا بالمكر والاحتيال وإنما يراد بالمكر والمخادعة إيصال الأذى إلى المسلم إما بطريق الأصالة وإما اجتلاب نفعه بذلك ويلزم منه وصول الضرر إليه ودخوله عليه وقد قال الله عز وجل ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله وفي حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا والمكر والخداع في النار وقد ذكرنا فيما تقدم حديث أبي بكر الصديق المرفوع ملعون من ضار مسلما أو مكر به خرجه الترمذي فيدخل على هذا التقدير في التناجش المنهي عنه جميع أنواع المعاملات بالغش ونحوه كتدليس العيوب وكتمانها وغش المبيع الجيد بالرديء وغبن المسترسل الذي لا يعرف المماكسة وقد وصف الله في كتابه الكفار والمنافقين بالمكر بالأنبياء وأتباعهم وما أحسن قول أبي العتاهية ليس دنيا إلا بدين وليس الدين إلا مكارم الأخلاق إنما المكر والخديعة في النار هما من خصال أهل النفاق وإنما يجوز المكر بمن يجوز إدخال الأذى عليه وهم الكفار المحاربون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة وقوله صلى الله عليه وسلم ولا تباغضوا نهى المسلمين عن التباغض بينهم في غير الله بل على أهواء النفوس فإن المسلمين جعلهم الله إخوة والإخوة يتحابون بينهم ولا يتباغضون وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم خرجه مسلم وقد ذكرنا فيما تقدم أحاديث في النهي عن التباغض والتحاسد وقد حرم الله على المؤمنين ما يوقع بينهم العداوة والبغضاء كما قال إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وامتن على عباده بالتأليف بين قلوبهم كما قال تعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء أنفألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وقال هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم ولهذا المعنى حرم المشي بالنميمة لما فيها من إيقاع العداوة والبغضاء ورخص في الكذب في الإصلاح بين الناس ورغب الله في الإصلاح بينهم كما قال تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما وقال وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما وقال فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من حديث أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة قالوا بلى يا رسول الله قال صلاح ذات البين فإن فساد ذات البين هي الحالقة وخرج الإمام أحمد وغيره من حديث أسماء بنت يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بشراركم قالوا بلى يا رسول الله قال المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة الباغون للبراء العنت وأما البغض في الله فهو من أوثق عرى الإيمان وليس داخلا في النهي ولو ظهر لرجل من أخيه شر فأبغضه عليه وكان الرجل معذورا فيه في نفس الأمر أثيب المبغض له وإن عذر أخوه كما قال عمر إنا كنا نعرفكم إذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وإذ ينزل الوحي وإذ ينبئنا الله من أخباركم ألا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انطلق به وانقطع الوحي فإنما نعرفكم بما نخبركم ألا من أظهر منكم لنا خيرا ظننا به خيرا وأحببناه عليه ومن أظهر منكم شرا ظننا به شرا وأبغضناه عليه سرائركم بينكم وبين ربكم عز وجل وقال الربيع بن خوثيم لو رأيت رجلا يظهر خيرا ويسر شرا أحببته عليه آجرك الله على حبك الخير ولو رأيت رجلا يظهر شرا ويسر خيرا أبغطه عليه آجرك الله على بغضك الشر ولما كثر اختلاف الناس في مسائل الدين وكثر تفرقهم كثر بسبب ذلك تباغضهم وتلاعنهم وكل منهم يظهر أنه يبغض الله وقد يكون في نفس الأمر معذورا وقد لا يكون معذورا بل يكون متبعا لهواه مقصرا في البحث عن معرفة ما يبغض عليه فإن كثيرا من البغض كذلك إنما يقع لمخالفة متبوع يظن أنه لا يقول إلا الحق وهذا الظن خطأ قطعا وإن أريد أنه لا يقول إلا الحق فيما خولف فيه فهذا الظن قد يخطئ ويصيب وقد يكون الحامل على الميل إليه مجرد الهوى أو الإلف أو العادة وكل هذا يقدح في أن يكون هذا البغض لله فالواجب على المؤمن أن ينصح نفسه ويتحرز في هذا غاية التحرز وما أشكل منه فلا يدخل نفسه فيه خشية أن يقع فيما نهي عنه من البغض المحرم وها هنا أمر خفي ينبغي التفطن له وهو أن كثيرا من أئمة الدين قد يقول قولا مرجوحا ويكون مجتهدا فيه مأجورا على اجتهاده فيه موضوعا عنه خطأه فيه ولا يكون المنتصر لمقالته تلك بمنزلته في هذه الدرجة لأنه قد لا ينتصر لهذا القول إلا لكون متبوعه قد قاله بحيث إنه لو قاله غيره من أئمة الدين لما قبله ولا انتصر له ولا والى من وافقه ولا عادى من خالفه وهو مع هذا يظن أنه إنما انتصر للحق بمنزلة متبوعة وليس كذلك فإن متبوعه إنما كان قصده الانتصار للحق وإن أخطأ في اجتهاده وأما هذا التابع فقد شاب انتصاره لما يظنه الحق إرادة علو متبوع وظهور كلمته وأن لا ينسب إلى الخطأ وهذه دسيسة تقدح في قصد الانتصار للحق فافهم هذا فإنه فهم عظيم والله يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم وقوله ولا تدابر قال أبو عبيد التدابر المصارمة والهجران مأخوذ من أن يولي الرجل صاحبه دبرة ويعرض عنه بوجهه وهو التقاطع وخرج مسلم من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله وخرجه أيضا بمعنى من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصحيحين عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام وخرج أبو داود من حديث أبي خراش السلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمك وكل هذا في التقاطع للأمور الدنيوية فأما لأجل الدين فتجوز الزيادة على الثلاث نص عليه الإمام أحمد واستدل بقصة الثلاثة الذين خلفوا وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجرانهم لما خاف منهم النفاق وأباح هجران أهل البدع المغلظة والدعاة إلى الأهواء وذكر الخطابي أن هجران الوالد لولده والزوج لزوجته وما كان في معنى ذلك تأديبا تجوز الزيادة فيه على الثلاث لأن النبي صلى الله عليه وسلم هجر نساءه شهرا واختلفوا هل ينقطع الهجران بالسلام فقال الطائفة ينقطع بذلك وروي عن الحسن ومالك في رواية ابن وهب وقاله طائفة من أصحابنا وخرج أبو داود من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنا فوق ثلاث فإن مرت به ثلاث فليلقه فليسلم عليه فإن رد عليه السلام فقد اشتركاه في الأجر وإن لم يرد عليه فقد باء بالإثم وخرج المسلم من الهجرة ولكن هذا فيما إذا امتنع الآخر من الرد عليه فأما مع الرد إذا كان بينهما قبل الهجرة مودة ولم يعودا إليها ففيه نظر وقد قال أحمد في رواية الأثرم وسئل عن السلام يقطع الهجران فقال قد يسلم عليه وقد صد عنه ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا فإذا كان قد عوده أن يكلمه أو يصافحه وكذلك روي عن مالك أنه لا تنقطع الهجرة بدون العود إلى المودة وفرق بعضهم بين الأقارب والأجانب فقال في الأجانب تزور الهجرة بينهم بمجرد السلام بخلاف الأقارب وإنما قال هذا لوجوب صلة الرحم قوله صلى الله عليه وسلم وَلَا يَبِعْ بَعْدُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْدِ قد تكاثر النهي عن ذلك ففي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لَا يَبِعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيه وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيه وفي رواية لمسلم لَا يَثُمِ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ الْمُسْلِمُ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَتِه وخرجاه من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لَا يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيه وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيه إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ ولفظه لمسلم وخرج مسلم من حديث عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن أخ المؤمن فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر وهذا يدل على أن هذا حق للمسلم على المسلم فلا يساويه الكافر في ذلك بل يجوز للمسلم أن يبتاع على بيع الكافر ويخطب على خطبته وهو قول الأوزاعي وأحمد كما لا يثبت للكافر على المسلم حق الشفعة عنده وكثير من الفقهاء ذهبوا إلى أن النهي عام في حق المسلم والكافر واختلفوا هل النهي للتحريم أو للتنزيه فمن أصحابنا من قال هو للتنزيه دون التحريم والصحيح الذي عليه جمهور العلماء أنه للتحريم واختلفوا هل يصح البيع على بيع أخيه أو النكاح على خطبته فقال أبو حنيفة والشافعي وأكثر أصحابنا يصح وقال مارك في النكاح إنه إن لم يدخل بها فرق بينهما وإن دخل بها لم يفرق وقال أبو بكر من أصحابنا في البيع والنكاح إنه باطل بكل حال وحكاه عن أحمد ومعنى البيع على بيع أخيه أن يكون قد باع منه شيئا فيبذل للمشتري سلعته ليشتريها ويفسخ بيع الأول وهل يختص ذلك بما إذا كان البذل في مدة الخيار بحيث يتمكن مشتري من الفسخ فيه أم هو عام في مدة الخيار وبعدها فيه اختلاف بين العلماء قد حكاه الإمام أحمد في رواية حرب ومال إلى القول بأنه عام في الحالين وهو قول طائفة من أصحابنا ومنهم من خصه بما إذا كان ذلك في مدة الخيار وهو ظاهر كلام أحمد في رواية ابن مشيش ومنصوص الشافعي والأول أظهر لأن المشتري وإن لم يتمكن من الفسخ بنفسه بعد انقضاء الخيار فإنه إذا رغب في رد الصلعة الأولى على بائعها فإنه يتسبب إلى ردها عليه بأنواع من الطرق المقتضية لضرره ولو بالإلحاح عليه في المسألة وما أدى إلى ضرر المسلم كان محرما والله أعلم وقوله صلى الله عليه وسلم وكونوا عباد الله إخوانا هذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم كالتعليل لما تقدم وفيه إشارة إلى أنهم إذا تركوا التحاسد والتناجش والتباغض والتدابر وبيع بعضهم على بيع بعض كانوا إخوانا وفيه أمر باكتساب ما يصير المسلمون به إخوانا على الإطلاق وذلك يدخل فيه أداء حقوق المسلم على المسلم من رد السلام وتشمية العاطس وعيادة المريض وتشييع الجنازة وإجابة الدعوة والابتداء بالسلام عند اللقاء والنصح بالغيب وفي الترمذي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر وخرجه غيره ولفظه تهادوا تحابوا وفي مسند البنزار عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا فإن الهدية تسل السخيمة ويروى عن عمر بن عبد العزيز يرفع الحديث قال تصافحوا فإنه يذهب الشحناء وتهادوا وقال الحسن المصافحة تزيد في الود وقال مجاهد بلغني أنه إذا تراء المتحابان فضحك أحدهما إلى الآخر وتصافحا تحاتت خطاياهما كما يتحات الورق من الشجر فقيل له إن هذا ليسير من العمل قال تقول يسير والله يقول لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم وقوله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحكره هذا مأخوذ من قوله عز وجل إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم فإذا كان المؤمنون إخوة أمروا فيما بينهما بما يوجب تآلف القلوب واجتماعها ونهو عما يوجب تنافر القلوب واختلافها وهذا من ذلك وأيضا فإن الأخ من شأنه أن يوصل إلى أخيه النفع ويكف عنه الضرر ومن أعظم الضر الذي يجب كفوه عن الأخ المسلم الظلم وهذا لا يختص بالمسلم بل هو محرم في حق كل أحد وقد سبق الكلام على الظلم مستوفى عند ذكر حديث أبي ذر الإلهي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا ومن ذلك خذلان المسلم لأخيه فإن المؤمن مأمور أن ينصر أخاه كما قال صلى الله عليه وسلم أنصر أخاك ظالما أو مظلوما قال يا رسول الله أنصره مظلوما فكيف أنصره ظالما قال تمنعه عن الظلم فذلك نصرك إياه خرجه البخاري بمعنى من حديث أنس وخرجه مسلم بمعنى من حديث جابر وخرج أبو داود من حديث أبي طلحة الأنصاري وجابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من امرئ مسلم يخذل امرئا مسلم في موطن تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته وما من امرئ ينصر مسلم في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتحك فيه من حرمته إلا نصره الله في موضع يحب فيه نصرته وخرج الإمام أحمد من حديث أبي أمامة ابن سهل عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أذل عنده مؤمن فلم ينصره وهو يقدر على أن ينصره أذله الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة وخرج البزار من حديث عمران بن حطين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نصر أخاه بالغيب وهو يستطيع نصره نصره الله في الدنيا والآخرة ومن ذلك كذب المسلم لأخيه فلا يحل له أن يحدثه فيكذبه بل لا يحدثه إلا صدقا وفي مسند الإمام أحمد عن النواس بن سمعان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك مصدق وأنت به كاذب ومن ذلك احتقار المسلم لأخيه المسلم وهو ناشئ عن الكبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق وغمط الناس خرجه مسلم من حديث ابن مسعود وخرجه الإمام أحمد وفي رواية له الكبر سفه الحق وازدراء الناس وفي رواية وغمط الناس وفي رواية زيادة فلا يراهم شيئا وغمط الناس الطعن عليهم وازدراءهم وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم فالمتكبر ينظر إلى نفسه بعين الكمال وإلى غيره بعين النقص فيحتقرهم ويزدريهم ولا يراهم أهلا لأن يقوم بحقوقهم ولا أن يقبل من أحد منهم الحق إذا أورده عليه وقوله صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا يشير إلى صدره ثلاث مرات فيه إشارة إلى أن كرم الخلق عند الله بالتقوى فرب من يحقره الناس لضعفه وقلة حظه من الدنيا وهو أعظم قدرا عند الله تعالى ممن له قدر في الدنيا فإن الناس إنما يتفاوتون بحسب التقوى كما قال الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم وسئل النبي صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس قال أتقاهم لله عز وجل وفي حديث آخر الكرم التقوى والتقوى أصلها في القلب كما قال تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وقد سبق ذكر هذا المعنى في الكلام على حديث أبي ذر الإلهي عند قوله لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقا قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا وإذا كان أصل التقوى في القلوب فلا يطلع أحد على حقيقتها إلا الله عز وجل كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم وحينئذ فقد يكون كثير ممن له صورة حسنة أو مال أو جاه أو رياسة في الدنيا قلبه خرابا من التقوى ويكون من ليس له شيء من ذلك قلبه مملوءا من التقوى فيكون أكرم عند الله تعالى بل ذلك هو الأكثر وقوعا كما في الصحيحين عن حارثة بن وهب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره ألا أخبركم بأهل النار كل عطل جواض مستكبر وفي المسند عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما أهل الجنة فكل ضعيف متضعف أشعث ذي طمرين لو أقسم على الله لأبره وأما أهل النار فكل جعظري جواض جماع مناع ذي تبع وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحاجت الجنة والنار فقالت النار أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين وقالت الجنة لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم فقال الله للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي وقال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي وخرجه الإمام أحمد من حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال افتخرت الجنة والنار فقالت النار يا ربي يدخلني الجبابرة والمتكبرون والملوك والأشراف وقالت الجنة يا ربي يدخلني الضعفاء والفقراء والمساكين وذكر الحديث وفي صحيح البخاري عن سهل بن سعد قال مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس ما رأيك في هذا فقال رجل من أشراف الناس هذا والله حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع وإن قال أن يسمع لقوله قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم مر رجل آخر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيك في هذا قال يا رسول الله هذا رجل من فقراء المسلمين هذا حري إن خطب أن لا ينكح وإن شفع أن لا يشفع وإن قال أن لا يسمع لقوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الأرض مثل هذا وقال محمد بن كعب القرضي في قوله تعالى إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة قال تخفض رجالا كانوا في الدنيا مرتفعين وترفع رجالا كانوا في الدنيا مخفوضين قوله صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم يعني يكفيه من الشر احتقار أخيه المسلم فإنه إنما يحتقر أخاه المسلم لتكبره عليه والكبر من أعظم خصال الشر وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر وفيه أيضا عنه أنه قال العز إزاره والكبر رداؤه فمن نازعني عذبته فمن نازعته الله صفاته التي لا تليق بالمخلوق كفى بها شر وفي صحيح ابن حبان عن فضالة ابن عبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يسأل عنهم رجل ينازع الله إزاره ورجل ينازع الله رداءه فإن رداءه الكبرياء وإزاره العز ورجل في شك من أمر الله تعالى والقنوط من رحمة الله وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال هلك الناس فهو أهلكهم قال مالك إذا قال ذلك تحزنا لما يرى في الناس يعني في دينهم فلا أرى به بأسا وإذا قال ذلك عجبا بنفسه وتصاغرا للناس فهو المكروه الذي نهي عنه ذكره أبو داود في سنعه قوله صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه هذا مما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب به في المجامع العظيمة فإنه خطب به في حجة الوداع يوم النحر ويوم عرفة واليوم الثاني من أيام التشريق وقال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا وفي رواية للبخاري وغيره وأبشاركم وفي رواية فأعادها مرارا ثم رفع رأسه فقال اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت وفي رواية ثم قال ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب وفي رواية للبخاري فإن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم إلا بحقها وفي رواية دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام مثل هذا اليوم وهذا البلد إلى يوم القيامة حتى دفعة يدفعها مسلم مسلما يريد بها سوءا حرام وفي رواية قال المؤمن حرام على المؤمن كحرمة هذا اليوم لحمه عليه حرام أن يأكله ويغتابه بالغيب وعرضه عليه حرام أن يخرقه ووجهه عليه حرام أن يلطمه ودمه عليه حرام أن يسفكه وحرام عليه أن يدفعه دفعة تعنته وفي سنن أبي داود عن بعض الصحابة أنهم كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم فنام رجل منهم فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذها ففزع فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يروع مسلما وخرج أحمد وأبو داود والترمذي عن السائب ابن يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأخذ أحدكم عصى أخيه لاعبا جادا فمن أخذ عصى أخيه فليردها إليه قال أبو عبيد يعني أن يأخذ متاعه لا يريد سرقته إنما يريد إدخال الغيظ عليه فهو لاعب في مذهب السرقة جاد في إدخال الأذى والروع عليه وفي الصحيحين عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كنتم ثلاثة فلا يتناج اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزنه ولفظه لمسلم وخرج الطبراني من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتناج اثنان دون الثالث فإن ذلك يؤذي المؤمن والله يكره أذى المؤمن وخرج الإمام أحمد من حديث ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تؤذوا عباد الله ولا تعيروهم ولا تطلبوا عوراتهم فإن من طلب عورة أخيه المسلم طلب الله عورته حتى يفضحه في بيته وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الغيبة فقال ذكرك أخاك بما يكره قال أرأيت إن كان فيه ما أقول فقال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته فتضمنت هذه النصوص كلها أن المسلم لا يحل إيصال الأذى إليه بوجه من الوجوه من قول أو فعل بغير حق وقد قال الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا وإنما جعل الله المؤمنين إخوة ليتعاطفوا ويتراحموا وفي الصحيحين عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر وفي رواية المسلم المؤمنون كرجل واحد إن اشتكى رأسه تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر وفي رواية له أيضا المسلمون كرجل واحد إن اشتكى عينه اشتكى كله وإن اشتكى رأسه اشتكى كله وفيهما عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وخرج أبو داود من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن مرآة المؤمن المؤمن أخ المؤمن يكف عنه ضيعته ويحوطه من ورائه وخرجه الترمذي ولفظه إن أحدكم مرآة أخيه فإن رأى به أذى فليمطه عنه قال رجل لعمر بن عبد العزيز اجعل كبير المسلمين عندك أبا وصغيرهم ابنا وأوسطهم أخا فأي أولئك تحب أن تسيئ إليه ومن كلام يحيى بن معاذ الرازي ليكن حظ المؤمن منك ثلاثة إن لم تنفعه فلا تضره وإن لم تفرحه فلا تغمه وإن لم تمدحه فلا تذمه اشتركوا في القناة شكرا للمشاهدة قناة اشتركوا في القناة 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 ومن سترى اشتركوا في القناة ومن سترى اشتركوا في القناة ومن كان في حاجة من نفس عن مؤمنين في الدنيا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من سترى وروا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ومن سترى اشتركوا في القناة ما لا يطيقون ما لا يطيقون ولا يحتملون فيقول الناس بعضهم لبعض ألا ترون ما قد بلغكم ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم وذكر حديث الشفاعة خرجاه بمعنى من حديث أبي هريرة وخرجا وخرجا من حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحشرون حفاتا عراتا غرلا قالت فقلت يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض قال الأمر أشد من أن يهمهم ذلك وخرجا من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله يوم يقوم الناس لرب العالمين قال يقوم أحدهم في الرشخ إلى أنصاف أذنيه وخرجا من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض سبعين ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم ولفظه للبخاري ولفظ مسلم إن العرق ليذهب في الأرض سبعين باعا وإنه ليبلغ إلى أفواه الناس أو إلى آذانهم وخرج مسلم من حديث المقداد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تدن الشمس من العباد حتى تكون قدر ميل أو ميلين فتصهرهم الشمس فيكونون في العرق كقدر أعمالهم فمنهم من يأخذه إلى عقبيه ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه ومنهم من يأخذه إلى حقويه ومنهم من يلجمه إلجاما وقال ابن مسعود الأرض كلها يوم القيامة نار والجنة من ورائها ترى أكوابها وكواعبها فيعرق الرجل حتى يرشح عرقه في الأرض قدر قامة ثم يرتفع حتى يبلغ أنفه وما مسه الحساب قال فمذاك يا أبا عبد الرحمن قال مما يرى الناس يصنع بهم وقال أبو موسى الشمس فوق رؤوس الناس يوم القيامة وأعمالهم تظلهم أو تضحيهم وفي المسند من حديث عقبة ابن عامر مرفوعا كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس قوله صلى الله عليه وسلم ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة هذا أيضا يدل على أن الإعسار قد يحصل في الآخرة وقد وصف الله يوم القيامة بأنه يوم عسير وأنه على الكافرين غير يسير فدل على أنه يسير على غيرهم وقال وكان يوما على الكافرين عسيرا والتيسير على المعسر في الدنيا من جهة المال يكون بأحد أمرين إما بإنظاره إلى الميسرة وذلك واجب كما قال تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وتارة بالوضع عنه إن كان غريما وإلا فبإعطائه ما يزول به إعساره وكلهما له فضل عظيم وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان ناجر يداين الناس فإذا رأى معسرا قال لصبيانه تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا فتجاوز الله عنه وفيهما عن حذيفة وأبي مسعود الأنصاري سمعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول مات رجل فقيل له فقال كنت أبايع الناس فأتجاوز عن الموثر وأخفف عن المعسر وفي رواية قال كنت أنظر المعسرة وأتجوز في السكة أو قال في النقد فغفر له وخرجه مسلم من حديث أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديثه فقال الله نحن أحق بذلك منه تجاوزوا عنه وخرج أيضا من حديث أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سره من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فل ينفس عن معسر أو يضع عنه وخرج أيضا من حديث أبي اليسر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وفي المسند عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن تستجاب دعوته وتكشف كربته فليفرج عن معسر وقوله صلى الله عليه وسلم ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة هذا مما تكاثرت النصوص بمعناه وخرج ابن ماجة من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ستر عورة أخيه المسلم سترى الله عورته يوم القيامة ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضحه بها في بيته وخرج الإمام أحمد من حديث عقبة ابن عامر سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ستر مؤمنا في الدنيا على عورة ستره الله عز وجل يوم القيامة وقد روي عن بعض السلف أنه قال أدركت قوما لم يكن لهم عيوب فذكروا عيوب الناس فذكر الناس لهم عيوبا وأدركت أقواما كانت لهم عيوب فكفوا عن عيوب الناس فنسيت عيوبهم أو كما قال وشاهد هذا حديث أبي برزة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تغتاب المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من اتبع عوراتهم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته يفضحه في بيته خرجه الإمام أحمد وأبو داود وخرج الترمذي معناه من حديث ابن عمر وعلم أن الناس على ضربين أحدهما من كان مستورا لا يعرف بشيء من المعاصي فإذا وقعت منه هفوة أو زلة فإنه لا يجوز كشفها ولا هتكها ولا التحدث بها لأن ذلك غيبة محرمة وهذا هو الذي وردت فيه النصوص وفي ذلك قد قال الله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والمراد إشاعة الفاحشة على المؤمن المستتر فيما وقع منه أو اتهم به وهو بريء منه كما في قصة الإفك قال بعض الوزراء الصالحين لبعض من يأمر بالمعروف اجتهد أن تستر العصاة فإن ظهور معافيهم عيب في أهل الإسلام وأولى الأمور ستر العيوب ومثل هذا لو جاء تائبا نادما وأقر بحد ولم يفسره لم يستفسر بل يؤمر بأن يرجع ويستر نفسه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ماعذا والغامدية وكما لم يستفسر الذي قال أصبت حدا فأقمه علي ومثل هذا لو أخذ بجريمته ولم يبلغ الإمام فإنه يشفع له حتى لا يبلغ الإمام وفي مثله جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم خرجه أبو داود والنساء من حديث عائشة والثاني من كان مشتهرا بالمعاصي معلنا بها لا يبالي بما ارتكب منها ولا بما قيل له فهذا هو الفاجر المعلن وليس له غيبة كما نص على ذلك الحسن البصري وغيره ومثل هذا لا بأس بالبحث عن أمره لتقام عليه الحدود صرح بذلك بعض أصحابنا واستدل بخول النبي صلى الله عليه وسلم واغد يا أونيث على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ومثل هذا لا يشفع له إذا أخذ ولو لم يبلغ السلطان بل يترك حتى يقام عليه الحد لينكف شره ويرتدع به أمثاله قال مالك من لم يعرف منه أذى للناس وإنما كانت منه زلة فلا بأس أن يشفع له ما لم يبلغ الإمام وأما من عرف بشر أو فساد فلا أحب أن يشفع له أحد ولكن يترك حتى يقام عليه الحد حكاه بن المنذر وغيره وكره الإمام أحمد رفع الفساق إلى السلطان بكل حال وإنما كرهه لأنهم غالبا لا يقيمون الحدود على وجهها ولهذا قال إن علمت أنه يقيم عليه الحد فارفعه ثم ذكر أنهم ضربوا رجلا فمات يعني لم يكن قتله جائزا ولو تاب أحد من الضرب الأول كان الأفضل له أن يتوب فيما بينه وبين الله تعالى ويستر على نفسه وأما الضرب الثاني فقيل إنه كذلك وقيل بل الأولى له أن يأتي الإمام ويقر على نفسه بما يوجب الحد حتى يطهره قوله والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه وفي حديث ابن عمر ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته وقد سبق في شرح الحديث الخامس والعشرين والسادس والعشرين فضل قضاء الحوائج والسعي فيها وخرج الطبراني من حديث عمر مرفوعا أفضل الأعمال إدخال السرور على المؤمن كسوت عورته أو أشبعت جوعته أو قضيت له حاجة وبعث الحسن البصري قوما من أصحابه في قضاء حاجة لرجل وقال لهم بروا بثابت البناني فخذوه معكم فأتوا ثابتا فقال أنا معتكف فرجعوا إلى الحسن فأخبروه فقال قولوا له يا أعمش أما تعلم أن مشيك في حاجة أخيك المسلم خير لك من حجة بعد حجة فرجعوا إلى ثابت فترك اعتكافه وذهب معهم وأخرج الإمام أحمد من حديث ابنة لخباب ابن الأرط قالت خرج خباب في سرية فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهدنا حتى يحلب عنذة لنا في جفنة لنا فتمتلئ حتى تفيض فلما قدم خباب حلبها فعاد حلابها إلى ما كان وكان أبو بكر الصديق يحلب للحي أغنامهم فلما استخلف قالت جارية منهم الآن لا يحلبها فقال أبو بكر بلى وإني لأرجو أن لا يغيرني ما دخلت فيه عن شيء كنت أفعله أو كما قال وإنما كانوا يقومون بالحلاب لأن العرب كانت لا تحلب النساء منهم وكانوا يستقبحون ذلك فكان الرجال إذا غابوا احتاج النساء إلى من يحلب لهم وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لقوم لا تسقوني حلب امرأة وكان عمر يتعاهد الأراملة فيستقي لهن الماء بالليل ورآه طلحة بالليل يدخل بيت امرأة فدخل إليها طلحة نهارا فإذا هي عجوز عمياء مقعدة فسألها ما يصنع هذا الرجل عندك قالت هذا له منذ كذا وكذا يتعاهدني يأتيني بما يصلحني ويخرج عني الأذى فقال طلحة سكلتك أمك طلحة عثرات عمر تتبع وكان أبو وائل يطوف على نساء الحي وعجائزهم كل يوم فيشتري لهن حوائجهن وما يصلحهن وقال مجاهد صحبت ابن عمر في السفر لأخدمه فكان يخدمني وكان كثير من الصالحين يشترط على أصحابه في السفر أن يخدمهم وصحب رجل قوما في الجهاد فاشترط عليهم أن يخدمهم فكان إذا أراد أحد منهم أن يغسل رأسه أو ثوبه قال هذا من شرطي فيفعله فمات فجردوه للغسل فرأوا على يده مكتوبا من أهل الجنة فنظروا فإذا هي كتابة بين الجلد واللحم وفي الصحيحين عن أنس قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فمنا الصائم ومنا المفطر قال فنزلنا منزلا في يوم حار أكثرنا ظلا صاحب الكساء ومنا من يتق الشمس بيده قال فسقط الصوام وقام المفطرون وضربوا الأبنية وسقوا الركاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر ويروى عن رجل من أسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بطعام في بعض أسفاره فأكل منه وأكل أصحابه وقرض الأسلمي يده فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك قال إني صائم قال فما حملك على ذلك قال معي ابناي يرحلان لي ويخدماني فقال ما زال لهم الفضل عليك بعد وفي مرسيل أبي داود عن أبي قلابة أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قدموا يثنون على صاحب لهم خيرا قالوا ما رأينا مثلا فلان قط ما كان في مسير إلا كان في قراءة ولا نزلنا منزلا إلا كان في صلاة قال فمن كان يكفيه ضيعته حتى ذكر ومن كان يعرف جمله أو دابته قالوا نحن قال فكلكم خير منه قوله صلى الله عليه وسلم ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وقد روا هذا المعنى أيضا أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم وسلوك الطريق لالتماس العلم يدخل فيه سلوك الطريق الحقيقي وهو المشي بالأقدام إلى مجالس العلماء ويدخل فيه سلوك الطرق المعنوية المؤدية إلى حصول العلم مثل حفظه ودراسته ومذاكرته ومطالعته وكتابته والتفقم له ونحو ذلك من الطرق المعنوية التي يتوصل بها إلى العلم وقوله سهل الله له به طريقا إلى الجنة قد يراد بذلك أن الله يسهل له العلم الذي طلبه وسلك طريقه وييسره عليه فإن العلم طريق موصل إلى الجنة وهذا كقوله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر قال بعض السلف هل من طالب علم فيعان عليه وقد يراد أيضا أن الله يسر الطالب العلم إذا قصد بطلبه وجه الله الانتفاع به والعمل بمقتضاه فيكون سببا لهدايته ولدخول الجنة بذلك وقد يسر الله لطالب العلم علوما أخرى ينتفع بها وتكون موصلة له إلى الجنة كما قيل من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم وكما قيل تواب الحسنة الحسنة بعدها وقد دل على ذلك قوله تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدا وقوله والذين اهتدوا زادهم هدا وآتاهم تقواهم وقد يدخل في ذلك أيضا تسهيل طريق الجنة الحسي يوم القيامة وهو الصراط وما قبله وما بعده من الأهوال فييسر ذلك على طالب العلم للانتفاع به فإن العلم يدل على الله من أقرب الطرق إليه فمن سلك طريقه ولم يعرج عنه وصل إلى الله وإلى الجنة من أقرب الطرق وأسهلها فسهلت عليه الطرق الموصلة إلى الجنة كلها في الدنيا والآخرة فلا طريق إلى معرفة الله وإلى الوصول إلى رضوانه والفوز بقربه ومجاورته في الآخرة إلا بالعلم النافع الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه فهو الدليل عليه وبه يهتدى في ظلمات الجهل والشبه والشكوك ولهذا سمى الله كتابه نورا لأنه يهتدى به في الظلمات قال الله تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم ومثل النبي صلى الله عليه وسلم حملة العلم الذي جاء به بالنجوم التي يهتدى بها في الظلمات ففي المسند عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم في السماء يهتدى بها في ظلمات البر والبحر فإذا انطمست النجوم أوشك أن تضل الهدى وما دام العلم باقيا في الأرض فالناس في هدى وبقاء العلم بقاء حملته فإذا ذهب حملته ومن يقوم به وقع الناس في الضلال كما في الصحيحين عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس ولكن يقبضه بقض العلماء فإذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فظلوا وأظلوا وذكر النبي صلى الله عليه وسلم يوما رفع العلم فقيل له كيف يذهب العلم وقد قرأنا القرآن وأقرأناه نساءنا وأبناءنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا تغني عنهم فسئل عبادة بن الصانة عن هذا الحديث فقال لو شئت لأخبرتك بأول علم يرفع من الناس الخشوع وإنما قال عبادة هذا لأن العلم قسمان أحدهما ما كان ثمرته في قلب الإنسان وهو العلم بالله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله المقتضية لخشيته ومهابته وإجلاله والخضوع له ولمحبته ورجائه ودعائه والتوكل عليه ونحو ذلك فهذا هو العلم النافع كما قال ابن مسعود إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع وقال الحسن العلم علمان علم على اللسان فذاك حجة الله على ابن آدم وعلم في القلب فذاك العلم النافع والقسم الثاني العلم الذي على اللسان وهو حجة الله كما في الحديث القرآن حجة لك أو عليه فأول ما يرفع من العلم العلم النافع وهو العلم الباطن الذي يخالط القلوب ويصلحها ويبقى علم اللسان حجة فيتهاون الناس به ولا يعملون بمقتضاه لا حملته ولا غيرهم ثم يذهب هذا العلم بذهاب حملته فلا يبقى إلا القرآن في المصاحف وليس تم من يعلم معانيه ولا حدوده ولا أحكامه ثم يسري به في آخر الزمان فلا يبقى في المصاحف ولا في القلوب منه شيء بالكلية وبعد ذلك تقوم الساعة كما قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس وقال لا تقوم الساعة وفي الأرض أحد يقول الله الله قوله صلى الله عليه وسلم وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده هذا يدل على استحباب الجلوس في المساجد لتلاوة القرآن ومدارسته وهذا إن حمل على تعلم القرآن وتعليمه فلا خلاف في استحبابه وفي صحيح البخاري عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه قال أبو عبد الرحمن السلمي فذاك الذي أقعدني مقعدي هذا وكان قد علم القرآن في زمن عثمان بن عفان حتى بلغ الحجاج بن يوسف وإن حمل على ما هو أعم من ذلك دخل فيه الاجتماع في المساجد على دراسة القرآن مطلقا وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يأمر من يقرأ القرآن يستمع قراءته كما أمر ابن مسعود أن يقرأ عليه وقال إني أحب أن أسمعه من غيري وكان عمر يأمر من يقرأ عليه وعلى أصحابه وهم يسمعون فتارة يأمر أبا موسى وتارة يأمر عقبة بن عامر واسئل ابن عباس أي العمل أفضل قال ذكر الله وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتعاطون فيه كتاب الله فيما بينهم ويتدارسونه إلا أظلتهم الملائكة بأجنحتها وكانوا أضياف الله ما داموا على ذلك حتى يفيضوا في حديث غيره وروي مرفوعا والموقوف أصح وروا يزيد الرقاشي عن أنس قال كانوا إذا صلوا الغداة قعدوا حلقا حلقا يقرؤون القرآن ويتعلمون الفرائض والسنن ويذكرون الله عز وجل وروا عطية عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من قوم صلوا صلاة الغداة ثم قعدوا في مصلاهم يتعاطون كتاب الله ويتدارسونه إلا وكل الله بهم ملائكة يستغفرون لهم حتى يخوضوا في حديث غيره وهذا يدل على استحباب الاجتماع بعد صلاة الغداة لمدارسة القرآن ولكن عطية فيه ضعف وقد روا حرب الكرماني بإسناده عن الأوزاعي أنه سئل عن الدراسة بعد صلاة الصبح فقال أخبرني حسان بن عطية أن أول من أحدثها في مسجد دمشق هشام بن إسماعيل المخزومي في خلافة عبد الملك بن مروان فأخذ الناس بذلك وبإسناده عن سعيد بن عبد العزيز وإبراهيم بن سليمان أنهما كانا يدرسان القرآن بعد صلاة الصبح لبيروت والأوزاعي في المسجد لا يغير عليهم وذكر حرب أنه رأى أهل دمشق وأهل حمص وأهل مكة وأهل البصرة يجتمعون على القراءة بعد صلاة الصبح لكن أهل الشام يقرؤون القرآن كلهم جملة من سورة واحدة بأصوات عالية وأهل مكة وأهل البصرة يجتمعون فيقرأ أحدهم عشر آيات والناس ينصطون ثم يقرأ آخر عشرا حتى يفرغوا قال حرب وكل ذلك حسن جميل وقد أنكر ذلك مالك على أهل الشام قال زيد بن عبيد الدمشقي قال لي مالك بن أنس بلغني أنكم تجلسون حلقا تقرؤون فأخبرته بما كان يفعل أصحابنا فقال مالك عندما كان المهاجرون والأنصار ما نعرف هذا قال فقلت هذا طريف قال وطريف رجل يقرأ ويجتمع الناس حوله فقال هذا عن غير رأينا قال أبو مصعب وإسحاق بن محمد الفروي سمعنا مالك بن أنس يقول الاجتماع بكرة بعد صلاة الفجر لقراءة القرآن بدعة ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا العلماء بعدهم على هذا كانوا إذا صلوا يخلوا كل بنفسه ويقرأوا ويذكروا الله عز وجل ثم ينصرفون من غير أن يكلم بعضهم بعضا اشتغالا بذكر الله فهذه كلها محدثة وقال ابن وهب سمعت مالكا يقول لم تكن القراءة في المسجد من أمر الناس القديم وأول من أحدث هذا في المسجد الحجاج بن يوسف قال مالك وأنا أكره ذلك الذي يقرأ في المسجد في المطحف وقد روا هذا كله أبو بكر نيسابوري في كتاب مناقب مالك رحمه الله واستدل الأكثرون على استحباب الاجتماعي لمدارسة القرآن في الجملة بالأحاديث الدالة على استحباب الاجتماعي للذكر والقرآن أفضل أنواع الذكر ففي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمثون أهل الذكر فإذا وجدوا قوما يذكرون الله عز وجل تنادوا هلموا إلى حاجتكم فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم ما يقول عبادي قال يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك فيقول هل رأوني فيقولون لا والله ما رأوك فيقول كيف لو رأوني فيقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وتحميدا وأكثر لك تسبيحا فيقول فما يسألوني قالوا يسألونك الجنة فيقول وهل رأوها فيقولون لا والله يا رب ما رأوها فيقول كيف لو أنهم رأوها فيقولون لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأشد فيها رغبة قال فمما يتعوذون فيقولون من النار قال يقول فهل رأوها فيقولون لا والله يا رب ما رأوها فيقول كيف لو رأوها فيقولون لو أنهم رأوها كانوا أشد منها فرالا وأشد لها مخافة فيقول الله تعالى أشهدكم أني قد غفرت لهم فيقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجته قال هم الجلساء لا يشقى بهم جريسهم وفي صحيح مسلم عن معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال ما يجلسكم قالوا جلسنا نذكر الله عز وجل ونحمده لما هدانا للإسلام ومن علينا به فقال آه الله ما أجلسكم إلا ذلك قالوا آه الله ما أجلسنا إلا ذلك قال أما إني لم أستحلفكم لتهمة لكم إنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله تعالى يباهي بكم الملائكة وأخرج الحاكم وأخرج الحاكم من حديث معاوية قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوما فدخل المسجد فإذا هو بقوم في المسجد قعود فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أقعدكم فقالوا صلينا الصلاة المكتوبة ثم قعدنا نتذاكر كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا ذكر شيئا تعظم ذكره وفي المعنى أحاديث أخر متعددة وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن جزاء الذين يجلسون في بيت الله يتدارسون كتاب الله أربعة أشياء أحدها تنزل السكينة عليهم وفي الصحيحين عن البراء بن عازب قال كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس فتغشته سحابه فجعلت تدور وتدنو وجعل فرسه ينفر منها فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال تلك السكينة تنزلت للقرآن وفيهما أيضا عن أبي سعيد أن أسيد بن حضير بينما هو ليلة يقرأ في مربده إذ جالت فرسه فقرأ ثم جالت أخرى فقرأ ثم جالت أيضا فقال أسيد فخشيت أن تطأ يحيا يعني ابنه قال فقمت إليها فإذا مثل الظلة فوق رأسي فيها أمثال السرج عرجت في الجو حتى ما أراها قال قال فغدا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال صلى الله عليه وسلم تلك الملائكة كانت تستمع لك ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستثر منهم واللفظ لمسلم فيهما وروا ابن المبارك عن يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن سعد بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في مجلس فرفع بصره إلى السماء ثم طأطأ بصره ثم رفعه فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إن هؤلاء القوم كانوا يذكرون الله تعالى يعني أهل مجلس أمامه فنزلت عليهم السكينة تحملها الملائكة كالقبة فلما أدنت منهم تكلم رجل منهم بباطل فرفعت عنهم وهذا مرسل والثاني غشيان الرحمة قال الله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين وخرج الحاكم من حديث سلمان أنه كان في أصابة يذكرون الله تعالى فمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما كنتم تقولون فإني رأيت الرحمة تنزل عليكم فأردت أن أشارككم فيها وخرج البزار من حديث أنث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله سيارة من الملائكة يطلبون حلق الذكر فإذا أتوا عليهم حفوا بهم ثم بعثوا رائدهم إلى السماء إلى رب العزة تبارك وتعالى فيقولون يقولون ربنا أتينا على عباد من عبادك يعظمون آلاءك ويتلون كتابك ويصلون على نبيك ويسألونك لآخرتهم ودنياهم فيقول تبارك وتعالى غشوهم برحمتي فيقولون ربنا إن فيهم فلانا الخطاء إنما اعتنقهم اعتناقا فيقول تعالى غشوهم برحمتي فهم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم والثالث أن الملائكة تحف بهم وهذا مذكور في هذه الأحاديث التي ذكرناها وفي حديث أبي هريرة المتقدم فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا وفي رواية الإمام أحمد على بعضهم على بعض حتى يبلغ العرش وقال خالد بن معدان يرفع الحديث إن لله ملائكة في الهواء يسيحون بين السماء والأرض يلتمسون الذكرى فإذا سمعوا قوما يذكرون الله تعالى قالوا رويدا زادكم الله فينشرون أجنحتهم حولهم حتى يصعب كلامهم إلى العرش خرجه الخلال في كتاب السنة الرابع أن الله يذكرهم في من عنده وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملء ذكرته في ملء خير منهم وهذه الخصال الأربع لكل مجتمعين على ذكر الله تعالى كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة وأبي سعيد كلاهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لأهل ذكر الله تعالى أربعا تنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة وتحف بهم الملائكة ويذكرهم الرب في من عنده وقد قال الله تعالى فاذكروني أذكركم وذكر الله لعبده وثناؤه عليه في الملأ الأعلى بين ملائكته ومباهاتهم به وتنويهه بذكره قال الربيع ابن أنس إن الله ذاكر من ذكره وزائد من شكره ومعذب من كفره وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وصلاة الله على عبده وثناؤه عليه بين ملائكته وتنويهه بذكره كذا قال أبو العالية ذكره البخاري في صحيحه وقال رجل لأبي أمامه رأيت في المنام كأن الملائكة تصلي عليك كلما دخلت وكلما خرجت وكلما قمت وكلما جلست فقال أبو أمامه وأنتم لو شئتم صلت عليكم الملائكة ثم قرأ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ خَرَّجَهُ الْحَاكِمُ قوله صلى الله عليه وسلم فَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لم يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ معناه أن العمل هو الذي يبلغ بالعبد درجات الآخرة كما قال تعالى وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا فَمَنْ أَبْطَأَ بِهِ عَمَلُهُ أن يبلغ به المنازل العالية عند الله تعالى لم يُسْرَعْ بِهِ نَسَبُهُ فيبلغه تلك الدرجات فإن الله تعالى رتب الجزاء على الأعمال لا على الأنساب كما قال تعالى فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ وقد أمر الله تعالى بالمسارعة إلى مغفرته ورحمته بالأعمال كما قال وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالْضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْضِ الآيَّةِينَ وَقَال أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ قال ابن مسعود يأمر الله بالصراط فيضرب على جهنم فيمر الناس على قدر أعمالهم زمرا زمرا أوائلهم كلمح البلق ثم كمر الريح ثم كمر الطير ثم كمر البهائم حتى يمر الرجل سعيا وحتى يمر الرجل مشيا حتى يمر آخرهم يتلبط على بطنه فيقول يا ربي لما بطأت بي فيقول إني لم أبطأ بك إنما بطأ بك عملك وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيئا يا بني عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا يا فاطمة بنت محمد سليني ما شئتي لا أغني عنك من الله شيئا وفي رواية خارج الصحيحين إن أوليائي منكم المتقون لا يأتي الناس بالأعمال وتأتوني بالدنيا تحملونها على رقابكم فتقولون يا محمد فأقول قد بلغت وخرج ابن أبي الدنيا من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أوليائي المتقون يوم القيامة وإن كان نسب أقرب من نسب يأتي الناس بالأعمال وتأتون بالدنيا تحملونها على رقابكم تقولون يا محمد يا محمد فأقول هكذا وهكذا وأعرض في كلا عطفيه وأخرج البزار من حديث رفاعة بن رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر اجمع لي قومك يعني قريشا فجمعهم فقال إن أوليائي منكم المتقون فإن كنتم أولئك فذاك وإلا فانظروا لا يأتي الناس بالأعمال يوم القيامة وتأتون بالأثقال فيعرض عنكم وخرجه الحاكم مختصرا وصححه وفي المسند عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن خرج معه يصيه ثم التفت فأقبل بوجهه إلى المدينة فقال إن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا وخرجه الطبراني وزاد فيه إن أهل بيتي هؤلاء يرون أنهم أولى الناس بي وليس كذلك إن أوليائي منكم المتقون من كانوا وحيث كانوا ويشهد لهذا كلهما في الصحيحين عن عمر بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء وإنما ولي الله وصالح المؤمنين يشير إلى أن ولايته لا تنال بالنسب وإن قرب وإنما تنال بالإيمان والعمل الصالح فمن كان أكمل إيمانا وعملا فهو أعظم ولاية له سواء أكان له منه نسب قريب أو لم يكن وفي هذا المعنى يقول بعضهم لعمرك ما الإنسان إلا بدينه فلا تترك التقوى اتكالا على النسب لقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الشرك الشقي أبا لهبي شكرا للمشاهدة 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 أبي عثمان حدثنا أبو رجائن العطاردي عن ابن عباس وفي رواية لمسلم زيادة في آخر الحديث وهي أو محاها الله ولا يهلك على الله إلا هالك وفي هذا المعنى أحاديث متعددة فأخرجا في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال يقول الله إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها فإن عملها فاكتبوها بمثلها وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف وهذا لفظ البخاري وفي رواية لمسلم قال الله عز وجل إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعمل فإذا عملها فأنا أكتبها بعشر أمثالها وإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما لم يعملها فإذا عملها فأنا أكتبها له بمثلها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الملائكة رب ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به قال أرقبوه فإن عملها فاكتبوها له بمثلها وإن تركها فاكتبوها له حسنة إنما تركها من جراي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف وكل سيئة يعملها تكتب بمثلها حتى يلقى الله وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف قال الله عز وجل إلا الصيام فإنه لي وأنا أجذي به يدع شهوته وطعامه وشرابه من أجلي وفي رواية بعد قوله إلى سبعمائة ضعف إلى ما يشاء الله وفي صحيح مسلم عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله من عمل حسنة فله عشر أمثالها أو أزيد ومن عمل سيئة فجزاؤها مثلها أو أغفر وفيه أيضا عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له عشرة ومن هم بسيئة فلم يعملها لم يكتب عليه شيء فإن عملها كتبت عليه سيئة واحدة وفي المسند عن خريم بن فاتك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من هم بحسنة فلم يعملها فعلم الله أنه قد أشعرها قلبه وحرص عليها كتبت له حسنة ومن هم بسيئة لم تكتب عليه ومن عملها كتبت له واحدة ولم تضاعف عليه ومن عمل حسنة كانت له بعشر أمثالها ومن أنفق نفقة في سبيل الله كانت له بسبعمائة ضعف وفي المعنى أحاديث أخر متعددة فتضمنت هذه النصوص كتابة الحسنات والسيئات والهم بالحسنة والسيئة فهذه أربعة أنواع النوع الأول عمل الحسنات فتضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة فمضاعفة الحسنة بعشر أمثالها لازم لكل الحسنات وقد دل عليه قوله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأما زيادة المضاعفة على العشر لمن شاء الله أن يضاعف له فدل عليه قوله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابلة في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم فدلت هذه الآية على أن النفقة في سبيل الله تضاعف بسبعمائة ضعف وفي صحيح مسلم عن أبي مسعود قال جاء رجل بناقة مخطومة فقال يا رسول الله هذه في سبيل الله فقال لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة وفي المسند بإسناد فيه نظر عن أبي عبيدة بن الجراح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أنفق نفقة فاضلة في سبيل الله فبسبعمائة ومن أنفق على نفسه وأهله أو عاد مريضا أو ماز أذى فالحسنة بعشر أمثالها وخرج أبو داود من حديث سهل بن معاذ عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصلاة والصيام والذكر يضاعف على النفقة في سبيل الله بسبعمائة ضعف وروى ابن أبي حاتم بإسناده عن الحسن عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أرسل نفقة في سبيل الله وأقام في بيته فله بكل درهم سبعمائة درهم ومن غزى بنفسه في سبيل الله فله بكل درهم سبعمائة ألف درهم ثم تلا هذه الآية والله يضاعف لمن يشاء وأخرج ابن حبان في صحيحه من حديث عيسى بن المسيب عن نافع عن ابن عمر قال لما نزلت هذه الآية مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب زد أمتي فأنزل الله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة فقال رب زد أمتي فأنزل الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وخرج الإمام أحمد من حديث علي بن زيد بن جدعان عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ليضاعف الحسنة ألفي ألف حسنة ثم تلا أبو هريرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما وقال إذا قال الله أجرا عظيما فمن يقدر قدره وروي عن أبي هريرة موقوفا وخرج ترميذي من حديث بن عمر مرفوعة من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير كتب الله له ألف ألف حسنة ومحى عنه ألف ألف سيئة ورفع له ألف ألف درجة ومن حديث تميم الداري مرفوعة من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد عشر مرات كتب الله له أربعين ألف ألف حسنة وفي كل الإسنادين ضعف وخرج التبراني بإسناد ضعيف عن ابن عمر مرفوعا من قال سبحان الله كتب الله له مئة ألف حسنة وأربعة وعشرين ألف حسنة وقوله في حديث أبي هريرة إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به يدل على أن الصيام لا يعلم قدر مضاعفة ثوابه إلا الله عز وجل لأنه أفضل أنواع الصبر وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وقد روي هذا المعنى عن طائفة من السلف منهم كعب وغيره وقد ذكرنا فيما سبق في شرح حديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه أن مضاعفة الحسنات زيادة على العشر تكون بحسب حسن الإسلام كما جاء ذلك مصرحا به في حديث أبي هريرة وغيره وتكون بحسب كمال الإخلاص وبحسب فضل ذلك العمل في نفسه وبحسب الحاجة إليه وذكرنا من حديث بن عمر أن قوله من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها نزلت في الأعراب وأن قوله وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما نزلت في المهاجرين النوع الثاني عمل السيئات فتكتب السيئة بمثلها من غير مضاعفة كما قال تعالى ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون وقوله كتبت له سيئة واحدة إشارة إلى أنها غير مضاعفة ما صرح به في حديث آخر لكن السيئة تعظم أحيانا بشرف الزمان أو المكان كما قال تعالى إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية فلا تظلموا فيهن أنفسكم في كلهن ثم اختص من ذلك أربعة أشهر فَجَعَلَهُنَّ حُرُمَا وَعَظَّمَ حُرُمَاتِهِنَّ وَجَعَلَ الزَّنْبَ فِيهِنَّ أَعْظَمَ والعمل الصالح والأجر أعظم وقال قتادة في هذه الآية اعلموا أن الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزرا فيما سوى ذلك وإن كان الظلم في كل حال غير طائل ولكن الله تعالى يعظم من أمره ما يشاء تعالى ربنا وقد روي في حديثين مرفوعين أن السيئات تضاعف في رمضان ولكن إسنادهما لا يصح وقال الله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج قال ابن عمر الفسوق ما أصيب من معاص الله صيدا كان أو غيره وعنه قال الفسوق إتيان معاص الله في الحرم وقال تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نزقه من عذاب أليم وكان جماعة من الصحابة يتقون سكن الحرم خشية ارتكاب الذنوب فيه منهم ابن عباس وعبد الله بن عمر بن العاص وكذلك كان عمر بن عبد العزيز يفعل وكان عبد الله بن عمر بن العاص يقول الخطيئة فيه أعظم وروي عن عمر بن الخطاب قال لأن أخطئ سبعين خطيئة يعني بغير مكة أحب إلي من أن أخطئ خطيئة واحدة بمكة وعن مجاهد قال تضاعف السيئات بمكة كما تضاعف الحسنات وقال ابن جريج بلغني أن الخطيئة بمكة بمئة خطيئة والحسنة على نحو ذلك وقال إسحاق بن منصور قلت لأحمد في شيء من الحديث أن السيئة تكتب بأكثر من واحدة قال لا ما سمعنا إلا بمكة لتعظيم البلد ولو أن رجلا بعدن أبينا هم وقال إسحاق بن راهويه كما قال أحمد وقوله ولو أن رجلا بعدن أبينا هم هو من قول ابن مسعود وسنذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى وقد تضاعف السيئات بشرف فاعلها وقوة معرفته بالله وقربه منه فإن من عصى السلطان على بساطه أعظم جرما ممن عصاه على بعد ولهذا توعد الله خاصة عباده على المعصية بمضاعفة الجزاء وإن كان قد عصمهم منها ليبين لهم فضله عليهم بعصمتهم من ذلك كما قال تعالى ولولا أن ثبتناك لقد كت تركن إليهم شيئا قليلا إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات وقال تعالى يا نساء النبي من يأت من كن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنط من كن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وكان علي بن حسين يتأول في آل النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم مثل ذلك لقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم النوع الثالث الهم بالحسنات فتكتب حسنة كاملة وإن لم يعملها كما في حديث ابن عباس وغيره وفي حديث أبي هريرة الذي خرجه مسلم كما تقدم إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة والظاهر أن المراد بالتحدث حديث النفس وهو الهم وفي حديث خريم بن فاتك من هم بحسنة فلم يعملها فعلم الله أنه قد أشعرها قلبه وحرص عليها كتبت له حسنة وهذا يدل على أن المراد بالهم هنا هو العزم المصمم الذي يوجد معه الحرص على العمل لا مجرد الخطرة التي تخطر ثم تنفسخ من غير عزم ولا تصميم قال أبو الدرداء من أتى فراشه وهو ينوي أن يصلي من الليل فغلبته عيناه حتى يصبح كتب له ما نوى وروي عنه مرفوعا وخرجه ابن ماجا مرفوعا قال الدار القطني المحفوظ الموقوف وروي معناه من حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي عن سعيد بن المسيب قال من هم بصلاة أو صيام أو حج أو عمرة أو غزو فحيل بينه وبين ذلك بل لغظ الله تعالى ما نوى وقال أبو عمران الجوني ينادى الملك أكتب لفلان كذا وكذا فيقول يا ربي إنه لم يعمله فيقول إنه نواه قال زيد بن أسلم كان رجل يطوف على العلماء يقول من يدلني على عمل لا أزال منه لله عاملا فإني لا أحب أن تأتي علي ساعة من الليل والنهار إلا وأنا عامل لله تعالى فقيل له قد وجدت حاجتك فاعمل الخير ما استطعت فإذا فترت أو تركته فهم بعمله فإن الهام بعمل الخير كفاعله ومتى اقترن بالنية قول أو سعي تأكد الجزاء والتحق صاحبه بالعامل كما روى أبو كبشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الدنيا لأربعة نفر عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل به رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته فأجره ما سواء وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما يخبط في ماله بغير علم لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فوزره ما سواء خرجه الإمام أحمد والترمذي وهذا لفظه وابن ماجة وقد حمل قوله فهما في الأجر سواء على استوائهما في أصل أجر العمل دون مضاعفته فالمضاعفة يختص بها من عمل العمل دون من نواه فلم يعمله فإنهما لو استويا من كل وجه لكتب لمن هم بحسنة ولم يعملها عشر حسنات وهو خلاف النصوص كلها ويدل على ذلك قوله تعالى فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنا وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه قال جميعه قال ابن عباس وغيره القاعدون المفضل عليهم المجاهدون درجة هم القاعدون من أهل الأعذار والقاعدون المفضل عليهم المجاهدون درجات هم القاعدون من غير أهل الأعذار النوع الرابع ألهم بالسيئات من غير عمل لها ففي حديث ابن عباس أنها تكتب له حسنة كاملة وكذلك في حديث أبي هريرة وأنس وغيرهما أنها تكتب حسنة وفي حديث أبي هريرة قال إنما تركها من جرائ يعني من أجلي وهذا يدل على أن المراد من قدر على ما هم به من المعصية فتركه لله تعالى وهذا لا ريب في أنه يكتب له بذلك حسنة لأن تركه للمعصية بهذا القصد عمل صالح فأما إن هم بمعصية ثم ترك عملها خوفا من المخلوقين أو مراءاتا لهم فقد قيل إنه يعاقب على تركها بهذه النية لأن تقديم خوف المخلوقين على خوف الله محرم وكذلك قصد الرياء للمخلوقين محرم فإذا اخترنا به ترك المعصية لأجله عوقب على هذا الترك وقد خرج أبو نعيم بإسناد ضعيف عن ابن عباس قال يا صاحب الذنب لا تأمن النسوء عاقبته ولما يتبع الذنب أعظم من الذنب إذا عملته وذكر كلاما وقال وخوفك من الريح إذا حركت ستر بابك وأنت على الذنب ولا يضطرب فؤادك من نظر الله إليك أعظم من الذنب إذا عملته وقال الفضيل بن عياض كانوا يقولون ترك العمل للناس رياء والعمل لهم شرك وأما إن سعى في حصولها بما أمكنه ثم حال بينه وبين القدر فقد ذكر جماعة أنه يعاقب عليها حينئذ لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تكلم به أو تعمل ومن سعى في حصول المعصية جهده ثم عجز عنها فقد عمل وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه وقوله ما لم تكلم به أو تعمل يدل على أن الهام بالمعصية إذا تكلم بما هم به بلسانه أنه يعاقب على الهم حينئذ لأنه قد عمل بجواريخه معصية وهو التكلم باللسان ويدل على ذلك حديث الذي قال لو أن لي مالا لعملت فيه ما عمل فلان يعني الذي يعطي الله في ماله قال فهما في الوزر سواء ومن المتأخرين من قال لا يعاقب على التكلم بما هم به ما لم تكن المعصية التي هم بها قولا محرمة كالقذف والغيبة والكذب فأما ما كان متعلقهها العمل بالجوارح فلا يأثم بمجرد التكلم ما هم به وهذا قد يستدل به على حديث أبي هريرة المتقدم وإذا تحدث عبدي بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما لم يعملها ولكن المراد بالحديث هنا حديث النفس جمعا بينه وبين قوله ما لم تكلم به أو تعمل وحديث أبي كبشة يدل على ذلك صريحا فإن قول القائل بلسانه لو أن لي مالا لعملت فيه بالمعاصي كما عمل فلان ليس هو العمل بالمعصية التي هم بها وإنما أخبر عما هم به فقط مما متعلقه إنفاق المال في المعاصي وليس له مال بالكلية وأيضا فالكلام بذلك محرم فكيف يكون معفوا عنه غير معاقب عليه وأما إذا انفسخت نيته وفترت عزيمته من غير سبب منه فهل يعاقب على ما هم به من المعصية أم لا هذا على قسمين أحدهما أن يكون الهم بالمعصية خاطرا خطر ولم يساكنه صاحبه ولم يعقد قلبه عليه بل كرهه ونفر منه فهذا معفو عنه وهو كالوساوس الرديئة التي سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال ذاك صريح الإيمان ولما نزل قوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء شق ذلك على المسلمين وظنوا دخول هذه الخواطر فيه فنزلت الآية التي بعدها وفيها قوله ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به فبينت أن ما لا طاقة لهم به فهو غير مؤاخذ به ولا مكلف به وقد سمى ابن عباس وغيره ذلك نسخا ومرادهم أن هذه الآية أزالت الإيهام الواقع في النفوس من الآية الأولى وبينت أن المراد بالآية الأولى العزائم المصمم عليها ومثل هذا كان السلف يسمونه نسخا القسم الثاني العزائم المصممة التي تقع في النفوس وتدوم ويساكنها صاحبها فهذا أيضا نوعان أحدهما ما كان عملا مستقلا بنفسه من أعمال القلوب كالشك في الوحدانية أو النبوة أو البعث أو غير ذلك من الكفر والنفاق أو اعتقاد تكديب ذلك فهذا كله يعاقب عليه العبد ويصير بذلك كافرا ومنافقا وقد روي عن ابن عباس أنه حمل قوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله على مثل هذا واروي عنه حملها على كتمان الشهادة لقوله تعالى ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ويلحق بهذا القسم سائر المعاصي المتعلقة بالقلوب كمحبة ما يبغضه الله وبغض ما يحبه الله والكبر والعجب والحسد وسوء الظن بالمسلم من غير موجب مع أنه قد روي عن سفيان أنه قال في سوء الظن إذا لم يترتب عليه قول أو فعل فهو معفو عنه وكذلك روي عن الحسن أنه قال في الحسد ولعل هذا محمول من قولهما على ما يجد الإنسان ولا يمكنه دفعه فهو يكرهه ويدفعه عن نفسه فلا يندفع إلا على ما يساكنه ويستروح إليه ويعيد حديث نفسه به ويبديه والنوع الثاني ما لم يكن من أعمال القلوب بل كان من أعمال الجوارح كالزنا والسرقة وشرب الخمر والقتل والقذف ونحو ذلك إذا أصر العبد على إرادة ذلك والعزم عليه ولم يظهر له أثر في الخارج أصلا فهذا في المؤاخذة به قولان مشهوران للعلماء أحدهما يؤاخذ به قال ابن المبارك سألت سفيان الثوري أي أخذ العبد بالهمة فقال إذا كانت عزما أوخذ ورجح هذا القول كثير من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين من أصحابنا وغيرهم واستدلوا له بنحو قوله عز وجل واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه وقوله ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم وبنحو قول النبي صلى الله عليه وسلم الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس وحملوا قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تكلم به أو تعمل على الخطرات وقالوا ما ساكنه العبد وعقد قلبه عليه فهو من كسبه وعمله فلا يكون معفوا عنه ومن هؤلاء من قال إنه يعاقب عليه في الدنيا بالهموم والغموم روي ذلك عن عائشة مرفوعا وموقوفا وفي صحته نظر وقيل بل يحاسب العبد به يوم القيامة فيقفه الله عليه ثم يعفو عنه ولا يعاقبه به فتكون عقوبته المحاسبة وهذا مروي عن ابن عباس والربيع ابن أنس وهو اختيار ابن جرير واحتج له بحديث ابن عمر في النجوة وذاك ليس فيه عموم وعيضا فإنه وارد في الذنوب المستورة في الدنيا لا في وساوس الصدور هو القول الثاني لا يؤاخذ بمجرد النية مطلقا ونسب ذلك إلى نص الشافعي وهو قول ابن حامد من أصحابنا عملا بالعمومات وروا العوفي عن ابن عباس ما يدل على مثل هذا القول وفيه قول ثالث أنه لا يؤاخذ بالهم بالمعصية إلا بأن يهم بارتكابها في الحرم كما روى السدي عن مرة عن عبد الله بن مسعود قال ما من عبد يهم بخطيئة فلم يعملها فتكتب عليه ولو هم بقتل إنسان عند البيت وهو بعدن أبيا أذاقه الله من عذاب أليم وقرأ عبد الله ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم خرجه الإمام أحمد وغيره وقد رواه عن السدي شعبة وسفيان فرفعه شعبة ووقفه سفيان والقول قول سفيان في وقفه وقال الضحاك إن الرجل ليهم بالخطيئة بمكة وهو بأرض أخرى فتكتب عليه ولم يعملها وقد تقدم عن أحمد وإسحاق ما يدل على مثل هذا القول وكذا حكاه القاضي أبو يعلى عن أحمد وروا أحمد في رواية المروذي حديث ابن مسعود هذا ثم قال أحمد يقول من يرد فيه بإلحاد بظلم قال أحمد لو أن رجلا بعدن أبي نهم بقتل رجل في الحرم هذا قول الله سبحانه تذقه من عذاب أليم هكذا قال ابن مسعود رحمه الله وقد رد بعضهم هذا إلى ما تقدم من المعاصي التي متعلقها القلب وقال الحرم يجب احترامه وتعظيمه بالقلوب فالعقوبة على ترك هذا الواجب وهذا لا يصح فإن حرمة الحرم ليست بأعظم من حرمة محرمه سبحانه والعزم على معصية الله عزم على انتهاك محارمه ولكن لو عزم على ذلك قصدا لانتهاك حرمة الحرم واستخفافا بحرمته فهذا كما لو عزم على فعل معصية لقصد الاستخفاف بحرمة الخالق عز وجل فيكفر بذلك وإنما ينتفي الكفر عنه إذا كان همه بالمعصية لمجرد نيل شهوته وغرض نفسه مع ذهوله عن قصد مخالفة الله والاستخفاف بحرمة نيل شهوته بهيبته وبنظره ومتى اخترن العمل بالهم فإنه يعاقب عليه سواء أكان الفعل متأخرا أو متقدما فمن فعل محرما مرة ثم عزم على فعله متى قدر عليه فهو مصر على المعصية ومعاقب على هذه النية وإن لم يعد إلى عمله إلا بعد سنين عديدة وبذلك فسر ابن المبارك وغيره الإصرار على المعصية وبكل حال فالمعصية إنما تكتب بمثلها من غير مضاعفة فتكون العقوبة على المعصية ولا ينضم إليها الهم بها إذ لو ضم إلى المعصية الهم بها لعوقب على عمل المعصية عقوبتين ولا يقال فهذا يلزم مثله في عمل الحسنة فإنه إذا عملها بعد الهم بها أثيب على الحسنة دون الهم بها لأن نقول هذا ممنوع فإن من عمل حسنة كتبت له عشر أمثالها فيجوز أن يكون بعض هذه الأمثال جزاء للهم بالحسنة والله أعلم وقوله في حديث ابن عباس في رواية مسلم أو محاها الله يعني أن عمل السيئة إما أن تكتب لعاملها سيئة واحدة أو يمحوها الله بما شاء من الأسباب كالتوبة والاستغفار وعمل الحسنات وقد سبق الكلام على ما تمحى به السيئات في شرح حديث أبي ذر اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وقوله بعد ذلك ولا يهلك على الله إلا هالك يعني بعد هذا الفضل العظيم من الله والرحمة الواسعة منه بمضاعفة الحسنات والتجاوز عن السيئات لا يهلك على الله إلا من هلك وألقى بيديه إلى التهلك وتجرأ على السيئات ورغب عن الحسنات وأعرض عنها ولهذا قال ابن مسعود ويل لمن غلب وحدانه وعشراته وروى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس مرفوعا هلك من غلب واحده عشرا وخرج الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي من حديث عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلتاني لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة وهما يسير ومن يعمل بهما قليل تسبح الله في دبر كل صلاة عشرة وتحمده عشرة وتكبره عشرة قال فتلك خمسون ومئة باللسان وألف وخمسمائة في الميزان وإذا أخذت مطجعك تسبحه وتكبره وتحمده مئة فتلك مئة باللسان وألف في الميزان فأيكم يعمل في اليوم والليلة الفين وخمسمائة سيئة وفي المسند عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدع أحد منكم أن يعمل لله ألف حسنة حين يصبح يقول سبحان الله وبحمده مئة مرة فإنها ألف حسنة فإنه لن يعمل إن شاء الله تعالى مثل ذلك في يومه من الذنوب ويكون ما عمل من خير سوى ذلك وافرا ترجمة نانسي قنقر 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 هذا الحديث تفرد بإخراجه البخاري من دون بقية أصحاب الكتب خرجه عن محمد بن عثمان بن كرامة حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان بن بلال حدثني شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن عطاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بطوله وزاد في آخره وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته وهو من غرائب الصحيح تفرد به ابن كرامة عن خالد وليس هو في مسند أحمد مع أن خالد بن مخلد القطواني تكلم فيه أحمد وغيره وقالوا له مناكير وعطاء الذي في إسناده قيل إنه ابن أبي رباح وقيل إنه ابن يسار وإنه وقع في بعض نسخ الصحيح منسوبا كذلك وقد روي هذا الحديث من وجوه أخر لا تخلو كلها عن مقال فرواه عبد الواحد بن ميمون أبو حمزة مولى عروة بن زبير عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال من آذى لي وليا فقد استحل محاربتي وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء فرائضي وإن عبدي لي تقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت عينه التي يبصر بها ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وفؤاده الذي يعقل به ولسانه الذي يتكلم به إن دعاني أجبته وإن سألني أعطيته وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن موته وذلك أنه يكره الموت وأنا أكره مساءته خرجه ابن أبي الدنيا وغيره وخرجه الإمام أحمد بمعنى وذكر ابن عادي أنه تفرد به عبد الواحد هذا عن عروة وعبد الواحد هذا قال فيه البخاري منكر الحديث ولكن خرجه الطبراني حدثنا هارون بن كامل حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا إبراهيم بن سويد المدني حدثني أبو خزرة يعقوب بن مجاهد أخبرني أروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره وهذا إسناده جيد ورجاله كلهم ثقات مخرج لهم في الصحيح سوى شيخ الطبراني فإنه لا يحضرني الآن معرفة حاله ولعل الراوي قال حدثنا أبو حمزة يعني عبد الواحد بن ميمون فخيل السامع أنه قال أبو حزرة ثم سماه من عنده بناء على وهمه والله أعلم وخرج الطبراني وغيره من رواية عثمان ابن أبي العاتكة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل من أهان لي وليا فقد بارزني بالمحاربة ابن آدم إنك لن تدرك ما عندي إلا بأداء ما افترطت عليك ولا يزال عبدي يتحبب إلي بالنوافل حتى أحبه فأكون قلبه الذي يعقل به ولسانه الذي ينضق به وبصره الذي يبصر به فإذا دعاني أجبته وإذا سألني أعطيته وإذا استنصرني نصرته وأحب عبادة عبدي إلي النصيحة عثمان وعلي بن يزيد ضعيفان قال أبو حاتم الرازي في هذا الحديث هو منكر جدا وقد روي من حديث علي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد ضعيف خرجه الإسماعيلي في مسند علي وروي من حديث ابن عباس بإسناد ضعيف خرجه الطبراني وفيه زيادة في لفظه ورويناه من وجه آخر عن ابن عباس وهو ضعيف أيضا وخرجه الطبراني وغيره من حديث الحسن بن يحيى الخشني عن صدقة بن عبد الله الدمشقي عن هشام الكناني عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن ربه تعالى قال من أهان لي وليا فقد بارزني بالمحاربة وما ترددت عن شيء أنا فاعله ما ترددت في قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه وإن من عباد المؤمنين من يريد بابا من العبادة فأكفه عنه لا يدخله عجب فيفسده ذلك وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما اصتردت عليه ولا يزال عبدي يتنفل إلي حتى أحبه ومن أحببته كنت له سمعا وبصرا ويدا ومؤيدا دعاني فأجبته وسألني فأعطيته ونصح لي فنصحت له وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الغنى ولو أفقرته لأفسده ذلك وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الفقر وإن بسط له أفسده ذلك وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الصحة ولو أسقمته لأفسده ذلك وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا السقم ولو أصححته لأفسده ذلك إني أدبر عبادي بعلمي لما في قلوبهم إني عليم خبير والخشني وصدقة ضعيفان وهشام لا يعرف وسئل ابن معين عن هشام هذا من هو قال لا أحد يعني أنه لا يعتبر به وقد خرج البزار بعض الحديث من طريق صدقة عن عبد الكريم الجزري عن أنس وخرج الطبراني من حديث الأوزاعي عن عبدة بن أبي لبابة حدثني زر بن حبيش سنعت حذيفة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى أوحى إلي يا أخ المرسلين ويا أخ المنذرين أنذر قومك أن لا يدخل بيتا من بيوتي ولأحد عندهم مظلمة فإني ألعنه ما دام قائما بين يدي يصلي حتى يرد تلك الظلامة إلى أهلها فأكون سمعه الذي يسمع به وأكون بصره الذي يبسر به ويكون من أوليائي وأصفيائي ويكون جاري مع النبيين والصديقين والشهداء في الجنة وهذا إسناب جيد وهو غريب جدا ولنرجع إلى شرف حديث أبي هريرة الذي خرجه البخاري وقد قيل إنه أشرف حديث روي في ذكر الأولياء قوله عز وجل من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب يعني فقد أعلمته بأني محارب له حيث كان محاربا لي بمعادات أوليائي ولهذا جاء في حديث عائشة فقد استحل محاربتي وفي حديث أبي أمامة وغيره فقد بارزني بالمحاربة وخرج ابن ماجة بإسناد ضعيف عن معاذ بن جبل سنع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن يسير الرياء شرك وإن من عاد لله وليا فقد بارز الله بالمحاربة وإن الله تعالى يحب الأبرار الأتقياء الأخفياء الذين إذا غابوا لم يفتقدوا وإن حضروا لم يدعوا ولم يعرفوا قلوبهم مصابيح الهدى يخرجون من كل غبراء مظلمة فأولياء الله تجب موالاتهم وتحرم معاداتهم كما أن أعداءه تجب معاداتهم وتحرم موالاتهم قال تعالى لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء وقال إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويأتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون ووصف أحباءه الذين يحبهم ويحبونه لأنهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين وروى الإمام أحمد في كتاب الزهد بإسناده عن وثب بن منبه قال إن الله تعالى قال لموسى عليه السلام حين كلمه اعلم أن من أهان لي وليا أو أخافه فقد بارزني بالمحاربة وبادأني وعرض نفسه ودعاني إليها وأنا أسرع بشيء إلى نصرة أوليائي أفيظن الذي يحاربني أن يقوم لي أو يظن الذي يعازني أن يعجزني أم يظن الذي يبارزني أن يسبقني أو يفوتني وكيف وأنا السائر لهم في الدنيا والآخرة فلا أكل نصرتهم إلى غيري وعلم أن جميع المعاصي محاربة لله عز وجل قال الحسن ابن آدم هل لك بمحاربة الله من طاقة فإن من عصى الله فقد حاربه لكن كلما كان الذنب أقبح كان أشد محاربة لله ولهذا سمى الله تعالى أكلت الربا وقطاع الطيق محاربين لله تعالى ورسوله لعظيم ظلمهم لعباده وسعيهم بالفساد في بلاده وكذلك معادات أوليائه فإنه تعالى يتولى نصرة أوليائه ويحبهم ويؤيدهم فمن عاداهم فقد عاد الله وحاربه وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا فمن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله يوشك أن يأخذه خرجه الترمذي وغيره وقوله وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه لما ذكر أن معادلة أوليائه محاربة له ذكر بعد ذلك وصف أوليائه الذين تحرم معاداتهم وتجب موالاتهم فذكر ما يتقرب به إليه وأصل الولاية القرب وأصل العداوة البعد فأولياء الله هم الذين يتقربون إليه بما يقربهم منه وأعداؤه الذين أبعدهم عنه بأعمالهم المقتضية لطردهم وإبعادهم منه فقسم أوليائه المقربين إلى قسمين أحدهما من تقرب إليه بأداء الفرائض ويشمل ذلك فعل الواجبات وترك المحرمات لأن ذلك كله من فرائض الله التي افترضها على عباده والثاني من تقرب إليه بعد الفرائض بالنوافل فظهر بذلك أنه لا طريق يوصل إلى التقرب إلى الله تعالى وولايته ومحبته سوى طاعته التي شرعها على لسان رسوله فمن ادعى ولاية الله والتقرب إليه ومحبته بغير هذه الطريق تبين أنه كاذب في دعواه كما كان المشركون يتقربون إلى الله تعالى بعبادة من يعبدونه من دونه كما حكى الله عنهم أنهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا وكما حكى عن اليهود والنصارى أنهم قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه مع إصرارهم على تكذيب رسله وارتكاب نواهيه وترك فرائضه فلذلك ذكر في هذا الحديث أن أولياء الله على درجتين أحدهما المتقربون إليه بأداء الفرائض وهذه درجة المقتصدين أصحاب اليمين وأداء الفرائض أفضل الأعمال كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أفضل الأعمال أداء ما افترض الله والورع عما حرم الله وصدق النية فيما عند الله عز وجل وقال عمر بن عبد العزيز في خطبته أفضل العبادة أداء الفرائض واجتناب المحارم وذلك لأن الله عز وجل إنما افترض على عباده هذه الفرائض ليقربهم منه ويوجب لهم رضوانه ورحمته وأعظم فرائض البدن التي تقرب إليه الصلاة كما قال تعالى واسجد واقترب وقال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وقال إذا كان أحدكم يصلي فإنما يناجي ربه أو ربه بينه وبين القبلة وقال إن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت ومن الفرائض المقربة إلى الله تعالى عدل الراعي في رعيته سواء كانت رعيته عامة كالحاكم أو خاصة كعدل أحد الناس في أهله وولده كما قال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المقصطين عند الله على منابر من نور على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا وفي الترمذي عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحب العباد إلى الله يوم القيامة وأدناهم إليه مجلسا إمام عادل الدرجة الثانية درجة السابقين المقربين وهم الذين تقربوا إلى الله بعد الفرائض بالاجتهاد في نوافل الطاعات والانكفاف عن دقائق المكرهات بالورع وذلك يوجب للعبد محبة الله كما قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فمن أحبه الله رزقه محبته وطاعته والاشتغال بذكره وخدمته فأوجب له ذلك القرب منه والزلفة لديه والحظوة عنده كما قال الله تعالى من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم ففي هذه الآية إشارة إلى أن من أعرض عن حبنا وتولى عن قربنا لم نبالي واستبدلنا به من هو أولى بهذه المنحة من هو أحق فمن أعرض عن الله فما له من الله بدل ولله منه أبدال ما لي شغل سواه ما لي شغل ما يصرف عن هواه قلبي عدل ما أصنع إن جفى وخاب الأمل مني بدل ومنه ما لي بدل وفي بعض الآثار يقول الله عز وجل ابن آدم اطلبني تجدني فإن وجدتني وجدت كل شيء وإن فتك فاتك كل شيء وأنا أحب إليك من كل شيء كان ذنون يردد هذه الأبيات بالليل كثيرا اطلبوا لأنفسكم مثل ما وجدت أنا قد وجدت لي سكنا ليس في هواه عنا إن بعدت قربني أو قربت من هدنا من فاته الله فلو حصلت له الجنة بحذافيرها لكان مغبونا فكيف إذا لم يحصل له إلا نزر يسير حقير من دار كلها لا تعدل جناح بعوضة من فاته أن يراك يوما فكل أوقاته فوات وحيثما كنت من بلاد فلي إلى وجهك التفات ثم ذكر أوصاف الذين يحبهم الله ويحبونه فقال أذلة على المؤمنين يعني أنهم يعاملون المؤمنين بالذلة واللين وخفض الجناح أعزة على الكافرين يعني أنهم يعاملون الكافرين بالعزة والشدة عليهم والإغلاظ لهم فلما أحبوا الله أحبوا أولياءه الذين يحبونه فعاملوهم بالمحبة والرأفة والرحمة وأبغضوا أعداءه الذين يعادونه فعاملوهم بالشدة والغلظة كما قال تعالى أشداء على الكفار رحماء بينهم يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلائم فإن من تمام المحبة مجاهدة أعداء المحبوب وأيضا فالجهاد في سبيل الله دعاء للمعرضين عن الله إلى الرجوع إليه بالسيف والسنان بعد دعائهم إليه بالحجة والبرهان فالمحب لله يحب اجتلاب الخلق كلهم إلى بابه فمن لم يجب الدعوة باللين والرفق احتاج إلى الدعوة بالشدة والعنف عجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَ تَلَائِمْ لَهَمَّ لِلْمُحِبِّ غَيْرُ مَا يُرْضِي حَبِيبَهِ رضي من رضي وصخط من صخط من خاف الملامة في هوى من يحبه فليس بصادخ في المحبة وقف الهوى بي حيث أنت فليس لي متأخر عنه ولا متقدم أجد الملامة في هواك لذيذة حبا لذكرك فليلمن اللوم قوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء يعني درجة الذين يحبهم ويحبونه بأوصافهم المذكورة والله واسع عليم واسع العطاء عليم بمن يستحق الفضل فيمنحه ومن لا يستحقه فيمنعه ويروى أن داود عليه السلام كان يقول اللهم اجعلني من أحبابك فإنك إذا أحببت عبدا غفرت ذنبه وإن كان عظيما وقبلت عمله وإن كان يسيرا وكان داود عليه السلام يقول في دعائه اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب أحب العمل الذي يبلغني حبك اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد وقال النبي صلى الله عليه وسلم أتاني ربي عز وجل يعني في المنام فقال لي يا محمد قل اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقني حبك وحب من ينفعني حبه عندك اللهم ما رزقتني مما أحبه فاجعله قوة لي فيما تحب اللهم ما زويت عني مما أحبه فاجعله فراغا لي فيما تحب وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي وخشيتك أخوف الأشياء عندي واقطع عني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقرر عيني من عبادتك فأهل هذه الدرجة من المقربين ليس لهم هم إلا فيما يقربهم ممن يحبهم ويحبونه قال بعض السلف العمل على المخافة قد يغيره الرجاء والعمل على المحبة لا يدخله الفتور ومن كلام بعضهم إذا سئم البطالون من بطالتهم فلن يسأم محبوك من مناجاتك وذكرك قال فرقد السبخي قرأت في بعض الكتب من أحب الله لم يكن عنده شيء آثر من هواه ومن أحب الدنيا لم يكن عنده شيء آثر من هوا نفسه والمحب لله تعالى أمير مؤمر على الأمراء زمرته أول الزمر يوم القيامة ومجلسه أقرب المجالس فيما هنالك والمحبة منتهى القربة والاجتهاد ولن يسأم المحبون من طول اجتهادهم لله عز وجل يحبونه ويحبون ذكره ويحببونه إلى خلقه يمشون بين عباده بالنصائح ويخافون عليهم من أعمالهم يوم تبدو الفضائح أولئك أولياء الله وأحباؤه وأهل صفوته أولئك الذين لا راحة لهم دون لقائه وقال فتح الموصري المحب لا يجد مع حب الله عز وجل للدنيا لذة ولا يغفل عن ذكر الله طرفة عين وقال محمد بن النظر الحارفي ما يكاد يمل القربة إلى الله تعالى محب لله عز وجل وما يكاد يسأم من ذلك وقال بعضهم المحب لله طائر القلب كثير الزكر متسبب إلى رضوانه بكل سبيل محب سوى إرادة حبه إن المحب بكل بر يضرع ومن أعظم ما يتقرب به إلى الله تعالى من النوافل كثرة تلاوة القرآن وسماعه بتفكر وتدبر وتفهم قال خباب بن الأرد لرجل تقرب إلى الله ما استطعت وعلم أنك لن تتقرب إليه بشيء هو أحب إليه من كلامه وفي الترمذي عن أبي أمامة مرفوعا ما تقرب العباد إلى الله بمثل ما خرج منه يعني القرآن لا شيء عند المحبين أحلى من كلام محبوبهم فهو لذة قلوبهم وغاية مطلوبهم قال عثمان لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم وقال ابن مسعود من أحب القرآن فهو يحب الله ورسوله قال بعض العارفين لمريد أتحفظ القرآن قال لا فقال واغوثاه بالله مريد لا يحفظ القرآن فبما يتنعم فبما يترنم فبما يناجي ربه عز وجل كان بعضهم يكثر تلاوة القرآن ثم اشتغل عنه بغيره فرأى في المنام قائلا يقول له إن كنت تزعم حبي فلم جفوت كتابي أما تأملت ما فيه من لطيف عتابي ومن ذلك كثرة ذكر الله الذي يتواطأ عليه القلب واللسان وفي مسند البزار عن معاذ قال قلت يا رسول الله أخبرني بأفضل الأعمال وأقربها إلى الله تعالى قال أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله تعالى وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملاء خير منهم وفي حديث آخر أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه وقال عز وجل فاذكروني أذكركم ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم الذين يرفعون أصواتهم بالتكبير والتهليل وهم معه في سفر قال لهم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم وفي رواية وهو أقرب إليكم من أعناق رواحلكم ومن ذلك محبة أولياء الله وأحبائه فيه ومعادات أعدائه فيه وفي سنن أبي داود عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء بمكانهم من الله عز وجل قالوا يا رسول الله من هم؟ قال هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها فوالله إن وجوههم لنور وإنهم لعلى نور لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون ولا يحزنون إذا حزن الناس ثم تلا هذه الآية ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ويروى نحوه من حديث أبي مالك الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديثه يغبطهم النبيون بقربهم ومقعدهم من الله عز وجل وفي المسند عن عمر بن الجموح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجد العبد صريح الإيمان حتى يحب لله ويبغض لله فإذا أحب لله وأبغض لله فقد استحق الولاية من الله إن أوليائي من عبادي وأحبائي من خلقي الذين يذكرون بذكري وأذكروا بذكرهم وسئل المرتعش بما تنال المحبة قال بموالاة أولياء الله ومعاداة أعدائه وأصله الموافقة وفي الزهد للإمام أحمد عن عطاء بن يسار قال قال موسى عليه السلام يا رب من هم أهلك الذين تظلهم في ظل عرشك قال يا موسى هم البريئة أيديهم الطاهرة قلوبهم الذين يتحابون بجلالي الذين إذا ذكرتوا ذكروا بي وإذا ذكروا ذكرتوا بذكرهم الذين يسبغون الوضوء في المكاره وينيبون إلي ذكري كما تنيب النسور إلى وكورها ويكلفون بحبي كما يكلف الصبي بالناس ويغضبون لمحارمي إذا استحلة كما يغضب النمر إذا حرب قولوه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وفي بعض الروايات وقلبه الذي يعقل به ولسانه الذي ينطق به المراد بهذا الكلام أن من اجتهد بالتقرب إلى الله بالفرائض ثم بالنوافل قربه إليه ورقاه من درجة الإيمان إلى درجة الإحسان فيصير يعبد الله على الحضور والمراقبة كأنه يراه فيمتلئ قلبه بمعرفة الله تعالى ومحبته وعظمته وخوفه ومهابته وإجلاله والأنس به والشوق إليه حتى يصير هذا الذي في قلبه من المعرفة مشاهدا له بعين البصيرة كما قيل ساكن في القلب يعمره لست أنساه فأذكره غاب عن سمعي وعن بصري فسويد القلب تبصره قال الفضيل بن عياض إن الله يقول كذب من ادعى محبتي ونام عني أليس كل محب يحب خلوة حبيبه ها أنا مطلع على أحبابي وقد مثلوني بين أعينهم وخاطبوني على المشاهدة وكلموني بحضور غدا أقر أعينهم في جناني ولا يزال هذا الذي في قلوب المحبين المقربين يقوى حتى تمتلئ قلوبهم به فلا يبقى في قلوبهم غيره ولا تستطيع جوارحهم أن تنبعث إلا بموافقة ما في قلوبهم ومن كان حالوه هذا قيل فيه ما بقي في قلبه إلا الله والمراد معرفته ومحبته وذكره وفي هذا المعنى الأثر الإسرائيلي المشهور يقول الله ما وسعني سمائي ولا أرضي ولكن وسعني قلب عبد المؤمن وقال بعض العارفين احذروه فإنه غيور لا يحب أن يرى في قلب عبده غيره وفي هذا يقول بعضهم ليس للناس موضع في فؤادي زاد فيه هواك حتى امتلى وقال آخر قد صيغ قلبي على مقدار حبهم فما لحب سواهم فيه متسع وإلى هذا المعنى عشار النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته لما قدم المدينة فقال أحب الله من كل قلوبكم كما ذكره ابن إسحاق في سيرته فمتى امتلأ القلب بعظمة الله تعالى محى ذلك من القلب كل ما سواه ولم يبقى للعبد شيء من نفسه وهواه ولا إرادة إلا لما يريده منه مولاه فحينئذ لا ينطق العبد إلا بذكره ولا يتحرك إلا بأمره فإن نطق نطق بالله وإن سمع سمع به وإن نظر نظر به وإن بطش بطش به فهذا هو المراد بقوله كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ومن أشار إلى غير هذا فإنما يشير إلى الإلحاد من الحلول أو الاتحاد والله ورسوله بريئان منه ومن هنا كان بعض السلف كسليمان التيمي يرون أنه لا يحسن أن يعصى الله ووسط امرأة من السلف أولادها فقالت لهم تعودوا حب الله وطاعته فإن المتقين ألف الطاع فاستوحشت جوارعهم من غيرها فإن عرض لهم الملعون بمعصية مرت المعصية بهم محتشمة فهم لها منكرون ومن هذا المعنى قول علي إن كنا لنرى أن شيطان عمر ليهابه أن يأمره بالخطيئة وقد أشرنا فيما سبق إلى أن هذا من أسرار التوحيد الخاصة فإن معنى لا إله إلا الله أنه لا يؤله غيره حبا ورجاء وخوفا وطاعة فإذا تحقق القلب بالتوحيد التام لم يبق فيه محبة لغير ما يحبه الله ولا كراهة لغير ما يكرهه الله ومن كان كذلك لم تنبأت جوارحه إلا بطاعة الله وإنما تنشأ الذنوب من محبة ما يكرهه الله أو كراهة ما يحبه الله وذلك ينشأ من تقديم هوى النفس على محبة الله وخشيته وذلك يقدح في كمال التوحيد الواجب فيقع العبد بسبب ذلك في التفريط في بعض الواجبات أو ارتكاب بعض المحذورات فأما من تحقق قلبه بتوحيد الله فلا يبقى له هم إلا في الله وفيما يرضيه به وقد ورد في الحديث مرفوعا من أصبح وهمه غير الله فليس من الله وخرجه الإمام أحمد من حديث أبي بن كعب موقوفا قال من أصبح وأكبر همه غير الله فليس من الله قال بعض العارفين من أخبرك أن وليه له هم في غيره فلا تصدقه كان داود الطائي نادي بالليل همك عطل علي الهموم وحالف بيني وبين السهاد وشوقي إلى النظر إليك أوثق مني اللذات وحال بيني وبين الشهوات فأنا في سجنك أيها الكريم مطلوب وفي هذا يقول بعضهم قالوا تشاغل عنا واصطفى بدلا منا وذلك فعل الخائن السالي وكيف أشغل قلبي عن محبتكم بغير ذكركم يا كل أشغالي قوله ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيدنه وفي الرواية الأخرى إن دعاني أجبته وإن سألني أعطيته يعني أن هذا المحبوب المقرب له عند الله منزلة خاصة تقتضي أنه إذا سأل الله شيئا أعطاه إياه وإن استعاذ به من شيء أعاذه منه وإن دعاه أجابه فيصير مجاب الدعوة لكرامته على ربه عز وجل وقد كان كثير من السلف الصالح معروفا بإجابة الدعوة وفي الصحيح أن الربيع بنت النظر كسرت ثنية جارية فعرضوا عليهم الأرش فأبوا فطلبوا منهم العفو فأبوا فقضوا بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص فقال أنس بن النظر أتكسر ثنية الربيع والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها فرضي القوم وأخذوا الأرش فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره وفي صحيح الحاكم عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كم من ضعيف متضاعف ذي طمرين لو أقسم على الله لأبره منهم البراء ابن مالك وأن البراء لقي زحفا من المشركين فقال له المسلمون أقسم على ربك فقال أقسمت عليك يا ربي لما منحتنا أكتافهم فمنحهم أكتافهم ثم التقوا مرة أخرى فقالوا أقسم على ربك فقال أقسمت عليك يا ربي لما منحتنا أكتافهم وألحقتني بنبيك صلى الله عليه وسلم فمنحوا أكتافهم وقتل البراء وروا ابن أبي الدنيا بإسناد له أن النعمان ابن قوقل قال يوم أحد اللهم إني أقسم عليك أن أقتل فأدخل الجنة فقتل فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن النعمان أقسم على الله فأبره وروا أبو نعيم بإسناده عن سعد أن عبدالله بن جحش قال يوم أحد يا ربي إذا لقيت العدو غدا فلقني رجلا شديدا بأسه شديدا حرده أقاتله فيك ويقاتلني ثم يأخذني فيجدع أنفي وأذني فإذا لقيتك غدا قلت يا عبدالله من جدع أنفك وأذنك فأقول فيك وفي رسولك فتقول صدقت قال سعد فلقد رأيته آخر النهار وإن أنفه وأذنه لمعلقتان في خيط وكان سعد بن أبي وقاص مجاب الدعوة فكذب عليه رجل فقال اللهم إن كان كاذبا فعم بصرة وأطل عمرة وعرضه للفتن فأصاب الرجل ذلك كله فكان يتعرض للجواري في السكك ويقول شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد ودع على رجل سمعه يشتم عليا فما برح من مكانه حتى جاء بعير ناد فخبطه بيديه ورجلي حتى قتله ونازعت امرأة سعيد بن زيد في أرض له فادعت أنه أخذ منها أرضها فقال اللهم إن كانت كاذبة فعم بصرها وقتلها في أرضها فعميت وبينها هي ذات ليلة تمشي في أرضها إذ وقعت في بئر فيها فماتت وكان العلاء بن الحضرمي في سرية فعطش فصلى فقال اللهم يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم إن عبيدك وفي سبيلك نقاتل عدوك فسقنا غيثا نشرب منه ونتوضأ ولا تجعل لأحد فيه نصيبا غيرنا فساروا قليلا فوجدوا نهرا من ماء السماء يتدفق فشربوا وملأوا أوعيتهم ثم ساروا فرجع بعض أصحابه إلى موضع النهر فلم ير شيئا وكأنه لم يكن في موضعه ماء قط وشكي إلى أنس بن مالك عطش أرض له بالبصرة فتوضأ وخرج إلى البرية وصلى ركعتين ودعا فجاء المطر فسق أرضه ولم يجاوز المطر أرضه إلا يسيرا واحترقت خصائص بالبصرة في زمن أبي موسى الأشعري وبقي في وسطها خص لم يحترق فقال أبو موسى لصاحب الخص ما بال خصك لم يحترق فقال إني أقسمت على ربي أن لا يحرقه فقال أبو موسى إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في أمتي رجال طلس رؤوسهم دنس ثيابهم لو أقسموا على الله لأبرهم وكان أبو مسلم الخولاني مشهورا بإجابة الدعوة فكان يمر به الضبي فيقول له الصبيان ادعو الله لنا يحبس علينا هذا الضبي فيدعو الله فيحبسه حتى يأخذوه بأيديهم ودعا على امرأة أفسدت عليه عشرة امرأته له بذهاب بصرها فذهب بصرها في الحال فجاءته فجعلت تناشده الله وتطلب إليه فرحمها ودع الله فرد عليها بصرها ورجعت امرأته إلى حالها معه وكذب رجل على مطرف ابن عبد الله الشخير فقال له مطرف إن كنت كاذبا فعجل الله حتفك فمات الرجل مكانه وكان رجل من الخوارج يغشى مجلس الحسن البصري فيؤذيهم فلما زاد أذاه قال الحسن اللهم قد علمت أذاه لنا فاكفناه بما شئت فخر الرجل من قامته فما حمل إلى أهله إلا ميتا على سريره وكان صلة ابن أشيم في سرية فذهبت بغلته بثقلها وارتحل الناس فقام يصلي وقال اللهم 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 إني أقسم عليك أن ترد علي بغلتي وثقلها فجاءت حتى قامت بين يديه وكان مرة في برية قفر فجاع فاستطعم الله فسمع وجبة خلفه فإذا هو بثوب أو منديل فيه دوخلة رطب طري فأكل منه وبقي الثوب عند امرأته معاذة العدوية وكانت من الصالحات وكان محمد بن المنكدر في غزاة فقال له رجل من رفقائه أشتهي جبنا رطبا فقال ابن المنكدر استطعم الله يطعمكم فإنه القادر فدع القوم فلم يسيروا إلا قليلا حتى رأوا مكتلا وخيطا فإذا هو جبن رطب فقال بعض القوم لو كان عسلا فقال ابن المنكدر إن الذي أطعمكم جبنا هاهنا قادر على أن يطعمكم عسلا فاستطعموه فدعوا فساروا قليلا فوجدوا ظرف عسل على الطريق فنزلوا فأكلوا وكان حبيب العجمي أبو محمد معروفا بإجابة الدعوة دعا لغلام أقرع الرأس وجعل يبكي ويمسح بدموعه رأس الغلام فما قام حتى سود شعر رأسه وعاد كأحسن الناس شعرا وعود فعرض بجمع y رجل على رجليه فحمل محمله على عنقه ورجع إلى عياله واشترى في مجاعة طعاما كثيرا فتصدق به على المساكين ثم خاط أكيسة فوضعها تحت فراشه ثم دع الله فجاءه أصحاب الطعام يطلبون ثمنه فأخرج تلك الأكيسة فإذا هي مملوئة دراهم فوزنها فإذا هي قدر حقوقهم فدفعها إليهم وكان رجل يعبث به كثيرا فدع عليه حبيب فبرص وكان مرة عند مالك بن دينار فجاءه رجل فأغلظ لمالك من أجل دراهم قسمها مالك فلما طال ذلك من أمره رفع حبيب يديه إلى السماء فقال اللهم إن هذا قد شغلنا عن ذكرك فأرحنا منه كيف شئت فسقط الرجل على وجهه ميتا وخرج قوم في غزاية في سبيل الله وكان لبعضهم حمار فمات وارتحل أصحابه فقام فتوضأ وصل وقال اللهم إني خرجت مجاهدا في سبيلك وابتغاء مرضاتك وأشهد أنك تحيي الموتى وتبعث من في القبور فأحيي لي حماري ثم قام إلى الحمار فضربه فقام الحمار ينفض أذنيه فركبه ولحق أصحابه ثم باع الحمار بعد ذلك بالكوفة وخرجت سرية في سبيل الله فأصابهم برد شديد حتى كادوا أن يهلكوا فدعوا الله عز وجل وإلى جانبهم شجرة عظيمة فإذا هي تلتهب نارا فجففوا ثيابهم ودفئوا بها حتى طلعت الشمس عليهم فانصرفوا وردت الشجرة على هيئتها وخرج أبو قلابة صائما حاجا فتقدم أصحابه في يوم صائف فأصابه عطش شديد فقال اللهم إنك قادر على أن تذهب عطشي من غير فطر فأظلته سحابة فأمطرت عليه حتى بلت ثوبه وذهب العطش عنه فنزل فحوض حياضا فملأها فانتهى إليه أصحابه فشربوا وما أصاب أصحابه من ذلك المطر شيء ومثل هذا كثير جدا ويطول استقصاؤه وأكثر من كان مجاب الدعوة من السلف كان يصبر على البلاء ويختار ثوابه ولا يدعو لنفسه بالفرج منه وقد روي أن سعد بن أبي وقاص كان يدعو للناس لمعرفتهم بإجابة دعوته فقيل له لو دعوت الله لبصرك وكان قد أضر فقال قضاء الله أحب إلي من بصري وابتلي بعضهم بالجذام فقيل له بلغنا أنك تعرف اسم الله الأعظم فلو سألته أن يكشف ما بك فقال يا ابن أخي إنه هو الذي ابتلاني وأنا أكره أن أراده وقيل لابراهيم التيمي وهو في سجن الحجاج لو دعوت الله تعالى فقال أكره أن أدعوه أن يفرج عني ما لي فيه أجر وكذلك سعيد بن جبير صبر على أذى الحجاج حتى قتله وكان مجاب الدعوة كان له ديك يقوم بالليل بصياحه للصلاة فلم يصح ليلة في وقته فلم يقم سعيد للصلاة فشق عليه فقال ما له قطع الله صوته فما صاح الديك بعد ذلك فقالت له أمه يا بني لا تدعو بعد هذا على شيء وذكر لرابعة رجل له منزلة عند الله وهو يقتات مما يلتقطه من المنبوذات على المزابل فقال رجل ما ضر هذا أن يدعو الله أن يغنيه عن هذا فقالت رابعة إن أولياء الله إذا قضي لهم قضاء لم يتسخطوه وكان حيوة بن شريح ضيق العيش جدا فقيل له لو دعوت الله أن يوسع عليك فأخذ حصاتا من الأرض فقال اللهم اجعلها ذهبا فصارت تبرة في كفه وقال ما خير في الدنيا إلا الآخرة ثم قال هو أعلم بما يصلح عباده وربما دع المؤمن المجاب الدعوة بما يعلم الله الخيرة له في غيره فلا يجيبه إلى سؤاله ويعوده عنه ما هو خير له إما في الدنيا أو في الآخرة وقد تقدم في حديث أنس المرفوع إن الله يقول إن من عبادي من يسألني بابا من العبادة فأكفيه عنه كي لا يدخله العجب وخرج الطبراني من حديث سالم بن أبي الجعد عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أمتي من لو جاء أحدكم يسأله دينارا لم يعطه ولو سأله درهما لم يعطه ولو سأله فلسا لم يعطه ولو سأل الله الجنة لأعطاه إياها ذو طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره وخرجه غيره من حديث سالم مرسلا وزاد فيه ولو سأل الله شيئا من الدنيا ما أعطاه الله تكرمة له وقوله وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته المراد بهذا أن الله تعالى قضى على عباده بالموت كما قال تعالى كل نفس ذائقة الموت والموت هو مفارقة الروح للجسد ولا يحصل ذلك إلا بألم عظيم جدا وهو أعظم الآلام التي تصيب العبد في الدنيا قال عمر لكعب أخبرني عن الموت قال يا أمير المؤمنين هو مثل شجرة كثيرة الشوك في جوف ابن آدم فليس منه عرق ولا مفصل إلا ورجل شديد الذراعين فهو يعالجها ينزعها فبكى عمر ولما احتضر عمر بن العاص سأله ابنه عن صفة الموت فقال والله لكأن جنبي في تخت ولكأني أتنفس من سم إبرة وكأن غصن شوك يجر به من قدم إلى هامتي وقيل لرجل عند الموت كيف تجدك فقال أجدني أجتذب اجتذاب وكأن الخناجر مختلفة في جوفي وكأن جوفي تنور محمى يلتهب توق وقيل لآخر كيف تجدك قال أجدني كأن السماوات منطبقة على الأرض علي وأجد نفسي كأنها تخرج من ثقب إبرة فلما كان الموت بهذه الشدة والله تعالى قد حتمه على عباده كلهم ولا بد لهم منه وهو تعالى يكره أذى المؤمن ومساءته سمى ذلك ترددا في حق المؤمن فأما الأنبياء عليهم السلام فلا يقبضون حتى يخيروا قال الحسن لما كرهت الأنبياء الموت هون الله عليهم بلقاء الله وبكل ما أحبوا من تحفة أو كرامة حتى إن نفس أحدهم تنزع من بين جنبيه وهو يحب ذلك لما قد مثل له وقد قالت عائشة ما أغبط أحدا يهون عليه الموت بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت وكان عنده قدح من ماء فيدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ويقول اللهم أعني على سكرات الموت قالت وجعل يقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات وجاء في حديث المرسل أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إنك تأخذ الروح بين العصب والقصب والأنامل اللهم فأعني على الموت وهونه علي وقد كان بعض السلف يستحب أن يجهد عند الموت كما قال عمر بن عبد العزيز ما أحب أن تهون علي سكرات الموت إنه لآخر ما يكفر به عن المؤمن وقال النخعي كانوا يستحبون أن يجهدوا عند الموت وكان بعضهم يخشى من تشديد الموت أن يفتن وإذا أراد الله أن يهون على العبد الموت هونه عليه وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته فليس شيء أحب إليه مما أمامه فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه وقال ابن مسعود إذا جاء ملك الموت يقبض روح المؤمن قال له إن ربك يقرئك السلام وقال محمد ابن كعب يقول له ملك الموت السلام عليك يا ولي الله الله يقرأ عليك السلام ثم تلا الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم وقال زيد ابن أسلم تأتي الملائكة المؤمن إذا حضر وتقول له لا تخف مما أنت قادم عليه فيذهب الله خوفه ولا تحذن على الدنيا وأهلها وأبشر بالجنة فيموت وقد جاءته البشرى وخرج البزار من حديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أظن بموت عبده المؤمن من أحدكم بكريمة ماله حتى يقبضه على فراشه وقال زيد بن أسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله عبادا هم أهل المعافاة في الدنيا والآخرة وقال ثابت البناني إن لله عبادا يضن بهم في الدنيا عن القتل والأوجاع يطيل أعمارهم ويحسن أرزاقهم ويميتهم على فرشهم ويطبعهم بطابع الشهداء وخرجه ابن أبي الدنيا والطبراني مرفوعا من وجوه ضعيفة وفي بعض ألفاظها إن لله ضنائن من خلقه يأبى بهم عن البلاء يحييهم في عافية ويميتهم في عافية ويدسلهم الجنة في عافية قال ابن مسعود وغيره إن موت الفجاء تخفيف على المؤمن وكان أبو ثعلبة الخشني يقول إني لأرجو أن لا يخنقني الله كما أراكم تخنقون عند الموت وكان ليلة في داره فسمعوه ينادي يا عبد الرحمن وكان عبد الرحمن قد قتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أتى مسجد بيته فصلى فقبض وهو ساجد وقبض جماعة من السلف في الصلاة وهم سجود وكان بعضهم يقول لأصحابه إني لا أموت موتكم ولكن أدعى فأجيب فكان يوما قاعدا مع أصحابه فقال لبيك ثم خر ميتا وكان بعضهم جالسا مع أصحابه فسمعوا صوتا يقول يا فلان أجب فهذا والله آخر ساعاتك من الدنيا فوثب وقال هذا والله حاد الموت فودع أصحابه وسلم عليهم ثم انطلق نحو الصوت وهو يقول سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ثم انقطع عنهم الصوت فتتبعوا أثره فوجدوه ميتا وكان بعضهم جالسا يكتب في مصحف فوضع القلم من يده وقال إن كان موتكم هكذا فوالله إنه لموت طيب ثم سقط ميتا وكان آخر جالسا يكتب الحديث فوضع القلم من يده ورفع يديه يدعو الله فمات ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 وقال اشتركوا في القناة هذا مرفوعا إنما هو عن ابن عباس قوله نقل ذلك عنه مهنى ومسلم ابن خالد ضعفوه وروي من وجه ثالث من رواية بقية ابن الوليد عن علي الهمداني عن أبي جمرة عن ابن عباس مرفوعا خرجه حرب ورواية بقية عن مشايخه المجاهيل لا تساوي شيئا وروي من وجه رابع خرجه ابن عدي من طريق عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الرحيم هذا ضعيف وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه أخر وقد تقدم أن الوليد بن مسلم رواه عن مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعا وصححه الحاكم وغربه وهو عند حذاق الحفاظ باطل على مالك كما أنكره الإمام أحمد وأبو حاتم وكانا يقولان عن الوليد إنه كثير الخطأ ونقل أبو عبيد الآجري عن أبي داوود قال روى الوليد بن مسلم عن مالك عشرة أحاديث ليس لها أصل منها عن نافع أربعة قلت والظاهر أن منها هذا الحديث والله أعلم وخرجه الجوزجاني من رواية يزيد بن ربيع سمعت أبو الأشعث يحدث عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل تجاوز عن أمتي عن ثلاثة عن الخطأ والنسيان وما أكره عليه ويزيد بن ربيع ضعيف جدا وخرج ابن أبي حاتم من رواية أبي بكر الهذلي عن شهر بن حوشب عن أم الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لأمتي عن ثلاث عن الخطأ والنسيان والاستكراه قال أبو بكر فذكرت ذلك للحسن فقال أجل أما تقرأ بذلك قرآن ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا وأبو بكر الهذلي وخرجه ابن ماجة ولكن عنده عن شهر عن أبي ذر الغفاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه ولم يذكر كلام الحسن وأما الحديث المرسل عن الحسن فرواه عنه هشام بن حسان ورواه منصور وعوف عن الحسن من قوله لم يرفعه ورواه جعفر بن جسر ابن فرقد عن أبي عن الحسن عن أبي بكر مرفوعا وجعفر وأبوه ضعيفان قال محمد بن نصر المروزي ليس لهذا الحديث إسناد يحتج به حكاه البيهقي وفي صحيح مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما نزل قوله تعالى ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله قد فعلت وعن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أنها لما نزلت قال نعم وليس واحد منهما مصرحا برفعه وخرج دار قطني من رواية ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها وما أكره عليه إلا أن يتكلموا به أو يعملوا وهو لفظ غريب وقد خرجه نسائي ولم يذكر الإكراه وكذا رواه ابن عيينة عن مسعر عن قتاد عن زرار ابن أوفا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وزاد فيه وما استكره عليه خرجه ابن ماجة وقد أنكرت هذه الزيادة على ابن عيينة ولم يتابعه عليها أحد والحديث مخرج من رواية ختادة في الصحيحين والسنن والمسانيد بدونها ولنرجع إلى شرف الحديث ابن عباس المرفوع فقوله إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان إلى آخره تقديره إن الله رفع لي عن أمتي الخطأ أو ترك ذلك عنهم فإن تجاوز لا يتعدى بنفسه وقوله الخطأ والنسيان وما استكره عليه فأما الخطأ والنسيان فقد صرح القرآن بالتجاوز عنهما قال الله تعالى ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا وقال وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وفي الصحيحين عن عمر بن العاص سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر وقال الحسن لولا ما ذكر الله من أمر هذين الرجلين يعني داود وسليمان لرأيت أن القضاة قد هلكوا فإنه أثنى على هذا بعلمه وعذر هذا باجتهاده يعني قوله وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم الآية وأما الإكراه فصرح القرآن أيضا بالتجاوز عنه قال تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان وقال تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقا الآية ونحن نتكلم إن شاء الله في هذا الحديث في فصلين أحدهما في حكم الخطأ والنسيان والثاني في حكم الإكراه الفصل الأول في الخطأ والنسيان الخطأ هو أن يقصد بفعله شيئا فيصادف فعله غير ما قصده مثل أن يقصد قتل كافر فيصادف قتله مسلما والنسيان أن يكون ذاكرا لشيء فينساه عند الفعل وكلهما معفو عنه بمعنى أنه لا إثم فيه ولكن رفع الإثم لا ينافي أن يترتب على نسيانه حكم كما أن من نسي الوضوء وصلى ظنا أنه متطهر فلا إثم عليه بذلك ثم إن تبين أنه كان قد صلى محدثا فإن عليه الإعادة ولو ترك التسمية على الوضوء نسيانا وقلنا بوجوبها فهل يجب عليه إعادة الوضوء فيه روايتان عن الإمام أحمد وكذا لو ترك التسمية على الذبيحة نسيانا فيه عنه روايتان وأكثر الفقهاء على أنها تؤكل ولو ترك الصلاة نسيانا ثم ذكر فإن عليه القضاء كما قال صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصل لها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك ثم تلى أقم الصلاة لذكري ولو صلى حاملا في صلاته نجاسة لا يعفى عنها ثم علم بها بعد صلاته أو في أثنائها فأزالها فهل يعيد صلاته أم لا فيه قولان هما روايتان عن أحمد وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خلع عليه في صلاته وأتمها وقال إن جبريل أخبرني أن فيهما أذى ولم يعد صلاته ولو تكلم في صلاته ناسيا أنه في صلاة ففي بطلان صلاته بذلك قولان مشهوران هما روايتان عن أحمد ومذهب الشافعي أنها لا تبطل بذلك ولو أكل في صومه ناسيا فالأكثرون على أنه لا يبطل صيامه عملا بقوله صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه وقال مالك عليه الإعادة لأنه بمنزلة من ترك الصلاة ناسيا والجمهور يقولون قد أتى بنية الصيام وإنما ارتكب بعض محذوراته ناسيا فيعفى عنه ولو جامع ناسيا فهل حكمه حكم الأكل ناسيا أم لا فيه قولان أحدهما وهو المشهور عن أحمد أنه يبطل صيامه بذلك وعليه القضاء وفي الكفارة عنه روايتان والثاني لا يبطل صومه بذلك كالأكل وهو مذهب الشافعي وحكي رواية عن أحمد وكذا الخلاف في الجماع في الإحرام ناسيا هل يبطل به النسك أم لا ولو حلف لا يفعل شيئا ففعله ناسيا ليمينه أو مخطئا ظنا أنه غير المحلوف عليه فهل يحنث في يمينه أم لا فيه ثلاثة أخوال هي ثلاث روايات عن أحمد أحدها لا يحنث بكل حال ولو كانت اليمين بالطلاق والعتاق وأنكر هذه رواية عن أحمد الخلال وقال هي سهو من ناقلها وهو قول الشافعي في أحد قوليه وإسحاق وأبي ثور وابن أبي شيبة وروي عن عطاء قال إسحاق ويستحلف أنه كان ناسيا ليمينه والثاني يحنث بكل حال وهو قول جماعة من السلف ومالك والثالث يفرق بين أن يكون يمينه بطلاق أو اعتاق أو بغيرهما وهو المشهور عن أحمد وقول أبي عبيد وكذا قال الأوزعي في الطلاق وقال إنما الحديث الذي جاء في العفو عن الخطأ والنسيان ما دام ناسيا وأقام على امرأته فلا إثم عليه فإذا ذكر فعليه اعتزال امرأته فإن نسيانه قد زال وحكى إبراهيم الحربي إجماع التابعين على وقوع الطلاق بالناس ولو قتل مؤمنا خطأ فإن عليه الكفار تودية بنص الكتاب وكذا لو أتلف مال غيره خطأ يظنه أنه مال نفسه وكذا وكذا قال الجمهور في المحرم يقتل الصيد خطأا أو ناسيا لإحرامه أن عليه جزاء ومنهم من قال لا جزاء عليه إلا أن يكون متعمدا لقتله تمسكا بظاهر قوله عز وجل ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم الآية وهو رواية عن أحمد وأجاب الجمهور عن الآية بأنه رتب على قتله متعمدا الجزاء وانتقام الله تعالى ومجموعهما يختص بالعامد وإذا انتفى العمد انتفى الانتقام وبقي الجزاء ثابتا بدليل آخر والأظهر والله أعلم أن الناس والمخطئ إنما عفي عنهما بمعنى رفع الإثم عنهما لأن الإثم مرتب على المقاصد والنيات والناس والمخطئ لا قصد لهما فلا إثم عليهما وأما رفع الأحكام عنهما فليس مرادا من هذه النصوص فيحتاج في ثبوتها ونفيها إلى دليل آخر الفصل الثاني في حكم المكره وهو نوعان أحدهما من لا اختيار له بالكلية ولا قدرة له على الامتناع كمن حمل كرها وأدخل إلى مكان حلف على الامتناع من دخوله أو حمل كرها وضرب به غيره حتى مات ذلك الغير ولا قدرة له على الامتناع أو أضجعت ثم زني بها من غير قدرة لها على الامتناع فهذا لا إسم عليه بالاتفاق ولا يترتب عليه حنث في يمينه عند جمهور العلماء وقد حكي عن بعض السلف كالنخعي فيه خلاف ووقع مثله في كلام بعض أصحاب الشافعي وأحمد والصحيح عندهم أنه لا يحنث بحال وروي عن الأوزاعي في امرأة حلفت على شيء وأحنثها زوجها كرها أن كفارتها عليه وعن أحمد رواية كذلك فيما إذا وطئ امرأته مكرهة في صيامها أو إحرامها أن كفارتها عليه والمشهور عنه أنه يفسد بذلك صومها وحجها ونوع الثاني من أكره بضرب أو غيره حتى فعل فهذا الفعل يتعلق به التكليف فإنه يمكنه أن لا يفعل فهو مختار للفعل لكن ليس غرضه نفس الفعل بل دفع الضرر عنه فهو مختار من وجه غير مختار من وجه ولهذا اختلف الناس هل هو مكلف أم لا واتفق العلماء على أنه لو أكره على قتل معصوم لم يبح له أن يقتله فإنه إنما يقتله باختياره افتداء لنفسه من القتل هذا إجماع من العلماء المعتد بهم وكان في زمن الإمام أحمد يخالف فيه من لا يعتد به فإذا قتله في هذه الحال فالجمهور على أنهما يشتركان في وجوب القود المكره والمكره لاشتراكهما في القتل وهو قول مالك والشافعي في المشهور وأحمد وقيل يجب على المكره وحده لأن المكره صار كالآلة وهو قول أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي وروي عن زفر كالأول وروي عنه أنه يجب على المكره لمباشرته وليس هو كالآلة لأنه آثم بالاتفاق وقال أبو يوسف لا قود على واحد منهما وخرجه بعض أصحابنا وجها لنا من الرواية لا توجب فيها قتل الجماعة بالواحد وأولى ولو أكره بالضرب ونحوه على إتلاف مال الغير المعصوم فهل يباح له ذلك فيه وجهان لأصحابنا فإن قلنا يباح له ذلك فضمنه المالك رجع بما ضمنه على المكره وإن قلنا لا يباح له ذلك فالضمان عليهما معا كالقودي وقيل على المكره المباشر وحده وهو ضعيف ولو أكره على شرب الخمر أو غيره من أفعال المحرمة ففي إباحته بالإكراه قولان أحدهما يباح له ذلك استدلالا لقوله تعالى ولا تكره فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكره هن فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم وهذه نزرت في عبد الله بن أبي بن سلول كانت له أمتان يكره هما على الزنا وهما يأبيان ذلك وهذا قول الجمهور كالشافعي وأبي حنيفة وهو المشهور عن أحمد وروي نحوه عن الحسن ومكحول ومسروق وعن عمر بن الخطاب ما يدل عليه وأهل هذه المقالة اختلفوا في إكراه الرجل على الزنا فمنهم من قال يصح إكراهه عليه ولا إثم عليه وهو قول الشافعي وابن عقيل من أصحابنا ومنهم من قال لا يصح إكراهه عليه وعليه الإثم والحد وهو قول أبي حنيفة ومنصوص أحمد وروي عن الحسن والقول الثاني أن التقية إنما تكون في الأقوال ولا تقية في الأفعال ولا إكراه عليها روي ذلك عن ابن عباس وأبي العالية وأبي الشعثاء والربيع بن أنس والضحاك وهو رواية عن أحمد وروي عن سحلون أيضا وعلى هذا لو شرب الخمر أو سرق مكرها حد وعلى الأول لو شرب الخمر مكرها ثم طلق أو أعتق فهل يكون حكمه حكم المختار لشربها أم لا بل يكون طلاقه وعتاقه لغوة فيه لأصحابنا وجهان وروي عن الحسن في من قيل له أسجد صنم وإلا قتلناك قال إن كان الصنم تجاه القبلة فليسجد ويجعل نيته لله وإن كان إلى غير القبلة فلا يفعل وإن قتلوه قال ابن حبيب المالكي وهذا قول حسن قال ابن عطية وما يمنعه أن يجعل نيته لله وإن كان لغير القبلة وفي كتاب الله فأينما تولو فتم وجه الله وفي الشرع إباحة التنفل للمسافر إلى غير القبلة وأما الإكراه على الأقوال فاتفق العلماء على صحته وأن من أكره على قول محرم إكراها معتبرا أن له أن يفتدي نفسه به ولا إثم عليه وقد دل عليه قول الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمار إن عادوا فعد وكان المشركون قد عذبوه حتى يوافقهم على ما يريدونه من الكفر ففعل وأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وصى طائفة من أصحابه وقال لا تشركوا بالله وإن قطعتم وحرقتم فالمراد أشركوا بالقلوب كما قال تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وقال تعالى ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله وسائر الأقوال يتصور عليها الإكراه فإذا أكره بغير حق على قول من الأقوال لم يترتب عليه حكم من الأحكام وكان لغوا فإن كلام المكره صدر منه وهو غير راض به فلذلك عفي عنه ولم يؤاخذ به في أحكام الدنيا والآخرة وبهذا فارق الناس والجاهل وسواء في ذلك العقود كالبيع والنكاح أو الفسوخ كالخلع والطلاق والعتاق وكذلك الأيمان والنذور وهذا قول وهذا قول جمهور العلماء وهو قول مالك والشافعي وأحمد وفرق أبو حنيفة بينما يقبل الفسخ عنده ويثبت فيه الخيار كالبيع ونحوه فقال لا يلزم مع الإكراه وما ليس كذلك كالنكاح والطلاق والعتاق والأيمان فألزم بها مع الإكراه ولو حلف لا يفعل شيئا ففعله مكرها فعلى قول أبي حنيفة يحنث وأما على قول الجمهور ففيه قولان أحدهما لا يحنث كما لا يحنث إذا فعل به ذلك كرها ولم يقدر على الامتناع كما سبق وهذا قول الأكثرين منهم والثاني يحنث هاهنا لأنه فعله باختياره بخلاف ما إذا حمل ولم يمكنه الامتناع وهو رواية عن أحمد وقول للشافعي ومن أصحابه وهو القفال من فرق بين اليمين بالطلاق والعتاق وغيرهما كما قلنا نحن في الناس وخرجه بعض أصحابنا وجها لنا ولو أكره على أداء ماله بغير حق فباع قاره ليؤدي ثمنه فهل يصح الشراء منه أم لا فيه روايتان عن أحمد وعنه رواية ثالثة إن باعه بثمن المثل اشتري منه وإن باعه بدونه لم يشترى منه ومتى رضي المكره بما أكره عليه لحدوث رغبة له فيه بعد الإكراه والإكراه قائم صح ما صدر منه من العقود وغيرها بهذا القصد هذا هو المشهور عند أصحابنا وفيه وجه آخر أنه لا يصح أيضا وفيه بعد وأما الإكراه بحق فهو غير مانع من لزوم ما أكره عليه فلو أكره الحربي على الإسلام فأسلم صح إسلامه وكذا لو أكره الحاكم أحدا على بيع ماله ليوفي دينه أو أكره المؤلي بعد مدة الإيلاء وامتناعه من الفيئة على الطلاق ولو حلف لا يوفي دينه فأكرهه الحاكم على وفائه فإنه يحنث بذلك لأنه فعل ما حلف عليه حقيقة على وجه لا يعذر فيه ذكره أصحابنا بخلاف ما إذا امتنع من الوفاء فأدى عنه الحاكم فإنه لا يحنث لأنه لم يوجد منه فعل المحلوف عليه ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة 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 وعابر سبيل وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك رواه البخاري هذا الحديث خرجه البخاري عن علي بن المديني حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي حدثنا الأعمش حدثنا مجاهد عن ابن عمر فذكره وقد تكلم غير واحد من الحفاظ في لفظه حدثنا مجاهد وقالوا هي غير ثابتة وأنكروها على ابن المديني وقالوا لم يسمع الأعمش هذا الحديث من مجاهد إنما سمعه من ليث ابن أبي سليم عنه وقد ذكر ذلك العقيلي وغيره وخرجه الترمذي من حديث ليث عن مجاهد وزاد فيه وعد نفسك من أهل القبور وزاد في كلام ابن عمر فإنك لا تدري يا عبد الله ما اسمك غدا وخرجه ابن ماجة ولم يذكر قول ابن عمر وخرج الإمام أحمد والنسائي من حديث الأوزعي عن عبدة ابن أبي لبابة عن ابن عمر قال أخذ النبي ببعض جسدي فقال أعبد الله كأنك تراه وكن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وعبدة ابن أبي لبابة أدرك ابن عمر واختلف في سماعه منه وهذا الحديث أصل في قصر الأمل في الدنيا وأن المؤمن لا ينبغي له أن يتخذ الدنيا وطنا ومسكنا فيطمئن فيها ولكن ينبغي أن يكون فيها كأنه على جناح سفر يهيئ جهازه للرحيل وقد اتفقت على ذلك وصايا الأنبياء وأتباعهم قال تعالى حاكياً عن مؤمن آل فرعون أنه قال يا قومي إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما لي وللدنيا إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال في ظل شجرة ثم راح وتركها ومن وصايا المسيح عليه السلام لأصحابه أنه قال لهم اعبروها ولا تعمروها وروي عنه أنه قال من ذا الذي يبني على موج البحر دارا تلكم الدنيا فلا تتخذوها قرارا ودخل رجل على أبي ذر فجعل يقلب بطره في بيته فقال يا أبا ذر أين متاعكم قال إن لنا بيتا نوجه إليه قال إنه لابد لك من متاع ما دمتها هنا قال إن صاحب المنزل لا يدعنا فيه ودخلوا على بعض الصالحين فقلبوا بصرهم في بيته فقالوا له إنا نرى بيتك بيت رجل مرتحل فقال أمرتحل لا ولكن اضطرد طردا وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول إن الدنيا ارتحلت مدبرة وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة ولكل ولكل منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل قال بعض الحكماء عجبت ممن الدنيا مولية عنه والآخرة مقبلة إليه يشتغل بالمدبرة ويعرض عن المقبلة وقال عمر بن عبد العزيز في خطبته إن الدنيا ليست بدار قراركم كتب الله عليها الفناء وكتب على أهلها منها الضعن فكم من عامر موثق عن قليل يخرب وكم من مقيم مغتبط عما قليل يضعن فأحسنوا رحمكم الله منها الرحلة بأحسن ما بحضرتكم من النقلة وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وإذا لم تكن الدنيا للمؤمن دار إقامة ولا وطنا فينبغي المؤمن أن يكون حاله فيها على أحد حالين إما أن يكون كأنه غريب مقيم في بلد غربة همه التزود للرجوع إلى وطنه أو يكون كأنه مسافر غير مقيم البتة بل هو ليله ونهاره يسير إلى بلد الإقامة فلهذا وصل النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر أن يكون في الدنيا على أحد هذين الحالين فأحدهما أن ينزل المؤمن نفسه كأنه غريب في الدنيا يتخيل الإقامة لكن في بلد غربة فهو غير متعلق القلب ببلد الغربة بل قلبه متعلق بوطنه الذي يرجع إليه وإنما هو مقيم في الدنيا ليقضي مرمة جهازه إلى الرجوع إلى وطنه قال الفضيل ابن عياض المؤمن في الدنيا مهموم الحزين همه مرمة جهازه ومن كان في الدنيا كذلك فلا هم له إلا في التزود بما ينفعه عند عوده إلى وطنه فلا ينافس أهل البلد الذي هو غريب بينهم في عزهم ولا يجزع من الذل عندهم قال الحسن المؤمن في الدنيا كالغريب لا يجزع من ذلها ولا ينافس في عزها له شأن وللناس شأن لما خلق آدم أسكنه وزوجته الجنة ثم أهبطا منها ووعداء الرجوع إليها وصالح ذريتهما فالمؤمن أبدا يحن إلى وطنه الأول وحب الوطن من الإيمان وكما قيل كمنزل للمرء يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزل ولبعض شيوخنا فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم وقد زعموا أن الغريب إذا نأى وشطت به أوطانه فهو مغرم وأي اغتراب فوق غربتنا التي لها أضحت الأعداء فينا تحكم كان عطاء السليم يقول في دعائه اللهم ارحم في الدنيا غربتي ورحم في القبر وحشتي وارحم موقفي غدا بين يديك قال الحسن بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه إنما مثلي ومثلكم ومثل الدنيا كقوم سلكوا مفازة غبراء حتى إذا لم يدروا ما سلكوا منها أكثر أو ما بقي أنفذوا الزاد وحسروا الظهر وبقوا بين ظهراني المفازة لا زاد ولا حمولة فأيقنوا بالهلكة فبينما هم كذلك إذ خرج عليهم رجل في حلة يقطر رأسه فقالوا إن هذا قريب عهد بغيف وما جاءكم هذا إلا من قريب فلما انتهى إليهم قال علام أنتم قالوا على ما ترى قال أرأيتكم إن هديتكم إلى ماء رواء ورياض خضر ماذا تعملون قالوا لا نعصيك شيئا قال عهودكم ومواثيقكم بالله قال فأعطوه عهودهم ومواثيقهم بالله لا يعصونه شيئا قال فأوردهم ماء ورياض خضرا فمكث فيهم ما شاء الله ثم قال يا هؤلاء الرحيل قالوا إلى أين قال إلى ماء ليس كمائكم وإلى رياض ليست كرياضكم فقال جل القوم وهم أكثرهم والله ما وجدنا هذا حتى ظننا أن لن نجده وما نصنع بعيش خير من هذا وقال الطائفة وهم أقلهم ألم تعطوا هذا الرجل عهودكم ومواثيقكم بالله لا تعصونه شيئا وقد صدقكم في أول حديثه فوالله ليصدقنكم في آخره قال فراح في من اتبعه وتخلف بقيتهم فنذر بهم عدو فأصبحوا فأصبحوا من بين أسير وقتيل خرجه ابن أبي الدنيا وخرجه الإمام أحمد من حديث علي بن زيد بن جدعان عن يوسف بن مهران عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه مختصرا فهذا المثل في غاية المطابقة بحال النبي صلى الله عليه وسلم مع أمته فإنه أتاهم والعرب حينئذ أذل الناس وأقلهم وأسوأهم عيشا في الدنيا وحالا في الآخرة فدعاهم إلى سلوك طريق النجاة وظهر لهم من براهين صدقه كما ظهر من صدق الذي جاء إلى القوم الذين في المفاذة وقد نفذ ماءهم وهلك ظهرهم برؤيته في حلة مترجلا يقطر رأسه ماء ودلهم على الماء والرياض المعشبة فاستدلوا بهيئته وحاله على صدق مقاله فاتبعوه ووعد من اتبعه بفتح بلاد فارس والروم وأخذ كنوزهما وحذرهم من الاغترار بذلك والوقوف معه وأمرهم بالتجزي من الدنيا بالبلاغ وبالجد والاجتهاد في طلب الآخرة والاستعداد لها فوجدوا ما وعدهم به كله حقا فلما فتحت عليهم الدنيا كما وعدهم اشتغل أكثر الناس بجمعها واكتنازها والمنافسة فيها ورضوا بالإقامة فيها والتمتع بشهواتها وتركوا الاستعداد للآخرة التي أمرهم بالجد والاجتهاد في طلبها وقبل قليل من الناس وصيته في الجد في طلب الآخرة والاستعداد لها فهذه الطائفة القليلة نجت ولحقت نبيها في الآخرة حيث سلكت طريقه في الدنيا وقبلت وصيته وامتثلت ما أمر به وأما أكثر الناس فلم يزالوا في سكرة الدنيا والتكاثر فيها فشغلهم ذلك عن الآخرة حتى فاجأهم الموت بغتة على هذه الغرة فهلكوا وأصبحوا ما بين قتيل وأسير وما أحسن قول يحيى ابن معاذ الرازي الدنيا خمر الشيطان من سكر منها لم يفق إلا في عسكر الموت نادما مع الخاسرين الحال الثاني أن ينزل المؤمن نفسه في الدنيا كأنه مسافر غير مقيم البتة وإنما هو سائر في قطع منازل السفر حتى ينتهي به السفر إلى آخره وهو الموت ومن كانت هذه حاله في الدنيا فهمته تحصيل الزاد للسفر وليس له همة في الاستكثار من متاع الدنيا ولهذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من أصحابه أن يكون بلاغهم من الدنيا كزاد الراكب قيل لمحمد بن واسع كيف أصبحت قال ما ظنك برجل يرتحل كل يوم مرحلة إلى الآخرة وقال الحسن إنما أنت أيام مجموعة كلما مضى يوم مضى بعضك وقال ابن آدم إنما أنت بين مطيتين يوضعانك يوضعك النهار إلى الليل والليل إلى النهار حتى يسلمانك إلى الآخرة فمن أعظم منك يا ابن آدم خطرا وقال الموت معقود في نواصيكم والدنيا تطوى من ورائكم قال داود الطائي إنما الليل والنهار مراحل ينزلها الناس مرحلة مرحلة حتى ينتهي ذلك بهم إلى آخر سفرهم فإن استطعت أن تقدم في كل مرحلة زادا لما بين يديها ففعل فإن انقطاع السفر عن قريب ما هو والأمر أعجل من ذلك فتزود لسفرك واقضم أن تقاض من أمرك فكأنك بالأمر خد بغتك وكتب بعض السلف إلى أخ الله يا أخي يخيل لك أنك مقيم بل أنت دائب السير تساق مع ذلك سوقا حثيثا الموت موجه إليك والدنيا تطوى من ورائك وما مضى من عمرك فليس بكار عليك حتى يكر عليك يوم التغاب سبيلك في الدنيا سبيل مسافر ولابد من زاد لكل مسافري ولابد للإنسان من حمل عدة ولا سيما إن خاف صولة قاهري قال بعض الحكماء كيف يفرح بالدنيا من يومه يهدم شهره وشهره يهدم سنته وسنته تهدم عمره وكيف يفرح من يقود عمره إلى أجله وتقوده حياته إلى موته وقال الفضيل ابن عياض لرجل كم أتت عليك قال ستون سنة قال فأنت منذ ستين سنة تسير إلى ربك يوشك أن تبلغ فقال الرجل إنا لله وإنا إليه راجعون فقال الفضيل أتعرف تفسيره تقول أنا لله عبد وإليه راجع فمن علم أنه لله عبد وأنه إليه راجع فليعلم أنه موقوف ومن علم أنه موقوف فليعلم أنه مسؤول ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا فقال الرجل فما الحيلة قال يسيرة قال ما هي قال تحسن فيما بقي يغفر لك ما مضى فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت بما مضى وبما بقي وفي هذا يقول بعضهم وإن امرئا قد سار ستين حجة إلى منهل من ورده لقريب قال بعض الحكماء من كانت الليالي والأيام مطاياه سارت به وإن لم يسر وفي هذا قال بعضهم وما هذه الأيام إلا مراحل يحث بها داع إلى الموت قاصد وأعجب شيء لو تأملت أنها منازل تطوى والمسافر قاعد وقال آخر أيا ويح نفسي من نهار يقودها إلى عسكر الموتى وليل يذودها قال الحسن لم يزل الليل والنهار سريعين في نقص الأعمار وتقريب الآجال هيهات قد صحبا نوحا وعادا وثمودا وقرونا بين ذلك كثيرا فأصبحوا خدموا على ربهم ووردوا على أعمالهم وأصبح الليل والنهار غضين جديدين لم يبلهما ما مرى به مستعدين لمن بقي بمثل ما أصابا به من مضى وكتب الأوزاعي إلى أخ له أما بعد فقد أحيط بك من كل جانب واعلم أنه يسار بك في كل يوم وليلة فاحذر الله والمقام بين يديه وأن يكون آخر عهدك به والسلام نسير إلى الآجال في كل لحظة وأيامنا تطوى وهن مراحل ولم أرى مثل الموت حقا كأنه إذا ما تخطته الأمان باطل وما أقبح التفريط في زمن الصباء فكيف به والشيب للرأس شامل ترحل من الدنيا بزاد من التقى فعمرك أيام وهن قلائل وأما وصية بن عمر رضي الله عنهما فهي مأخوذة من هذا الحديث الذي رواه وهي متضمنة لنهاية قصر الأمل وأن الإنسان إذا أمسى لم ينتظر الصباح وإذا أصبح لم ينتظر المساء بل يظن أن أجله يدركه قبل ذلك وبهذا فسر غير واحد من العلماء الزهد في الدنيا قال المروذي قلت لأبي عبد الله يعني أحمد أي شيء الزهد في الدنيا قال قصر الأمل من إذا أصبح قال لا أمسي قال وهكذا قال سفيان قيل لأبي عبد الله بأي شيء نستعين على قصر الأمل قال ما ندري إنما هو توفيق قال الحسن اجتمع ثلاثة من العلماء فقالوا لأحدهم ما أملك قال ما أتى علي شهر إلا ظننت أني سأموت فيه قال فقال صاحباه إن هذا لأمل فقالا لأحدهم فما أملك قال ما أتت علي جمعة إلا ظننت أني سأموت فيها قال فقال صاحباه إن هذا لأمل فقالا للآخر فما أملك قال ما أمل من نفسه في يد غيره قال داود الطائي سألت عطوان بن عمر التميمي قلت ما قصر الأمل قال ما بين تردد النفس فحدث بذلك الفضيل بن عياب فبكى وقال يقول يتنفس سيخاف أن يموت قبل أن ينقطع نفسه لقد كان عطوان من الموت على حذر وقال بعض السلف ما نمت نوما قط فحدثت نفسي أني أستيقظ منه وكان حبيب أبو محمد يوصي كل يوم بما يوصي به المحتضر عند موته من تغسيله ونحوه وكان يبكي كلما أصبح أو أمسى فسئلت امرأته عن بكائه فقالت يخاف والله إذا أمسى أن لا يصبح وإذا أصبح أن لا يمسي وكان محمد بن واسع إذا أراد أن ينام قال لأهله أستودعكم الله فلعلها أن تكون منيتي التي لا أقوم منها فكان هذا دأبه إذا أراد النوم وقال بكر المزني إن استطاع أحدكم أن لا يبيت إلا وعهده عند رأسه مكتوب فليفعل فإنه لا يدري لعله أن يبيت في أهل الدنيا ويصبح في أهل الآخرة وكان أويس إذا قيل له كيف الزمان عليك قال كيف الزمان على رجل إن أمسى ظن أنه لا يصبح وإن أصبح ظن أنه لا يمسي فيبشر بالجنة أو النار وقال عون بن عبد الله ما أنزل الموت كنها منزلته من عد غدا من أجله كم من مستقبل يوما لا يستكمله وكم من مؤمل لغد لا يدركه إنكم لو رأيتم الأجل ومسيرة لأضغطتم الأمل وغروره وكان يقول إن من أنفع أيام المؤمن له في الدنيا ما ظن أنه لا يدرك آخرة وكانت امرأة متعبدة بمكة إذا أمست قالت يا نفس الليلة ليلتك لا ليلة لك غيرها فاجتهدت فإذا أصبحت قالت يا نفس اليوم يومك لا يوم لك غيره فاجتهدت وقال بكر المزني إذا أردت أن تنفعك صلاتك فقل لعلي لا أصلي غيرها وهذا مأخوذ مما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صل صلاة مودع وأقام معروف الكرخي الصلاة ثم قال لرجل تقدم فصل بنا فقال الرجل إني إن صليت بكم هذه الصلاة لم أصلي بكم غيرها فقال معروف وأنت تحدث نفسك أنك تصلي صلاة أخرى نعوذ بالله من طول الأمل فإنه يمنع خير العمل وطرق بعضهم باب أخ له فسأل عنه فقيل له ليس هو في البيت فقال متى يرجع فقالت له جارية من البيت من كانت نفسه في يد غيره من يعلم متى يرجع ولأبي العتاهية من جملة أبيات وما أدري وإن أملت عمرا لعلي حين أصبح لست أمسي ألم تر أن كل صباح يوم وعمرك فيه أقصر منه أمسي وهذا البيت الثاني أخذه مما روي عن أبي الدرداء والحسن أنهما قالا ابن آدم إنك لم تزل في هدم عمرك منذ سقطت من بطن أمك ومما أنشد بعض السلف إنا لنفرح بالأيام نقطعها وكل يوم مضى يدني من الأجل فعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا فإنما الربح والخسران في العمل قوله وخذ من صحتك لسقمك ومن حياتك لموتك يعني اغتنم الأعمال الصالحة في الصحة قبل أن يحول بينك وبينها السقم وفي الحياة قبل أن يحول بينك وبينها الموت وفي رواية فإنك يا عبد الله لا تدري ما اسمك غدا يعني لعلك غدا من الأموات دون الأحياء وقد روية معنى هذه الوصية عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه ففي صحيح البخاري عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ وفي صحيح الحاكم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل وهو يعظه اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك وقال غنيم بن خيس كنا نتواعظ في أول الإسلام ابن آدم اعمل في فراغك قبل شغلك وفي شبابك لكبرك وفي صحتك لمرضك وفي دنياك لآخرتك وفي حياتك لموتك وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال ستا طلوع الشمس من مغربها أو الدخان أو الدجال أو الدابة أو خاصة أحدكم أو أمر العام وفي الترمذي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال سبعة هل تنظرون إلا إلى فقر منث أو غنى مطغ أو مرض مفسد أو هرم مفند أو موت مجهد أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدها وأمر والمراد من هذا أن هذه الأشياء كلها تعوق عن الأعمال فبعضها يشغل عنه إما في خاصة الإنسان كفقره وغناه ومرضه وهرمه وموته وبعضها عام كقيام الساعة وخروج الدجال وكذلك الفتن المزعجة كما جاء في حديث آخر بادروا بالأعمال فتنا كفطع الليل المظلم وبعض هذه الأمور العامة لا ينفع بعدها عمل كما قال تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمات من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة تا تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت وراءها الناس آمنوا أجمعون فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا وفي صحيح مسلم عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث إذا خرجنا لم ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابة الأرض وفيه أيضا عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه وعن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها وخرج الإمام أحمد والنسائي والترمذي وابن ماجة من حديث صفوان بن عسال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله فتح بابا قبل المغرب عرضه سبعون عاما للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه وفي المسند عن عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمر ومعاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من المغرب فإذا طلعت طبع على كل قلب بما فيه وكفي الناس العمل وروي عن عائشة قالت إذا خرج أول الآيات طرحت الأقلام وحبثت الحفظة وشهدت الأجساد على الأعمال خرجه ابن جرير الطبري وكذا قال كثير ابن مرة ويزيد ابن شريح وغيرهما من السلف إذا طلعت الشمس من مغربها طبع على القلوب بما فيها وترفع الحفظة والعمل وتؤمر الملائكة أن لا يكتبوا عملا وقال سفيان الثوري إذا طلعت الشمس من مغربها طوت الملائكة صحائفها ووضعت أقلامها فالواجب على المؤمن المبادرة بالأعمال الصالحة قبل أن لا يقدر عليها ويحال بينه وبينها إما بمرض أو موت أو بأن يدركه بعض هذه الآيات التي لا يقبل معها عمل قال أبو حازم إن بضاعة الآخرة كاسدة ويوشك أن تنفق فلا يوصل منها إلى قليل ولا كثير ومتى حيل بين الإنسان والعمل لم يبق له إلا الحسرة والأسف عليه ويتمنى الرجوع إلى حالة يتمكن فيها من العمل فلا تنفعه الأمنية قال تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرتي على ما فرط في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين وقال تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون وقال عز وجل وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لو لا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها وفي الترمذي عن أبي هريرة مرفوعا ما من ميت يموت إلا ندم قالوا وما ندامته قال إن كان محسنا ندم أن لا يكون الزداد وإن كان مسيئا ندم أن لا يكون الزتعتب فإذا كان الأمر على هذا فيتعين على المؤمن اغتنام ما بقي من عمره ولهذا قيل إن بقية عمر المؤمن لا قيمة له وقال سعيد بن جبير كل يوم يعيشه المؤمن غنيمة وقال بكر المزني ما من يوم أخرجه الله إلى الدنيا إلا يقول يا ابن آدم اغتنمني لعله لا يوم لك بعدي ولا ليلة إلا تنادي ابن آدم اغتنمني لعله لا ليلة لك بعدي ولبعضهم اغتنم في الفراغ فضل ركوع فعسى أن يكون موتك بغتة كم صحيح رأيت من غير سقم ذهبت نفسه الصحيحة فلتة وقال محمود الوراق مضى أمسك الماضي شهيدا معدلا وأعقبه يوم عليك جديد فإن كنت بالأمس اقترفت إساءة فسن بإحسان وأنت حميد فيومك إن أعتبته عاد نفعه عليك وماضي الأمس ليس يعود ولا ترج فعل الخير يوما إلى غد لعل غدا يأتي وأنت فقيد اشتركوا في القناة 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 بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به قال الشيخ رحمه الله حديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح يريد بصاحب كتاب الحجة الشيخ أبا الفتح مصر بن إبراهيم المقدسي الشافعي الفقيه الزاهد نزيل دمشق وكتابه هذا هو كتاب الحجة على تارك المحجة يتضمن ذكر أصول الدين على قواعد أهل الحديث والسنة وقد خرج هذا الحديث الحافظ أبو نعيم في كتاب الأربعين وشرط في أولها أن تكون من صحاح الأخبار وجياد الآثار مما أجمع الناقلون على عدالة ناخله وخرجت الأئمة في مسانيدهم ثم خرجه عن الطبراني حدثنا أبو زيد عبد الرحمن بن حاتم المرادي حدثنا نعيم بن حمد حدثنا عبد الوهاب الثقافي عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به لا يزيغ عنه ورواه الحافظ أبو بكر بن عاصم الأصبهاني عن ابن وارة عن نعيم بن حمد حدثنا عبد الوهاب الثقافي حدثنا بعض مشيختنا هشام أو غيره عن ابن سيرين فذكره وليس عنده لا يزيغ عنه قال الحافظ أبو موسى المديني هذا الحديث مختلف فيه على نعيم وقيل فيه حدثنا بعض مشيختنا حدثنا هشام أو غيره قلت تصحيح هذا الحديث بعيد جدا من وجوه منها أنه حديث يتفرد به نعيم بن حمد المروزي ونعيم هذا وإن كان وثقه جماعة من الأئمة وخرج له البخاري فإن أئمة الحديث كانوا يحسنون به الظن لصلابته في السنة وتشدده في الرد على أهل الأهواء وكانوا ينسبونه إلى أنه يهم ويشبه عليه في بعض الأحاديث فلما كثر عثورهم على مناكيره حكموا عليه بالضعف فروا صالح بن محمد الحافظ عن ابن معين أنه سئل عنه فقال ليس بشيء ولكنه صاحب سنة قال صالح وكان يحدث من حفظه وعنده مناكير كثيرة لا يتابع عليها وقال أبو داود عند نعيم نحو عشرين حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس لها أصل وقال النسائي ضعيف وقال مرة ليس بثقة وقال مرة قد كثر تفرده عن الأئمة المعروفين في أحاديث كثيرة فصار في حد من لا يحتج به وقال أبو زرعة الدمشقي يصل أحاديث يوقفها الناس يعني أنه يرفع الموقفات وقال أبو عروبة الحراني هو مظلم الأمر وقال أبو سعيد بن يونس روى أحاديث مناكير عن ثقات ونسبه آخرون إلى أنه كان يضع الحديث وأين كان أصحاب عبد الوهاب الثقافي وأصحاب هشام بن حسان وأصحاب ابن سيرين عن هذا الحديث حتى يتفرد به نعيم ومنها أنه قد اختلف على نعيم في إسناده فروي عنه عن الثقافي عن هشام وأروي عنه عن الثقافي حدثنا بعض مشيختنا هشام أو غيره وعلى هذه الرواية فيكون شيخ الثقافي غير معروف عينه وأروي عنه عن الثقافي حدثنا بعض مشيختنا حدثنا هشام أو غيره فعلى هذه الرواية فالثقافي رواه عن شيخ مجهول وشيخه رواه عن غير معين فتزداد الجهالة في إسناده ومنها أن في إسناده عقبة بن أوس السدوسي البصري ويقال فيه يعقوب بن أوس أيضا وقد خرج له أبو داود والنسائي وابن ماجا حديثا عن عبد الله بن عمر ويقال عبد الله بن عمر وقد اضطرب في إسناده وقد وثقه العجلي وابن سعد وابن حبان وقال ابن خزيمة روا عنه ابن سيرين مع جلالته وقال ابن عبد البر هو مجهول وقال الغلابي في تاريخه يزعمون أنه لم يسمع من عبد الله بن عمر وأنما يقول قال عبد الله بن عمر فعلى هذا تكون رواياته عن عبد الله بن عمر منقطعة والله أعلم وأما معنى الحديث فهو أن الإنسان لا يكون مؤمنا كامل الإيمان الواجب حتى تكون محبته تابعة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأوامر والنواهي وغيرها وقد ورد القرآن بمثل هذا في غير موضع قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم وذم سبحانه من كره ما أحبه الله أو أحب ما كرهه الله قال ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم وقال تعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم فالواجب على كل مؤمن أن يحب ما أحبه الله محبة توجب له الإتيان بما وجب عليه منه فإن زادت المحبة حتى أتى بما ندب إليه منه كان ذلك فضلا وأن يكره ما كرهه الله تعالى كراهة توجب له الكفة عما حرم عليه منه فإن زادت الكراهة حتى أوجبت الكفة عما كرهه تنزيها كان ذلك فضلا وقد ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده وأهله والناس أجمعين فلا يكون المؤمن مؤمنا حتى يقدم محبة الرسول على محبة جميع الخلق ومحبة الرسول تابعة لمحبة مرسله والمحبة الصحيحة تقتضي المتابعة والموافقة في حب المحبوبات وبغض المكرهات قال عز وجل قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اخترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم قال الحسن قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنا نحب ربنا حبا شديدا فأحب الله أن يجعل لحبه علما فأنزل الله هذه الآية وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار فمن أحب الله ورسوله محبة صادقة من قلبه أوجب له ذلك أن يحب بقلبه ما يحبه الله ورسوله ويكره ما يكرهه الله ورسوله ويرضى بما يرضى الله ورسوله ويسخط ما يسخطه الله ورسوله وأن يعمل بجوارحه بمقتضى هذا الحب والبغض فإن عمل بجوارحه شيئا يخالف ذلك فإن ارتكب بعض ما يكرهه الله ورسوله أو ترك بعض ما يحبه الله ورسوله مع وجوبه والقدرة عليه دل ذلك على نقص محبته الواجبة فعليه أن يتوب من ذلك ويرجع إلى تكميل المحبة الواجبة قال أبو يعقوب النهر جوري كل من ادعى محبة الله عز وجل ولم يوافق الله في أمره فدعواه باطلة وكل محب ليس يخاف الله فهو مغرور وقال يحيى بن معاذ ليس بصادق من ادعى محبة الله عز وجل ولم يحفظ حدوده وسئل رويم عن المحبة فقال الموافقة في جميع الأحوال وأنشد ولو قلت لي مت مت سمعا وطاعة وقلت لداع الموت أهلا ومرحبا ولبعض المتقدمين تعطي الإله وأنت تزعم حبه هذا لعمري في القياس شنيع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع فجميع المعاصي تنشأ من تقديم هوى النفوس على محبة الله ورسوله وقد وصف الله المشركين باتباع الهوى في مواضع من كتابه وقال تعالى فإن لم يستجيبوا لك فعلا أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله وكذلك البدع إنما تنشأ من تقديم الهوى على الشرع ولهذا يسمى أهلها أهل الأهواء وكذلك المعاصي إنما تقع من تقديم الهوى على محبة الله ومحبة ما يحبه وكذلك حب الأشخاص الواجب فيه أن يكون تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فيجب على المؤمن محبة الله ومحبة من يحبه الله من الملائكة والرسل والأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين عموما ولهذا كان من علامات وجود حلاوة الإيمان أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله ويحرم موالاة أعداء الله ومن يكرهه الله عموما وقد سبق ذلك في موضع آخر وبهذا يكون الدين كله لله ومن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان ومن كان حبه وبغضه وعطاؤه ومنعه لهوى نفسه كان ذلك نقصا في إيمانه الواجب فيجب عليه التوبة من ذلك والرجوع إلى اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من تقديم محبة الله ورسوله وما فيه رضى الله ورسوله على هوى النفوس ومراداتها كلها قال وهيب بن الورد بلغنا والله أعلم أن موسى عليه السلام قال يا رب أوصني قال أوصيك بي قالها ثلاثا حتى قال في الآخرة أوصيك بي أن لا يعرض لك أمر إلا آثرت فيه محبتي على ما سواها فمن لم يفعل ذلك لم أزكه ولم أرحم والمعروف في استعمال الهوى عند الإطلاق أنه الميل إلى خلاف الحق كما في قوله عز وجل ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله وقال وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وقد يطلق الهوى بمعنى المحبة والميل مطلقا فيدخل فيه الميل إلى الحق وغيره وربما استعمل بمعنى محبة الحق خاصة والانقياد إليه وسئل صفوان بن عسال هل سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الهوى فقال سأله أعرابي عن الرجل يحب القوم ولم يلحق بهم فقال المرء مع من أحب ولما نزل قوله عز وجل ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم ما أرى ربك إلا يسارع في هواك وقال عمر في قصة المشاورة في أثار بدر فهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهو ما قلت وهذا الحديث مما جاء استعمال الهوى فيه بمعنى المحبة المحمودة وقد وقع مثل ذلك في الآثار الإسرائيلية كثيرا وكلام مشايخ القوم وإشاراتهم نظما ونثرا يكثر فيها هذا الاستعمال ومما يناسب معنى الحديث من ذلك قول بعضهم إن هواك الذي بقلبي طيرني سامعا مطيعة أخذت قلبي وغمض عيني سلبتني النوم والهجوع فذر فؤادي وخذر قادي فقال لا بل هما جميعا ترجمة نانسي قنقر أخذبر أخذبر اشتركوا في القناة 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 يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة رواه الترمذي وقال حديث حسن هذا الحديث تفرد به الترمذي خرجه من طريق كثير بن فائد حدثنا سعيد بن عبيد سمعت بكر بن عبد الله المزني يقول حدثنا أنس فذكره وقال حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه انتهى وإسناده لا بأس به وسعيد بن عبيد هو الهنائي قال أبو حاتم شيخ وذكره بن حبان في الثقات ومن زعم أنه غير الهنائي فقد وهم وقال الدار القطني تفرد به كثير بن فائد عن سعيد مرفوعا ورواه سلم بن قتيبة عن سعيد بن عبيد فوقفه على أنس قلت قد روي عنه مرفوعا وموقوفا وتابعه على رفعه أيضا أبو سعيد مولى بني هاشم فرواه عن سعيد بن عبيد مرفوعا أيضا وقد روي أيضا من حديث ثابت عن أنس مرفوعا ولكن قال أبو حاتم هو منكر وقد روي أيضا من حديث أبي ذر خرجه الإمام أحمد من رواية شهر بن حوشب عن معد يكرب عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل فذكره بمعناه ورواه بعضهم عن شهر عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي ذر وقيل عن شهر عن أم الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح هذا القول وروي من حديث ابن عباس خرجه الطبراني من رواية قيس بن الربيع عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي بعضه من وجوه أخر فخرج مسلم في صحيحه من حديث المعرور بن سويد عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولة ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بقرابها مغفرة وخرج الإمام أحمد من رواية أخشن السدوسي قال دخلت على أنس فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده لو أخطأتم حتى تملأ خطاياكم ما بين السماء والأرض ثم استغفرتم الله لغفر لكم فقد تضمن حديث أنس المبدوء بذكره أن هذه الأسباب الثلاثة يحصل بها المغفرة أحدها الدعاء مع الرجاء فإن الدعاء مأمور به وموعود عليه بالإجابة كما قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وفي السنن الأربعة عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدعاء هو العبادة ثم تلا هذه الآية وفي حديث آخر خرجه الطبراني مرفوع من أعطي الدعاء أعطي الإجابة لأن الله تعالى يقول ادعوني أستجب لكم وفي حديث آخر ما كان الله ليفتح على عبد باب الدعاء ويغلق عنه باب الإجابة لكن الدعاء سبب مقتض للإجابة مع استكمال شرائطه وانتفاء موانعه وقد تتخلف إجابته لانتفاء بعض شروطه أو وجود بعض موانعه وقد سبق ذكر بعض شرائطه وموانعه وآدابه في شرح الحديث العاشر ومن أعظم شرائطه حضور القلب ورجاء الإجابة من الله تعالى كما خرجه الترمذي من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة فإن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل الله وفي المسند عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه القلوب أوعية فبعضها أوعى من بعض فإذا سألتم الله فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة فإن الله لا يستجيب لعبد دعاء من ظهر قلب غافل ولهذا نهي العبد أن يقول في دعائه اللهم اغفر لي إن شئت ولكن ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له ونهي أن يستعجل ويترك الدعاء لاستبرطاء الإجابة وجعل ذلك من موانع الإجابة حتى لا يقطع العبد رجاءه من إجابة دعائه ولو طالت المدة فإنه سبحانه يحب الملحين في الدعاء وجاء في الآثار إن العبد إذا دعا ربه وهو يحبه قال يا جبريل لا تعجل بخضاء حاجة عبدي فإني أحب أن أسمع صوته وقال تعالى وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين فما دام العبد يلح في الدعاء ويطمع في الإجابة من غير قطع الرجاء فهو قريب من الإجابة ومن أدمن قرع الباب يوشك أن يفتح له وفي صحيح الحاكم عن أنس مرفوع لا تعجزوا عن الدعاء فإنه لن يهلك مع الدعاء أحد ومن أهم ما يسأل العبد ربه مغفرة ذنوبه أو ما يستلزم ذلك كالنجاة من النار ودخول الجنة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حولها ندند يعني حول سؤال الجنة ونجاة من النار قال أبو مسلم الخولاني ما عرضت لي دعوة فذكرت النار إلا صرفتها إلى الاستعاذة منها ومن رحمة الله تعالى بعبده أن العبد يدعوه بحاجة من الدنيا فيصرفها عنه ويعوضه خيرا منها إما أن يصرف عنه بذلك سوءا أو أن يدخرها له في الآخرة أو يغفر له بها ذنبا كما في المسند والترمذي من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يدعو بدعاء إلا أتاه الله ما سأل أو كف عنه من السوء مثله ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم وفي المسند وصحيح الحاكم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم أو قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث إما أن يعجل له دعوته وإما أن يدخرها له في الآخرة وإما أن يكشف عنه من السوء مثلها قالوا إذن نكثر قال الله أكثر وخرجه الطبراني وعنده أو يغفر له بها ذنبا قد سلف بدل قوله أو يكشف عنه من السوء مثلها وخرج الترمذي من حديث عبادة مرفوعا نحو حديث أبي سعيد أيضا وبكل حال فالإلحاح بالدعاء بالمغفرة مع رجاء الله تعالى موجب للمغفرة والله تعالى يقول أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء وفي رواية فلا تظنوا بالله إلا خيرا ويروى من حديث سعيد بن جبير عن ابن عمر مرفوعا يأتي الله تعالى بالمؤمن يوم القيامة فيقربه حتى يجعله في حجابه من جميع الخلق فيقول له اقرأ صحيفتك فيعرفه ذنبا ذنبا أتعرف أتعرف فيقول نعم نعم ثم يلتفت العبد يمنة ويسرة فيقول الله تعالى لا بأس عليك يا عبدي أنت في ستري من جميع خلقي ليس بيني وبينك اليوم أحد يطلع على ذنوبك غيري اذهب فقد غفرتها لك بحرف واحد من جميع ما أتيتني به قال ما هو يا ربي قال كنت لا ترجو العفو من أحد غيري فمن أعظم أسباب المغفرة أن العبد إذا أذنب ذنبا لم يرجو مغفرته من غير ربه ويعلم أنه لا يغفر الذنوب ويأخذ بها غيره وقد سبق ذكر ذلك في شرح حديث أبي ذر يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي الحديث وقوله إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يعني على كثرة ذنوبك وخطاياك ولا يتعظمني ذلك ولا أستكسره وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا أحدكم فليعظم الرغبة فإن الله لا يتعظمه شيء فذنوب العباد وإن عظمت فإن عفو الله ومغفرته أعظم منها وأعظم فهي صغيرة في جنب عفو الله ومغفرته وفي صحيح الحاكم عن جابر أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول واذنوباه واذنوباه مرتين أو ثلاثة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي فقالها ثم قال له عد فعاد ثم قال له عد فعاد فقال له قم فقد غفر الله لك وفي هذا يقول بعضهم يَا كَبِيرَ فَمَنِ الَّذِي يَرْجُوِ وَيَدْعُ الْمُجْرِمُ مَا لِي إِلَيْكَ وَسِيلَةٌ إِلَّا الرَّجَى وَجَمِيلُ عَفْوِكَ ثُمَّ أَنِّي مُسْلِمُ السبب الثاني للمغفرة الاستغفار ولو عظمت الذنوب وبلغت الكثرة عنان السماء وهو السحاب وقيل من تهى إليه البصر منها وفي الرواية الأخرى لو أخطأتم حتى بلغت خطاياكم ما بين السماء والأرض ثم استغفرتم الله لغفر لكم والاستغفار طلب المغفرة والمغفرة هي وقاية شر الذنوب مع سترها وقد كثر في القرآن ذكر الاستغفار فتارة يؤمر به كقوله تعالى واستغفروا الله إن الله غفور رحيم وقوله وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه وتارة يمدح أهله كقوله والمستغفرين بالأسحار وقوله وبالأسحار هم يستغفرون وقوله والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله وتارة يذكر أن الله يغفر لمن استغفره فقوله تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما وكثيرا ما يقرن الاستغفار بذكر التوبة فيكون الاستغفار حينئذ عبارة عن طلب المغفرة باللسان والتوبة عبارة عن الإقلاع عن الذنوب بالقلوب والجوارح وتارة يفرد الاستغفار ويرتب عليه المغفرة كما ذكر في هذا الحديث وما أشبهه فقد قيل إنه إريد به الاستغفار المقترن بالتوبة وقيل إن نصوص الاستغفار المفردة كلها مطلقة تقيد بما يذكر في آية آل عمران من عدم الإصرار فإن الله وعد فيها المغفرة لمن استغفره من ذنوبه ولم يصر على فعله فيتحمل النصوص المطلقة في الاستغفار كلها على هذا المقيد ومجرد قول القائل اللهم اغفر لي طلب منه للمغفرة ودعاء بها فيكون حكمه حكم سائر الدعاء فإن شاء الله أجابه وغفر لصاحبه لا سيما إذا خرج عن قلب منكسر بالذنب أو صادف ساعة من ساعات الإجابة كالأسحار وأدبار الصلوات ويروى عن لقمان عليه السلام أنه قال لابنه يا بني عود لسانك اللهم اغفر لي فإن لله ساعات لا يرد فيها سائلا وقال الحسن أكثر من الاستغفار في بيوتكم وعلى موائدكم وفي طرقكم وفي أسواقكم وفي مجالسكم أينما كنتم فإنكم ما تدرون متى تنزل المغفرة وخرج ابن أبي الدنيا في كتاب حسن الظن من حديث أبي هريرة مرفوعة بينما رجل مستلق إذ نظر إلى السماء وإلى النجوم فقال إني لأعلم أن لك ربا خالقا اللهم اغفر لي فغفر له وعن مورق قال كان رجل يعمل السيئات فخرج إلى البرية فجمع ترابا فاتجع عليه مستلقها فقال رب اغفر لي ذنوبي فقال إن هذا ليعرف أن له ربا يغفر ويعذب فغفر له وعن مغيث ابن سمي قال بينما رجل خبيث فتذكر يوما فقال اللهم غفرانك اللهم غفرانك اللهم غفرانك ثم مات فغفر له ويشهد لهذا ما في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عبدا أذنب ذنبا فقال رب أذنبت ذنبا فاغفر لي قال الله تعالى علم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب ويأخذ به غفرت لعبدي ثم مكس ما شاء الله ثم أذنب ذنبا آخر فذكر مثل الأول مرتين أخرين وفي رواية لمسلم أنه قال في الثالثة قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء والمعنى ما دام على هذه الحال كلما أذنب استغفر والظاهر أن مراده استغفار المقرون بعدم الإصرار ولهذا في حديث أبي بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم سبعين مرة خرجه أبو داود والترمذي وأما استغفار اللسان مع إصرار القلب على الذنب فهو دعاء مجرد إن شاء الله أجابه وإن شاء رده وقد يكون الإصرار مانعا من الإجابة وفي المسند من حديث عبد الله بن عمر مرفوعا ويل للذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون وخرج ابن أبي الدنيا من حديث ابن عباس مرفوعا التائب من الذنب كمن لا ذنب له والمستغفر من ذنب وهو مقيم عليه كالمستهزئ بربه ورفعه منكر ولعله موقوف قال الضحاك ثلاثة لا يستجاب لهم فذكر منهم رجل مقيم على امرأة زنا كلما قضى شهوته قال رب اغفر لي ما أصبت من فلانة فيقول الرب تحول عنها وأغفر لك فأما ما دمت مقيما عليها فإني لا أغفر لك ورجل عنده مال قوم يرى أهله فيقول رب اغفر لي ما آكل من مال فلان فيقول تعالى رد إليهم مالهم وأغفر لك وأما ما لم ترد إليهم فلا أغفر لك وقول القائل أستغفر الله معناه أطلب مغفرته فهو كقوله اللهم اغفر لي فالاستغفار التام الموجب للمغفرة هو ما قارن عدم الإصرار كما مدح الله أهله ووعدهم المغفرة قال بعض العارفين من لم يكن ثمرة استغفاره تصحيح توبته فهو كاذب في استغفاره وكان بعضهم يقول استغفارنا هذا يحتاج إلى استغفار كثير وفي ذلك يقول بعضهم أستغفر الله من أستغفر الله من لفظة بدرك خالفت معناها وكيف أرجو إجابات الدعاء وقد سددت بالذنب عند الله مجراها فأفضل الاستغفار ما اقترن به ترك الإصرار وهو حينئذ توبة نصوح وإن قال بلسانه أستغفر الله وهو غير مقلع بقلبه فهو داع لله بالمغفرة كما يقول اللهم اغفر لي وهو حسن وقد يرجى له الإجابة وأما من قال توبة الكذابين فمراده أنه ليس بتوبة كما يعتقده بعض الناس وهذا حق فإن التوبة لا تكون مع الإصرار وإن قال أستغفر الله وأتوب إليه فله حالتان إحداهما أن يكون مصرا بقلبه على المعصية فهذا كاذب في قوله وأتوب إليه لأنه غير تائب فلا يجوز له أن يخبر عن نفسه بأنه تائب وهو غير تائب والثانية أن يكون مقلعا عن المعصية بقلبه فاختلف الناس في جواز قوله وأتوب إليه فكرهه طائفة من السلف وهو قول أصحاب أبي حنيفة حكاه عنهم الطحاوي وقال الربيع بن خسيم يكون قوله وأتوب إليه كذبة وذنبا ولكن ليقل اللهم تب علي أو يقول اللهم إني أستغفرك فتب علي وهذا قد يحمل على من لم يقلع بقلبه وهو بحاله أشبه وكان محمد بن سوقة يقول في استغفاره أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأسأله توبة نصوحا واروي عن حذيفة أنه قال بحسب المرء من الكذب أن يقول أستغفر الله ثم يعود وسمع مطرف رجلا يقول أستغفر الله وأتوب إليه فتغيض عليه وقال لعلك لا تفعل وهذا ظاهرة يدل على أنه إنما كره أن يقول وأتوب إليه لأن التوبة النصوحة أن لا يعود إلى الذنب أبدا فمتى عاد إليه كان كاذبا في قوله أتوب إليه وكذلك سئل محمد بن كعب القرضي عمن عاهد الله أن لا يعود إلى معصية أبدا فقال من أعظم منه إثما يتألى على الله أن لا ينفذ فيه قضاءه ورجح قوله في هذا أبو الفرج ابن الجوزي وروي عن سفيان بن عيينة نحو ذلك وجمهور العلماء على جواز أن يقول التائب أتوب إلى الله وأن يعاهد العبد ربه على أن لا يعود إلى المعصية فإن العزم على ذلك واجب عليه فهو مخبر بما عزم عليه في الحال ولهذا قال ما أصر من استغفر ولو عاد في اليوم سبعين مرة وقال في المعاود للذنب قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء وفي حديث كفارة المجلس أستغفرك اللهم وأتوب إليك وقطع النبي صلى الله عليه وسلم سارقا ثم قال له استغفر الله وتوب إليه فقال أستغفر الله وأتوب إليه فقال اللهم تب عليه خرجه أبو داود واستحب جماعة من السلف الزيادة على قوله أستغفر الله وأتوب إليه فروي عن عمر أنه سمع رجلا يقول أستغفر الله وأتوب إليه فقال له يا حميق قل توبة من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا وسئل الأوزاعي عن الاستغفار أيقول أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه فقال إن هذا لحسن ولكن يقول رب اغفر لي حتى يتم الاستغفار وأفضل أن يبدأ العبد باستناء على ربه ثم يثني بالاعتراف بذنبه ثم يسأل الله المغفرة كما في حديث شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت خرجه البخاري وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم ومن أنواع الاستغفار أن يقول العبد أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قاله غفر له وإن كان فر من الزحف خرجه أبو داود والترمذي وفي كتاب اليوم والليلة للنسائي عن خباب من الأردس قال قلت يا رسول الله كيف نستغفر قال قل اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وفيه عن أبي هريرة قال ما رأيت أحدا أكثر أن يقول أستغفر الله وأتوب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي السنن الأربعة عن ابن عمر قال إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد مئة مرة يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة وفي صحيح مسلم عن الأغر المذني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم مئة مرة وفي المسند عن حذيفة قال قلت يا رسول الله إني ذرب اللسان وإن عامة ذلك على أهلي فقال أين أنت من الاستغفار إني لأستغفر الله في اليوم والليلة مئة مرة وفي سنن أبي داود عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب قال أبو هريرة إني لأستغفر الله وأتوب إليه كل يوم ألف مرة وذلك على قدر ديتي وقالت عائشة طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا قال أبو المنهال ما جاور عبد في قبره من جار أحب إليه من استغفار كثير وبالجملة فدواء الذنوب الاستغفار وروينا من حديث أبي ذر مرفوعة إن لكل داء دواء وإن دواء الذنوب الاستغفار قال قتادة إن هذا القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم فأما داءكم فالذنوب وأما دواءكم فالاستغفار قال بعضهم إنما معول المذنبين البكاء والاستغفار فمن أهمته ذنوبه أكثر لها من الاستغفار قال رياح القيسي لنيف وأربعون ذنبا قد استغفرت الله لكل ذنب مئة ألف مرة وحاسب بعضهم نفسه من وقت بلوغه فإذا زلاته لا تجاوز ستا وثلاثين زلة فاستغفر الله لكل زلة مئة ألف مرة وصلى لكل زلة ألف ركعة ختم في كل ركعة منها ختمة قال ومع ذلك فإني غير آمن سطوة ربي أن يأخذني بها وأنا على خطر من قبور التوبة ومن زاد اهتمامه بذنوبه فربما تعلق بأذيال من قلت ذنوبه فالتمس منه الاستغفار وكان عمر يطلب من الصبيان الاستغفار ويقول إنكم لم تذنبوا وكان أبو هريرة يقول لغلمان الكتاب قولوا اللهم اغفر لأبي هريرة فيؤمنوا على دعائهم قال بكر مزني لو كان رجل يطوف على الأبواب كما يطوف المسكين يقول استغفر لي لكان نوله أن يفعل ومن كثرت ذنوبه وسيئاته حتى فاتت العد والإحصاء فليستغفر الله مما علم الله فإن الله قد علم كل شيء وأحصاه كما قال تعالى يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه وفي حديث شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم أسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب وفي هذا يقول بعضهم أستغفر الله مما يعلم الله إن الشقي لمن لا يرحم الله ما أحلم الله عمن لا يراقبه كل مسيء ولكن يحلم الله فاستغفر الله مما كان من زلل طوبى لمن كف عما يكره الله طوبى لمن حسنت فيه سريرته طوبى لمن ينتهي عما نهى الله السبب الثالث من أسباب المغفرة التوحيد وهو السبب الأعظم فمن فقده فقد المغفرة ومن جاء به فقد أتى بأعظم أسباب المغفرة قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فمن جاء مع التوحيد بقراب الأرض وهو ملؤها أو ما يقارب ملأها خطايا لقيه الله بقرابها مغفرة لكن هذا مع مشيئة الله عز وجل فإن شاء غفر له وإن شاء أخذه بذنوبه ثم كان عاقبته أن لا يخلد في النار بل يخرج منها ثم يدخل الجنة قال بعضهم الموحد لا يلقى في النار كما يلقى الكفار ولا يلقى فيها ما يلقى الكفار ولا يبقى فيها كما يبقى الكفار فإن كمل توحيد العبد وإخلاصه لله فيه وقام بشروطه كلها بقلبه ولسانه وجوارحه أو بقلبه ولسانه عند الموت أوجب ذلك مغفرة ما سلف من الذنوب كلها ومنعه من دخول النار بالكلية فمن تحقق بكلمة التوحيد قلبه أخرجت منه كل ما سوى الله محبة وتعظيما وإجلالا ومهابة وخشية ورجاء وتوكلا وحينئذ تحرق ذنوبه وخطايا كلها ولو كانت مثل زبد البحر وربما قلبتها حسنات كما سبق ذكره في تبديل السيئات حسنات فإن هذا التوحيد هو الأكسير العظيم فلو وضع ذرة منها على جبال الذنوب والخطايا لقلبها حسنات كما في المسند وغيره عن أم هانئ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إله إلا الله لا تترك ذنبا ولا يسبقها عمل وفي المسند عن شداد بن أوس وعبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه ارفعوا أيديكم وقولوا لا إله إلا الله فرفعنا أيدينا ساعة ثم وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ثم قال الحمد لله اللهم بعتني بهذه الكلمة وأمرتني بها ووعدتني الجنة عليها وإنك لا تخلف المعاد ثم قال أبشروا فإن الله قد غفر لكم قال الشبلي من ركن إلى الدنيا أحرقته بنارها فصار رمادا تذروه الرياح ومن ركن إلى الآخرة أحرقته بنورها فصار ذهبا أحمر ينتفع به ومن ركن إلى الله أحرقه نور التوحيد فصار جوهرا لا قيمة له إذا علقت نار المحبة بالقلب أحرقت منه كل ما سوى الرب عز وجل فطهر القلب حينئذ من الأغيار وصلح عرشا للتوحيد ما وسعني سمائي ولا أرضي ولكن وسعني قلب عبد المؤمن غفن الشوق إليهم بريقي فواح ريقي في الهوى واح ريقي قد رماني الحب في لج بحر فخذوا بالله كف الغريقي حل عندي حبكم في شغافي حل مني كل عقد وثيقي فهذا آخر ما ذكره الشيخ رحمه الله من الأحاديث في هذا الكتاب ونحن بعون الله ومشيئته نذكر تتمة الخمسين حديثا من الأحاديث الجامعة لأنواع العلوم والحكم والآداب الموعود بها في أول الكتاب والله الموفق للصواب اشتركوا في القناة شكرا 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 عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس وخرجه مسلم من رواية معمر ويحيى بن أيوب عن ابن طاوس أيضا وقد رواه الثوري وابن عيينة وابن جريج وغيرهم عن ابن طاوس عن أبيه مرسلا من غير ذكر ابن عباس ورجح النسائي إرساله وقد اختلف العلماء في معنى قوله ألحق الفرائض بأهلها فقال الطائفة المراد بالفرائض الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى والمراد أعط الفروض المقدرة لمن سماها الله لهم فما بقي بعد هذه الفروض فيستحقه أولى الرجال والمراد بالأولى الأقرب كما يقال هذا يلي هذا أي يقرب منه فأقرب الرجال هو أقرب العصبات فيستحق الباقي بالتعصيب وبهذا المعنى فسر الحديث جماعة من الأئمة منهم الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نقله عنهما إسحاق بن منصور وعلى هذا فإذا اجتمع بنت وأخت وعم أو ابن عم أو ابن أخ فينبغي أن يأخذ الباقي بعد نصف البنت العصبة وهذا قول بن عباس وكان يتمسك بهذا الحديث ويقر بأن الناس كلهم على خلافه وذهبت الظاهرية إلى قوله أيضا وقال إسحاق إذا كان مع البنت والأخت عصبة فالعصبة أولى وإن لم يكن معهما أحد فالأخت لها الباقي وحكي عن ابن مسعود أنه قال البنت أصبة من لا أصبة له ورد بعضهم هذا وقال لا يصح عن ابن مسعود وكان ابن الزبير ومسروق يقولان بقول ابن عباس ثم رجعا عنه وذهب جمهور العلماء إلى أن الأخت مع البنت رصبة لها ما فضل منهم عمر وعلي وعائشة وزيد وابن مسعود ومعاذ بن جبل وتابعهم سائر العلماء وروا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج سألت ابن طاوس عن ابنة وأخت فقال كان أبي يذكر عن ابن عباس عن رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيئا وكان طاوس لا يرضى بذلك الرجل قال وكان أبي يشك فيها ولا يقول فيها شيئا وقد كان يسأل عنها والظاهر والله أعلم أن مراد طاوس هو هذا الحديث فإن ابن عباس لم يكن عنده نص صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ميراث الأخت مع البنت إنما كان يتمسك بمثل عموم هذا الحديث وما ذكره طاوس أن ابن عباس رواه عن رجل وأنه لا يرضاه فابن عباس أكثر رواياته للحديث عن الصحابة والصحابة كلهم عدول قد رضي الله عنهم وأثنى عليهم فلا عبرة بعد ذلك بعدم رضا طاوس وفي صحيح البخاري عن أبي قيس الأودي عن هزيل بن شرحبيل قال جاء رجل إلى أبي موسى فسأله عن ابنة وابنة ابن وأخت لأب وأم فقال للإبنة النصف وللأخت ما بقي وأتي ابن مسعود فسيتابعني فأتى ابن مسعود فذكر ذلك له فقال لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين اقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للإبنة النصف ولإبنة الإبن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت قال فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم وفيه أيضا عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد قال قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النصف للإبنة والنصف للأخت ثم ترك الأعمش ذكر عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يذكره وخرجه أبو داود من وجه آخر عن الأسود وزاد فيه ونبي الله صلى الله عليه وسلم يومئذ حي واستدل ابن عباس لقوله بقول الله عز وجل قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرئ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وكان يقول أأنتم أعلم أم الله يعني أن الله لم يجعل لها النصف إلا مع عدم الولد وأنتم تجعلون لها النصف مع الولد وهو البنت والصواب قول عمر والجمهور ولا دلالة في هذه الآية على خلاف ذلك لأن المراد بقوله فلها نصف ما ترك بالفرض وهذا مشروط بعدم الولد بالكلية ولهذا قال بعده فإن كانتا إثنتين فلهم الثلثان مما ترك يعني بالفرض والأخت الواحدة إنما تأخذ النصفة مع عدم وجود الولد الذكر والأنثى وكذلك الأختان فصاعدا إنما يستحقون الثلثين مع عدم وجود الولد الذكر والأنثى فإن كان هناك ولد فإن كان ذكر فهو مقدم على الأخوة مطلقا ذكورهم وإناثهم وإن لم يكن هناك ولد ذكر بل أنثى فالباقي بعد فرضها يستحقه الأخ مع أخته بالاتفاق فإذا كانت الأخت لا يسقطها أخوها فكيف يسقطها من هو أبعد منه من العصابات كالعم وابنه وإذا لم يكن العصبة الأبعد مسقطا لها فيتعين تقديمها عليه بامتناع مشاركته لها فمفهوم الآية أن الولد يمنع أن يكون للأخت النصف بالفرض وهذا حق ليس مفهومها أن الأخت تسقط بالبنت ولا تأخذ ما فضل من ميراتها يدل عليه قوله تعالى وهو يرثها إن لم يكن لها ولد وقد أجمعت الأمة على أن الولد الأنثى لا يمنع الأخ أن يرث من مال أخته ما فضل عن البنت أو البنات وإنما وجود الولد الأنثى يمنع أن يحوز الأخ ميراث أخته كله فكما أن الولد إن كان ذكرا منع الأخ من الميراث وإن كان أنثى لم يمنعه الفاضل عن ميراثها وإن منعه حيازة الميراث فكذلك الولد إن كان ذكرا منع الأخت الميراث بالكلية وإن كان أنثى منعت الأخت أن يفرض لها النصف ولم تمنعها أن تأخذ ما فضل عن فرضها والله أعلم وأما قوله فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر فقد قيل إن المراد به العصبة البعيدة خاصة كبني الإخوة والأعمام وبنيهم دون العصبة القريب بدليل أن الباقي بعد الفروض يشترك فيه الذكر والأنثى إذا كان العصبة قريبا كالأولاد والإخوة بالاتفاق فكذلك الأخت مع البنت بن الصدال عليه وأيضا فإنه يخص منه هذه الصور بالاتفاق وكذلك يخص منه المعتقة مولاة النعمة بالاتفاق فتخص منه صورة الأخت مع البنت بالنص وقال الطائفة أخرى المراد بقوله ألحق الفرائض بأهلها ما يستحقه ذو الفروض في الجملة سواء أخذوه بفرض أو بتعصيب طرأ لهم والمراد بقوله ألحق الفرائض بأهلها ما يستحقه ذو الفروض في الجملة سواء أخذوه بفرض أو بتعصيب طرأ لهم والمراد بقوله فما بقي فالأولى رجل ذكر العصبة الذي ليس له فرض بحال ويدل عليه أنه قد روي الحديث بلفظ آخر وهو اقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فدخل في ذلك كل من كان من أهل الفروض بوجه من الوجوه وعلى هذا فما تأخذه الأخت مع أخيها أو ابن عمها إذا عصبها هو داخل في هذه القسمة لأنها من أهل الفرائض في الجملة فكذلك ما تأخذه الأخت مع البنت وقالت شرقة أخرى المراد بأهل الفرائض في قوله ألحق الفرائض بأهلها وقوله اقسموا المال بين أهل الفرائض جملة من سماه الله في كتابه من أهل المواريث من ذوي الفروض والعصبات كلهم فإن كل ما يأخذه الورث فهو فرض فرضه الله لهم سواء كان مقدرا أو غير مقدر كما قال بعد ذكر ميراث الوالدين والأولاد فريضة من الله وفيهم ذو فرض وعصبة وكما قال للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وهذا يشمل العصبات وذوي الفروض فكذلك قوله اقسموا الفرائض بين أهلها على كتاب الله يشمل قسمته بين ذوي الفروض والعصبات على ما في كتاب الله فانقسم على ذلك ثم فضل منه شيء فيختص بالفاضل أقرب الذكور من الورثة وكذلك إن لم يوجد في كتاب الله تصريح لقسمته بين من سماه الله من الورثة فيكون حينئذ المال لأولى رجل ذكر منهم فهذا الحديث مبين لكيفية قسمة المواريث المذكورة في كتاب الله بين أهلها ومبين لقسمة ما فضل من المال عن تلك القسمة مما لم يصرح به في القرآن من أحوال أولئك الورثة وأقسامهم ومبين أيضا لكيفية توريث بقية العصابات الذين لم يصرح بتسميتهم في القرآن فإذا ضم هذا الحديث إلى آيات القرآن انتظم ذلك كله معرفة قسمة المواريث بين جميع ذوي الفروض والعصابات ونحن نذكر حكم توريث الأولاد والوالدين كما ذكره الله في أول سورة النساء وحكم توريث الإخوة من الأبوين أو من الأبي كما ذكره الله في آخر السورة المذكورة فأما الأولاد فقد قال الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فهذا فهذا حكم حكم اجتماع ذكورهم وإناثهم أنه يكون للذكر منهم مثل حظ الأنثيين ويدخل في ذلك الأولاد وأولاد البنين باتفاق العلماء فمتى اجتمع الأولاد إخوة وأخوات اقتسم الميراث على هذا الوجه عند الأكثرين فلو كان هناك بنت للصلب أو ابنتان وكان هناك ابن ابن مع أخته اختسما الباقي أثلاثا لدخولهم في هذا العموم هذا قول جمهور العلماء منهم عمر وعلي وزيد وابن عباس وذهب إليه عامة العلماء والأئمة الأربع وذهب ابن مسعود إلى أن الباقي بعد استكمال بنات الصلب الثلثين كله لابن الابن ولا يعصب أخته وهو قول علقمة وأبي ثور وأهل الظاهر فلا يعصب عندهم الولد أخته إلا أن يكون لها فريضة لو انفردت عنه فكذلك قالوا فيما إذا كان هناك بنت وأولاد ابن ذكور وإناف إن الباقي لجميع ولد الابن للذكر منهم مثل حظ الأنسيين وقال ابن مسعود في بنت وبنات ابن وبني ابن للبنت النصف وللباقي بين ولد الابن للذكر مثل حظ الأنسيين إلا أن تزيد المقاسمة بنات الابن على السدس فيفرض لهن السدس ويجعل الباقي لبني الابن وهو قول أبي ثور وأما الجمهور فقالوا النصف الباقي لولد الابن للذكر مثل حظ الأنسيين عملا بعموم الآية وعندهم أن الولد وإن نزل يعصب من في درجته بكل حال سواء كان للأنسى فرض بدونه أو لم يكن ولا يعصب من أعلى منه من الإناث إلا بشرط أن لا يكون لها فرض بدونه ولا يعصب من أسفل منه بكل حال ثم قال تعالى فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف فهذا حكم انفراد الإناث من الأولاد أن للواحدة النصف ولما فوق الاثنتين الثلثان ويدخل في ذلك بنات الصلب وبنات الابن عند عدمهن فإن اجتمعنا فإن استكمل بنات الصلب الثلثين فلا شيء لبنات الابن المنفردات وإن لم يستكمل البنات الثلثين بل كان ولد الصلب بنتا واحدة ومعها بنات ابن فللبنت النصف ولبنات الابن السدس تكملة الثلثين لألا يزيد فرض البنات على الثلثين وبهذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود الذي تقدم ذكره وهو قول عامة العلماء إلا ما روي عن ابن مسعود وسلمان بن ربيع أنه لا شيء لبنات الابن وقد وقد رجع أبو موسى إلى قول ابن مسعود لما بلغه قوله في ذلك وإنما أشكل على العلماء حكم ميراث البنتين فإن لهم الثلثين بالإجماع كما حكاه ابن المنذر وغيره وما حكي فيه عن ابن عباس أن لهما النصف فقد قيل إن إسناده لا يصح والقرآن يدل على خلافه حيث قال وإن كانت واحدة فلها النصف فكيف تورث أكثر من واحدة النصف وحديث ابن مسعود في توريث البنت النصف وبنت الإبن السدس تكملة الثلثين يدل على توريث البنتين الثلثين بطريق الأولى وخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث ابنتي سعد بن الربيع الثلثين ولكن أشكل فهم ذلك من القرآن لقوله تعالى فإن كن نساء فوق اثنتين فلهذا اضطرب الناس في هذا وقال كثير من الناس فيه أقوال مستبعدة ومنهم من قال استفيد حكم ميراث الإبنتين من ميراث الأختين فإنه قال تعالى فإن كانتا إثنتين فلهم الثلثان مما ترك واستفيد حكم ميراث أكثر من الأختين من حكم ميراث ما فوق الإثنتين ومنهم من قال البنت مع أخيها لها الثلث بنص القرآن فلأن يكون لها الثلث مع أختها أولى وسلك بعضهم مسلكا آخر وهو أن الله تعالى ذكر حكم توريث اجتماع الذكور والإناث من الأولاد وذكر حكم توريث الإناث إذا انفردنا عن الذكور ولم ينص على حكم انفراد الذكور منهم عن الإناث وجعل حكم الاجتماع أن الذكر له مثل حظ الأنثيين فإن اجتمع مع الابن ابنتان فصاعدا فله مثل نصيب اثنتين منهن وإن لم يكن معه إلا ابنة واحدة فله الثلثان ولها الثلث وقد سم الله ما يستحقه الذكر حظ الأنثيين مطلقا وليس الثلثان حظ الأنثيين في حاج اجتماعهما مع الذكر لأن حظهما حينئذ النصف فتعين أن يكون الثلثان حظهما حال الانفراد وبقي ها هنا قسم ثالث لم يصرح القرآن بذكره وهو حكم انفراد الذكور من الولد وهذا مما يمكن إدخاله في حديث ابن عباس فما بقي فالأولى رجل ذكر فإن هذا القسم قد بقي ولم يصرح بحكمه في القرآن فيكون المال حينئذ لأقرب الذكور من الولد والأمر على هذا فإنه لو اجتمع ابن وابن ابن لكان المال كله للابن ولو كان ابن ابن وابن ابن ابن لكان المال كله لابن الابن على مقتضى حديث ابن عباس والله أعلم ثم ذكر تعالى حكم ميراث الأبوين فقال ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فهذا حكم ميراث الأبوين إذا كان للولد المتوفى ولد وسواء في الولد الذكر والأنثى وسواء فيه ولد الصلب وولد الابن هذا كالإجماع من العلماء وقد حكى بعضهم عن مجاهد فيه خلافا فمتى كان للميت ولد أو ولد ابن وله أبوان فلكل واحد من أبويه السدس فرضا ثم إن كان الولد ذكر فالباقي بعد سدسي الأبوين له وربما دخل هذا في قوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر وأقرب العصبات الإبن وإن كان الولد أنثى فإن كانتا إثنتين فصاعدا فالثلثان لهن ولا يفضل من المال شيء وإن كانت بنتا واحدة فلها النصف ويفضل من المال سدس آخر فيأخذه الأب بالتعصيب عملا بقوله صلى الله عليه وسلم ألحق ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر فهو أولى رجل ذكر عند فقد الإبن إذ هو أقرب من الأخ وابنه والعم وابنه ثم قال تعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث يعني إذا لم يكن للميت ولد وله أبوان يرسانه فلأمه الثلث فيفهم من ذلك أن الباقي بعد الثلث للأب لأنه أثبت ميراثه لأبويه وخص الأم من الميراث بالثلث فعلم أن الباقي للأب ولم يقل فللأب مثلا ما للأم لألا يوهم أن اقتسامهما المال هو بالتعطيب كالأولاد والإخوة إذا كان فيهم ذكور وإناث وكان ابن عباس يتمسك بهذه الآية لقوله في المسألتين الملقبتين بالعمريتين وهما زوج وأبوان وزوجة وأبوان فإن عمر قضى أن الزوجين يأخذان فرضهما من المال وما بقي بعد فرضهما في المسألتين فللأم ثلث والباقي للأب وتابعه على ذلك جمهور الأمة وقال ابن عباس بل للأم الثلث كاملا تمسكا بقوله فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث وقد قيل في جواب هذا إن الله إنما جعل للأم الثلث بشرطين أحدهما أن لا يكون للولد المتوفى ولد والثاني أن يرثه أبواه أي أن ينفرد أبواه بميراثه فما لم ينفرد أبواه بميراثه فلا تستحق الأم الثلث وإن لم يكن للمتوفى ولد وقد يقال وهو أحسن إن قوله وورثه أبواه فلأمه الثلث أي مما ورثه الأبوان ولم يقل فلأمه الثلث مما ترك كما قال في الثلث فالمعنى أنه إذا لم يكن له ولد وكان لأبويه من ماله ميراث فللأم ثلث ذلك الميراث الذي يختص به الأبوان ويبقى الباقي للأب ولهذا السر والله أعلم حيث ذكر الله الفروضة المقدرة لأهلها قال فيها مما ترك أو ما يدل على ذلك قوله من بعد وصية يوصي بها أو دين يبين أن ذا الفرض حقه ذلك الجزء المفروض المقدر له من جميع المال بعد الوصايا والديون وحيث ذكر ميراث العصبات أو ما يقتسمه الذكور والإنات على وجه التعصيب كالأولاد والإخوة لم يقيده بشيء من ذلك يبين أن المال المقتسم بالتعصيب ليس هو المال كله بل تارة يكون جميع المال وتارة يكون هو الفاضل عن الفروض المفروضة المقدرة وهنا لما ذكر ميراث الأبوين من ولدهما الذي لا ولد له ولم يكن اقتسامهما للميراث بالفرض المحض كما في ميراثهما مع الولد ولا كان بالتعصيب المحض الذي يعصب فيه الذكر الأنثى ويأخذ مثلي ما تأخذه الأنثى بل كانت الأم تأخذ ما تأخذه بالفرض والأب يأخذ ما يأخذه بالتعصيب قال وورثه أبواه فلأمه الثلث يعني أن القدر الذي يستحقه الأبوان من ميراثه تأخذ الأم ثلثه فرضا والباقي يأخذه الأب بالتعصيب وهذا مما فتح الله به ولا أعلم أحدا سبق إليه ولله الحمد والمن ثم قال تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين يعني للأم السدس مع الإخوة من جميع التركة الموروثة التي يقتسمها الورثة ولم يذكر هنا ميراث الأب مع الأم ولا شك أنه إذا اجتمع أم وإخوة ليس معهم أب فإن للأم السدس والباقي للإخوة ويحجبها الأخوان فصاعدا عند الجمهور وأما إن كان مع الأم والإخوة أب فقال الأكثرون يحجب الإخوة الأم ولا يرثون وروي عن ابن عباس أنهم يرثون السدس الذي حجبوا عنه الأم بالفرض كما يرث ولد الأم مع الأم بالفرض وقد قيل إن هذا مبني على قوله إن الكلالة من لا ولد له خاصة ولا يشترط للكلالة فقد الوالد فيرث الإخوة مع الأب بالفرض ومن العلماء المتأخرين من قال إذا كان الإخوة محجوبين بالأب فلا يحجبون الأمة عن شيء بل لها حين إذن الثلث ورجحه الإمام أبو العباس ابن تيمية رحمة الله عليه وقد يؤخذ من عموم قول عمر وغيره من السلف من لا يرث لا يحجب وقد قال نحوه أحمد والخرقي لكن أكثر العلماء يحملون ذلك على أن المراد من ليس له أهلية الميراث بالكلية كالكافر والرقيق دون من لا يرث لانحجابه بمن هو أقرب منه والله أعلم وقد يشهد للقول بأن الإخوة إذا كانوا محجوبين لا يحجبون الأمة أن الله تعالى قال فإن كان له إخوة فلأمه السدس ولم يذكر الأب فدل على أن ذلك حكم انفراد الأم مع الإخوة فيكون الباقي بعد السدس كله لهم وهذا ضعيف فإن الإخوة قد يكونون من أم فلا يكون لهم سوى الثلث والله تعالى أعلم وعلم أن الله تعالى ذكر حكم ميراث الأبوين ولم يذكر الجدة ولا الجدة فأما الجدة فقد قال أبو بكر الصديق وعمر بن خطاب رضي الله عنهما إنه ليس لها في كتاب الله شيء وقد حكى بعض العلماء الإجماع على ذلك وأن فرضها إنما ثبت بالسنة وقيل إن السدث طعمة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس بفرض كذا روي عن ابن مسعود وسعيد ابن مسيب وقد روي عن ابن عباس من وجوه فيها ضعف أنها بمنزلة الأم عند فقد الأم ترث ميراث الأم فترث الثلث تارة والسدث أخرى وهذا شدود ولا يصح إلحاق الجدة بالجد لأن الجدة عصبة يدلي بعصبه والجدة ذات فرض تدلي بذات فرض فضعفت وقد قيل إنه ليس لها فرض بالكلية وإنما السدث طعمة أطعمها النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا قال الطائفة ممن يرى الرد على ذوي الفروض إنه لا يرد على الجدة لضعف فرضها وهو رواية عن أحمد وأما الجد فاتفق العلماء على أنه يقوم مقام الأب في أحواله المذكورة من قبل فيرث مع الولد السدث بالفرض ومع عدم الولد يرث بالتعصيب وإن بقي شيء مع إناث الولد أخذه بالتعصيب أيضا عملا بقوله فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر ولكن اختلفوا إذا اجتمع أم وجد مع أحد الزوجين فروي عن طائفة من الصحابة أن للأم ثلث الباقي كما لو كان معها الأب كما سبق روي ذلك عن عمر وابن مسعود كذا نقله بعضهم ومنهم من قال إنما روي عن عمر وابن مسعود في زوج وأم وجد أن للأم ثلث الباقي وروي عن ابن مسعود رواية أخرى أن النصف الفاضلة بين الجد والأم نصفان وأما في زوجة وأم وجد فروي عن ابن مسعود رواية شاذة أن للأم ثلث الباقي والصحيح عنه كقول الجمهور إن لها الثلثة كاملا وهذا يشبه تفريق ابن سيرين في الأم مع الأب أنه إن كان معهما زوج فللأم ثلث الباقي وإن كان معهما زوجة فللأم الثلث وجمهور العلماء على أن الأم لها الثلث مع الجد مطلقا وهو قول علي وزيد وابن عباس والفرق بين الأم مع الأب ومع الجد أنها مع الأب يشملها اسم واحد وهما في القرب سواء إلى الميت فيأخذ الذكر منهما مثل حظ الأنثى مرتين كالأولاد والإخوة وأما الأم مع الجد فليس يشملها اسم واحد والجد أبعد من الأب فلا يلزم مساواته به في ذلك وأما إن اجتمع الجد مع الأخوة فإن كانوا لأم سقطوا به لأنهم إنما يرثون من الكلالة والكلالة من لا ولد له ولا والد إلا رواية شذت عن ابن عباس وأما إن كانوا لأب أو لأبوين فقد اختلف العلماء في حكم ميراثهم قديما وحديثا فمنهم من أسقط الإخوة بالجد مطلقا كما يسقطون بالأب وهذا قول الصديق ومعاذ وابن عباس وغيرهم واستدلوا بأن الجد أب في كتاب الله عز وجل فيدخل في مسمى الأب في المواريث كما أن ولد الولد ولد ويدخل في مسمى الولد عند عدم الولد بالاتفاق وبأن الإخوة إنما يرثون مع الكلالة فيحجبهم الجد كالإخوة من الأب وبأن الجد أقوى من الإخوة لاجتماع الفرض والتعصيب له من جهة واحدة فهو كالأب وحينئذ فيدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم فما بقي فلأولى رجل ذكر ومنهم من شرك بين الإخوة والجد وهو قول كثير من الصحابة وأكثر الفقهاء بعدهم على اختلاف طويل بينهم في كيفية التشريك بينهم في الميراث وكان من السلف من يتوقف في حكمهم ولا يجيب فيهم بشيء لاشتباه أمرهم وإشكاله ولولا خشية الإطالة لبسطنا القول في هذه المسألة ولكن ذلك يؤدي إلى الإطالة جدا وأما حكم ميراث الإخوة الأبوين أو للأب فقد ذكره الله تعالى في آخر سورة نساء في قوله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرئ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك والكلالة مأخوذة من تكل للنسب وإحاطته بالميت وذلك يختضي انتفاء الانتساب مطلقا من العمودين الأعلى والأسهل وتنصيصه تعالى على انتفاء الولد تنبيه على انتفاء الوالد بطريق الاولى لان انتساب الولد الى والده اظهر من انتسابه الى ولده فكان ذكر عدم الولد تنبيها على عدم الوالد بطريق الاولى وقد قال ابو بكر الصديق الكلالة من لا ولد له ولا والد تابعه جمهور الصحابة والعلماء بعدهم وقد روي ذلك مرفوعا من مراسيل ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم خرجه ابو داود في المراسيل وخرجه الحاكم من رواية عن ابي سلمة عن ابي هريرة مرفوعة وصححه ووصله بذكر ابي هريرة ضعيف فقوله ان امرئ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك يعني اذا لم يكن للميت ولد بالكلية لا ذكر ولا انثى فللاخت فينئذ النصف مما ترك فرضا ومفهوم هذا انه اذا كان له ولد فليس للاخت النصف فرضا ثم ان كان الولد ذكر فهو اولى بالمال كله لما سبق تقريره في ميراث الاولاد الذكور اذا انفردوا فانهم اقرب العصبات وهم يسقطون الاخوة فكيف لا يسقطون الاخوات وايضا فقد قال تعالى وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين وهذا يدخل فيه ما اذا كان هناك ذو فرض كالبنات وغيرهن فاذا استحق الفاضل ذكور الاخوة مع الاخوات فاذا انفردوا فكذلك يستحقونه واولى وان كان الولد انثى فليس للاخت هنا النصف بالفرض ولكن لها الباقي بالتعصيب عند جمهور العلماء وقد سبق ذكر ذلك والاختلاف فيه فلو كان هناك ابن لا يستوعب المال واخت مثل ابن نصفه حر عند من يورثه نصف الميراث وهو مذهب الامام احمد وغيره من العلماء فهل يقال ان الابن هنا يسقط نصف فرض الاخت فترث معه الربع فرضا ام يقال انه يصير كالبنت فتصير الاخت معه عصبة كما تصير مع الاخت لكنه يسقط نصف تعصيبها فتأخذ معه النصف الباقي بالتعصيب هذا محتمل وفي هذه المسألة لاصحابنا وجهان وقوله تعالى وهو يرثها ان لم يكن لها ولد يعني ان الاخ يستقل بميراث اخته اذا لم يكن لها ولد ذكر او انثى فان كان لها ولد ذكر فهو اولى من الاخ بغير اشكال فانه اولى رجل ذكر وان كان انثى فالباقي بعد فرضها فالباقي بعد فرضها يكون للاخ لانه اولى رجل ذكر ولكن لا يستقل بميراثها عينئذ كما اذا لم يكن لها ولد وقوله فان كانتا اثنتين فلهم الثلثان مما ترك يعني ان فرض الثنتين الثلثان كما ان فرض الواحدة النصف فهذا فهذا كله في حكم انفراد الاخوة والاخوات واما حكم اجتماعهم فقد قال تعالى وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين فيدخل في ذلك ما اذا كانوا منفردين واما اذا كان هناك ذو فرض من الاولاد او غيرهم كاحد الزوجين او الام او الاخوة من الام فيكون الفاضل عن فروضهم للاخوة والاخوات بينهم للذكر مثل حظ الانثيين فقد تبين بما ذكرناه ان وجود الولد انما يسقط فرض الاخوات من الابوين او الاب ولا يسقط توريثهن بالتعصيب مع اخواتهن بالاجماع ولا تعصيبهن بانفرادهن مع البنات عند الجمهور فالكلالة شرط لثبوت فرض الاخوات لا لثبوت ميراتهن كما انه ليس بشرط ليس بشرط لميرات ذكورهم بالاجماع وهذا بخلاف ولد الام فان انتفاء الكلالة اسقطت فروضهم واذا اسقطت فروضهم سقطت مواريثهم لانه لا تعصيب لهم بحال لادلائهم بانثى والاخوات للابوين او للاب يدلون بذكر فيرثن بالتعصيب مع اخوتهن بالاتفاق وبانفرادهن مع البنات عند الجمهور واذا كان الولد مسقطا لفرض ولد الابوين او الاب دون اصل توريثهم بغير الفرض فقد يقال ان الله تعالى انما خص انتفاء الولد في قوله ليس له ولد ولم يذكر انتفاء الوالد او الاب لانه كان يدخل فيه الجد والجد لا يسقط ميراث الاخوة بالكلية وانما يشتركون معه في الميراث تارة بالفرض وتارة بغيره وهذا على قول من يقول ان الجد لا يسقط الاخوة وهم الجمهور ظاهر وهذا كله في انفراد ولد ولد الابوين او الاب فان اجتمعوا فان العصبات من ولد الابوين يسقطون ولد الاب كلهم بغير خلاف حتى في الاختي من الابوين مع البنت عند من يجعلها عصبة يسقط بها الاخ من الابوين وفي المسند والترمذي وابن ماجة عن علي قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اعيان بني الام يرثون دون بني العلات يرث الرجل اخاه لابيه وامه دون اخيه لابيه وقال عمر بن شعيد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الاخ للاب والام اولى بالكلال بالميراث ثم الاخ للاب وهذا ايضا مما يدخل في قوله عليه السلام فما بقي فلأولى رجل ذكر والتحقيق في ذلك ان كل ما دل عليه القرآن ولو بالتنبيه فليس هو مما ابقته الفرائض بل هو من الحاق الفرائض المذكورة في القرآن باهلها كتوريث الاولاد ذكورهم واناثهم الفاضلة عن الفروض للذكر مثل حظ الانسيين وتوريث الاخوة ذكورهم واناثهم كذلك ودل ذلك بطريق التنبيه على ان الباقي يأخذه الذكر منهم عند الانفراد بطريق الاولى ودل ايضا بالتنبيه على ان الاختة تأخذ الباقي مع البنت كما كانت تأخذه مع اخيها ولا يقدم عليها من هو ابعد منها كابن الاخ والعم وابنه فان اخاها اذا لم يسقطها فكيف يسقطها من هو ابعد منه فهذا كله من باب الحاق الفرائض باهلها ومن باب قسمة المال بين اهل الفرائض على كتاب الله واما من لم يذكر باسمه من العصبات في القرآن كابن الاخ والعم وابنه وانما دخل في عمومات مثل قوله تعالى وانو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله وقوله ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والاقربون فهذا يحتاج في توريثهم الى هذا الحديث اعني حديث ابن عباس فاذا لم يوجد للمال وارث غيرهم انفردوا به ويقدم منهم الاقرب فالاقرب لانه اولى رجل ذكر وان وجدت فروض لا تستغرق المال كاحد الزوجين او الام او ولد الام او بنات منفردات او اخوات منفردات فالباقي كله لأولى ذكر من هؤلاء ولهذا لو كان هؤلاء اخوة رجالا ونساء لاختص به رجالهم دون نسائهم بخلاف الاولاد والاخوة فانه يشترك في الباقي او في المال كله ذكورهم واناتهم بنص القرآن والحديث انما دل على توريث العصبات الذين يختص ذكورهم دون اناتهم وهم من عدى الاولاد والاخوة فهذا حكم العصبات المذكورين في كتاب الله وفي حديث ابن عباس واما ذو الفروض فقد ذكرنا حكم مواريثهم ولم يبقى منهم الا الزوجان والاخوة الام فاما الزوجان فيرثان بسبب عقل النكاح ولما كان بين الزوجين من الالفة والمودة والتناصر والتعاضض ما بين الاقارب جعل ميراتهما كميرات الاقارب وجعل لذكر منهما مثلا مال الانثى لامتياز الذكر على الانثى بمزيد النفع بالانفاق والنصر واما ولد الام فانهم ليسوا من قبيلة الرجل ولا عشيرته وانما هم في المعنى من ذوي رحمه ففرض الله لواحدهم السدث ولجماعتهم السلث صلة وسوى بين ذكورهم واناتهم حيث لم يكن لذكرهم زيادة على انثاهم في الحياة من المعاضضة والمناصرة كما بين اهل القبيلة والعشيرة الواحدة فسوا بينهم في الصلة ولهذا لم تشرع الوصية الاجانب بزيادة على السلث بل كانت السلث كثيرا في حقهم لانهم ابعد من ولد الام فينبغي ان لا يزاد على ما يوصل به ولد الام بل ينقصون منه واستدل بعضهم بقوله فما بقي فلأولى رجل ذكر على ان لا مراثة لذوي الارحام لانه لم يجعل حق المراث لمن لم يذكر في القرآن الا لقرب الذكور وهذا الحكم يختص بالعصبات دون ذوي الارحام فان من ورث ذوي الارحام ورث ذكورهم واناتهم واجاب من يرى توريث ذوي الارحام بان هذا الحديث دل على توريث العصبات لا على نفي توريث غيرهم وتوريث ذوي الارحام مأخوذ من ادلة اخرى فيكون ذلك زيادة على ما دل عليه حديث ابن عباس واما قوله لأولى رجل ذكر مع ان الرجل لا يكون الا ذكرا فالجواب الصحيح عنه انه قد يطلق الرجل ويراد به الشخص كقوله من وجد ما له عند رجل قد افلث ولا فرق بين ان يجده عند رجل او امرأة فتقييده بالذكر ينفي هذا الاحتمال ويخلصه للذكر دون الانثى وهو المقصود وكذلك الابن لما كان قد يطلق ويراد به اعم من الذكر كقوله ابن السبيل جاء تقييد ابن اللبون في نصف الزكاة بالذكر وللسهيلي كلام على هذا الحديث فيه تكلف وتعسف شديد ولا طائل تحته وقد رده عليه جماعة ممن ادركناهم والله اعلم ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة